اشتركوا في القناة ومش عكس بعض هو هتكون بعد كل ده في العملي ولسه مش اخد بالك ان الاستينوزيس ليش عكس الريجيرج استينوزيس يعني داية ريجيرجي مش يعني واسع على فكرة ريجيرجي يعني بيفوت عب الظبط يعني لو بتاعك الشباك دا داية و هو مفتوح ممكن برضو تكسر حتة من الازاز كريبة هو مقفول بيفوت ده هو معظم الحالات على فكرة بتبقى دا بالاصلة هو السمام بايز بتلاقي بيفوت وداية وحالته من تهيلة بستين نيبا فهو المهم هنشرح المؤخرا با كم طريقة با الطريقة الوفقية الذي بتاعاة النهاردة وهناكملنا الحصة الجاية وبعد ما نخلص الطريقة الوفقية الطريقة لايه ب oportunة بม сегодня ماذا الواقصية ايه الطريقة الراصية دي الراصية اللي هو عمسي كل موضوع اشرح يعني مستني جائ ياولاد ويولاد هنشرح ماتيها النسوز هنشرح ميترا sobre Dew Fair لو انت عرفت الطريقة الوفقية كويس جدا الطريقة الرواقصية هنخلصها في ثانيا يعني زي موضوع الاريزمية كزا فالنهاردة الطريقة الوفقية يعني ايه الطريقة الوفقية بقى اللي هو هنشرح كله مع بعض يعني النهاردة مش حدد اي صمام اللي هو الفكرة اللي عنا في الفلفر الارتزيز ودي بالمناسبة تمثل 90% من الفلفر الارتزيز العشرة في المية اللي هم هيكوا فيه بقى في الطريقة الرؤسية نبدأ في الاول كده وادي عندنا اادي ده ايه لنا رسم ده الالفا المهم ده الميترا لا يهمينش اللي في الشمال الميترا له والاورطة وزي وزي اي مرض هنبدأ باي يا جبعة يلا بقى حد يقولي بصوا يا معنى اي فلفر الارتزيز سوائي ستنوزس او ريجيرش فيه تلات اسباب يعملون اشطى يعني انت اي مرض هيجي لك هتكلم التلاتة دول في الاول مع اي ولا مش مع اي ايه هم التلاتة دول قولوا بقى يا ابتال عملي يا معمولين انت مفيد خدت كلام دي في العمل رقم واحد لازم تبدأ رقم واحد بكمة ايه روماتيك يعني لو قلت روماتيك رقم اتنين تاخد صفر لانه هنقول كمان شوية او هنقول في الطريقة الرأسية ان تسعين في المية من حالات الميترا للسنوزس از روماتيك فلازم ابدأ بكلمة ايه يا جماعة روماتيك رقم واحد مع اي ولا مش مع اي هو الروماتيك بتأثر على الفلباتل الاربعة اوه مين اكتر فلبة بيتأثر ايو يا لي الاورتة يعني اللي في الشمال اهم يا لي حتى يقولك دايما مات بي مات بي مات بي اللي هو ميترا اورتة ترايكاسبت ايه يا جماعة الحصة جاي في طرار الرأسية هنصعب السؤال هقولك طب هو اول صمام بيتاخد الميترا يا طرى يا هل طرى ميترا الاستنوزس ولا ريجيرش متجاوبوش السؤال غير الحصة جاي لان سؤال دا بيجي في الامس كيو هنجاوب الحصة جاي بس هو المهم بقى رقم واحد ايه يا جماعة روماتيك طب رقم اثنين طبعا روماتيك فيفر وعرفين بقى روماتيك فيفر ازاي تعمل فلبة الارهارتتزيس وهنقول الكلام ده في روماتيك فيفر عن طريق ايه لديها سckenه ورد تانية ورد تاليةита ايبدا ييحصل تشوهات فالف اللي هي يا جماعة والتي فاين بروز وحتى في الروما تك فيفر في الاطفال اللي فاتت علولكم الروماتيك فيفر وهنقول الكلام ده في البطنة الروماتيك فيفر بيعد فين؟ في القلب لكنه بيلحس الجونتس مش علولكم كلمة دي في الروماتيك فيفر هو بيلحس الجوينتس يعني بيجي يعمل أرث رايتس تيجي وتروحوا كأنها شايا يا جماعة لم يكن ايه اللي بيسيب بصمة عليه مع مرور السنين والزمن؟ هو يا جماعة بيعد في القلب فيسيب فيه يا جماعة عشان كده ما يجي يقولك هي نفسها وفيه لان اي حاجة تانية الروماتيك فيفر بيعملها تيجي وتروحوا كأنها شايا يا لم يكن نرجع لموضوعنا رقم واحد روماتيك ورقم اتنين ما هو اصلا اي حاجة في الدنيا تنفع تبقية يا جماعة عشان كده حتى في الاطفال خدتوا سندروم في الاطفال اسمه ليوتن بخر سندروم سمعتوا الاسم ده سمعتوا الاسم ده هنقوله في الطريقة الرئاسية مع الميترا الاسنوزيس مسكي او الميترا الريجرج برضو اسمه ليوتن بخر سندروم لا بيجي في الامس كيو معايا احد سمعتوا ليوتن بخر سندروم كان عالم الماني كده هايف هاولي اجرواتش لكن هو عموما المهم روماتيك كونجينتر رقم تلاتة ايه بقى يعني ايه الريلاتيف الريلاتيف اللي هو الصمام مش داية لكنه داية ايه نسبيا او ممكن يبقى بيفوت نسبيا برضا تقول لي مش فاهم اقولك الباب اللي هناك ده ده باب طبيعي ولا مش طبيعي طبيعي يعني حجمه زي اي باب في الدنيا لكن خد بالك بقى ده حجمه طبيعي جدا زي اي باب اه لكن تخين لو لينا فارد ظهرت هنا في القاعة او اسد ظهرت القاعة كلنا هنطلع او كلكو طبعا انما كلكو ايه يا جماعة تطلعوا تجروا وانتو بتجروا وانتو بتعدوا الباب كلكو في نفس ذات اللحظة انتو نفسوكم هتقولوا ايه ايه الباب تضيق نسبيا ده لانو انت معدى لان كل ايه يا جماعة الناس عدوا من الباب مرة واحدة فظاهر ان الباب ديق ايه هلوه ديق لا عشان كده اي حاجة تعمل ممكن تعمل لما الدم اللي بيعاد في الصمام يبقى كتير قوي ممكن يعمل عامل انا سألك سؤال تاني يقولك طب هو في حاجة تانية ممكن تخلي الباب ده ديق نسبيا تقول لي اه لو انا بفتح الباب كده لقيت ريسبشن واسع اوش معايا ريسبشن لقيت واسع جدا في اللحظة دي هتقف على الباب كده وتبص على ريسبشن كده وتقول ايه الباب ديق نسبيا ده معايا فالباب يبدايق نسبيا في حالتين لو الدم اللي بيعدي كتير قوي او لو الدم ايه يا جماعة او لو الريسبشن واسع اوش تقوم انت تقول لي يعني ايه مش فاهم برضو اقول لك يعني لو حاجة عمل لفتفنتريكرا الانلرجمنت يعني اللفتفنتريك الوسع برضو ممكن يحصل ايه يا جماعة ريلاتيف ميتراليسنوس معايا وعلى فكرة برضو ممكن ريجيرش برضو وهنقول ليه كمان شوية يبقى اذا اي صمام اي مرض يجي في اي صمام وبراءة الاطفال في عينيك هتكتب ايه بقى اي سبب يقول لك مسلا ايه هي اسباب الميتراليسنوسس ميتراليجيرش استباحس السنوسس استباحس رجالت اي حاجة هتكتب رقم واحد روماتيك رقم اثنين رقم تلاتة ريلاتيف وبعدين تقول له ايه بقى توقف واقفة مع نفسك لو كان المرض ريجيرش هتزود كمان سببين على فترة السببين انت عرفانهم مرض خدناه والله العظيم اخدناه وقلت لك فيجيتيشن بتنطع الفلفو تخرمه وهو ريجيرشي ايه غير الفلفو يبقى مخروم اللي ملعب انفكتب اندوكارديكس اللي ايه اللي ايه يعني اللي ايه عن طريق ايه برضو اللي ايه بتعمل اندوكارديكس في عاجاتنا دي يعني فا انا حطيت انو الروماتيك معاها وخلاص تواخد برك فالمهم روماتيك وبعدين ايه يا جماعة وبعدين قلنا رقم اثنين اللي هو ايه روماتيك كونجينيتان ريلاتيف ايه بقى سرجري واحد راح يعمل عملية عنده ميترارسونوزيس عمل عملية بس عندي مين دكتور شلوخان في الهند طبعا دكتور هندي هيعمل ايه عندك سمام دايع هيوسعهولك بس يزياد عن النزوم يجوا الضلفتين يقفلوا يقفلوا هما بعاد عن بعض وهو الرجيرجي ايه غير ان الضلفتين يا جماعة بعاد عن بعض يعني كده لو انا قلت لك ميترار رجيرجي هتقول ايه واحد يلا عشان نحفظ انا دايما في الطريقة الوفقية بحث بنجيب الدرجة الاولى ونيجي في الطريقة الرؤسية ريفها بها انه حصل بس هو رقم واحد روماتيك كونجينيتان ريلاتيف او فانكشنال هنا وبعدين سيرجري واعدين انفكتب ايه اندوكاردايتس ولو كان المرض السينوزيس هم كان سبب بس ثلاثة واي رجيرجي هيبه كان سبب خمسة لكن عمر ما كانت الحياة باليه بالسهولة وعمر ما كانت الطب باليه يا جماعة بالبساطة دي لأن الرجل بتاع الكارديولوجي وهو بيقلف الكارديولوجي على هاوة العلماء قالك كده الطلب هيقفله سؤال الانيوموريشان كده يا جماعة وعشان كده قالك ايه بقى قالك طب احنا في كل مرض هنزود كمان ايه سببين نسب السفن يعني هنيجي في الميتراريسونوزيس هزود سببين هنيجي في الرجيرجي هنزود طب اسأل سؤال اشوفكو اس كياء ولا لا من يعرف يقول عدد اسباب الميتراريجيرج كم سبب خمسة واتنين سبب برابع ليه طب الميتراريسونوزيس هيقف خمسة واتنين طب الى نام ايه طب الأورتك ريياجر الخمسة بتاع الريجيرج يعني في كل مرض هيبقى في سببين ايه يا جماعة هنا بقى الطالب الزاكي الفارق بين الطالب الزاكي يا ابني يا حبيبي انت مش هتذاكر غريهم ايه بس سببين انا مش عارف الصح ايه والغلط ايه هل السببين اقولهم من دلوقتي ولا نستنى في الطريقة الرأسية احسن تقرأ يقول نستنى في الرأسية معي او نقولهم دلوقتي ايه نقولهم عشان نقول رأسية نقول رأسية نقول رأسية نقول رأسية يعني اجا اقولك ايتيولوجي بس نقول مثلا الميترارسونوس مثلا هو بس لان دول اصعب اثنين بالمناسبة ميترارسونوسس في سبابينس بالسفق ايه هما سمعتوا عن سبب اسمه لسه ايه دلوقتي كاري كومب مرمر لعما اقولت شانا اليوتن بخر ايه لا كاري كومب اليوتن بخر ده هم حصة جايه في طراء الرأسية احسن كاري كومب مرمر هو ايه يا جماعة فيه طفل اطفال ما فيه ايه المرة زي معنا ده بيجي في الامس كيوة كاري كومب مرمر اللي هو ايه مرمب تسمع كرماتيكي كاري كومب مر بصوا جماعة هو انتو خدتوا في روماتيك فيفر العين اللي عنده روماتيك فيفر ليجي في سن صغير مثلا خمس سنين ست سنين حتى خمس شهر سنة انما الميترارسونوسسيين بعد كم سنة الاف سنين صح؟ بعد كم سنة؟ الاف سنين يعني ايه الاف سنين بعد طبعا عشرة خمس شهر سنة يبدأ يشتكي من ايه يا جماعة؟ يبدأ يشتكي من الفايبروزيس يبدأ يعمل احيانا تلاقي واحد عنده وهو لسه صغير ادي كزا ويجي الدكتور يخد سماعته ويسمع ميترارسونوسيين تقوم انت تندهش ازاي؟ ازاي يحصل ميترارسونوسيين ميترارسونوسيين ده المفروض يحصل بعد ايه؟ نتيجة فايبروزيس والفايبروزيس بتاخد وقت كزا سنة؟ معي ولا مش معي؟ اهو ده بقى اللي اسمه كاري تكون بمرمرة لان خد بالك العيل اللي عنده روماتيك فيفر روماتيك فيفر ده يعني يا جماعة ده نوع من انواع الانفلاميشن فالانفلاميشن يوم يعمل ايه؟ اديمة تقوم الاديمة تعمل ايه بقى؟ تتلاقي الفالف اديمتاس كده فوارم ولما الفالفي يوم يوم يدين وهو الميترارسونوسيس اغرب ان الفالفي بداية شوية وعشان كده يقولك ساعات يبقى العيل وهو عنده ديورينج الاداك اوفروماتيك فيفر تحط سماعتك كده تقوم تسمع ايه؟ ميت داياسطوليك ميرمر اوف ميترارسونوسيس هزا الميرمر سببه ايه بقى؟ هل سببه الفيبروزيس هل هو اورجانيك؟ لا ده سببه شوية ايه يا جماعة؟ هزا الميرمر يمتاز بانه ايه؟ ترانزينت لانه سوف يزول بزوال ايه؟ هل اديمة عشان كده العيل الصغيرة يبقى عنده مثلا ست سبع سنين تيجي تحط سماعتك تسمع ميرمر معاي اونا مش معاي وبعدين الميرمر ده زي ما سمعته زي ما هيروح بعد كده وبعد عشرة خمستاشر سنة لما يكون العيل الصغير ده يا جماعة كبر تيجي تحط سماعتك تقوم برضو تسمع الميرمر لكن المراضي عمره ما هيروح لانه بسبب ايه بقى؟ الفيبروزيس فان الكاري كومب ميرمر يمتاز بانه ايه يا جماعة؟ ترانزينت ميرمر يعني ايه ترانزينت ميرمر ايه تبقى؟ بسبب الاديمة وليس اورجاني يعني ده هيزول بزوال الاديمة فالمهم ده كده كاري كومب ميرمر طب بلاش؟ في سبب تاني بيعمل ميترالسونوسي خدوا بالكم يا جماعة السؤال ده بيجي ايه مسكيوني بقى؟ هيجي يقولك وهم جابلك ايه يا جماعة في الاختيارات بقى؟ يوم ايه لك ليوتن بخر سندروم كاري كومب ميرمر واجبلك ايه سندروم رابع كده مانوش اي علاقة بالمضمع وانت قاعد يا ريسودي كالي كومب ميرمر ايه الاوستن فيلينت ده؟ الاوستن فيلينت ميرمر DJ مت اللي هو ايه؟ لا، اوستن فيلينت 없고 دول كانوا كانوا كنين علماء صيعة ليه صيعة؟ لانهم معلوش حاجة على فترة يعني ايه حدي كان ايه قدار يقول اوستن وفلينت كانوا كنون اثنين علماء اوروبين مش فاكر كنا فين بالزبط فين؟ اه فقهوت الرعماء وخلاص اخهوت الرعماء في غروبا فالمهما كانوا كنوا okoدين كاعدين اوستن فيلينت أهو معايا قالك ده ميترالفل زي الفن والله العظيم زي الفن لكن الاسترفل انت قالك يبقى العيام عنده ايه بعد ايورتك ريجج يعني ايورتك ريجج طبعا ريججي عليه في الاورطة يعني الدم ديورينج الداستول شوية دم وقلالات الادب ايه مفروض في الداستول يبقى الاورطة مفروض بيليه يا جماعة بالضربة والمفتاح لكن هنا فيه ريجرج فشوية دم في الداستول قلالات الادب يقوموا راجعين جاسي عارف لابا الدم يرجع كده كل اللي عايز اقوله ووصل خلص واحيانا يكون الصمت ايه قبلة مليون مرة من ايه كلام فيه ناس فيهم وعايز اقول ايه بس فيه ناس للأسف لسه قوم نقوله ده واستنوا علي يا بقى لما شوية دم قلالات الادب يرجعوا كده في الداستول مفروض في الداستول الميترالف ايه بيفتح اسمع بقى الدلفة دي تفتح عادي جدا لكن الدلفة دي تيجي تفتح تلاقي الطيور دم يا جماعة راجع يوقفها يخليها ما طرفش تفتح كويس طبعا انا رسمة رسمة بتاعك ميس ميرفت يعني ما بتبقاش كده قوي يعني الاورتة المفروض انه يطرع من هنا بس عشان تبقى سهله في الحفظ يعني سهله في الفاهم حد فيقولك الدلفة دي تقفل عادي تفتح عادي جدا انما دي تيجي تفتح تلاقي طيور دم راجع كده اهو عادي الميترالفالف دي هتفتح عادي جدا دي تيجي تفتح تلاقي طيور دم ايه يا جماعة بتاع الاورتكريجيرج راجع تقوم دي يوقفها ما طرفش يفتح اذا عندما يفتح الميترالفالف بكم دلفة دلفة واحدة من الضرفتين وهو السمام يبدأ انت لما يكون عندك بابين كده وانت بتفتح دلفة واحدة بس عشان كده بقى يقولك احيانا الناس اللي هندوم اورتكريجيرج تقوم تسمع هل الميترالفالف فيه مصيبة هنا؟ هل فيه مشكلة؟ انه وللتف ميترالسنوس على فكرة فيه مطب وقح هيقبلك في العملش ايه هو؟ ان انتوا عرفين قبل ما بتدخل على الحالة خش حاجة ممضوح عندك ايه؟ عندك ايه حاجة ممضوح انجز وانتزبطك ومش عارفه كده هتزبطني او والله ازبطك يقول عندك ايه؟ يوم ايه كان عندك اورتكريجيرج حلو الكلام؟ الدكتور يوم داخل احيانا انتخطف في العمل اورتكريجيرج صوته ضعيف جدا ما بيستمعش على فكرة صعبة ان الطالب يسمع اورتكريجيرج ده؟ ده الصوت بيبقى ايه؟ بيبقى ايه يا جماعة؟ بيبقى اللي هو صوت ايه؟ اللي هو ده حتى هنسميها مليجرش على اورتكريجيرج في الطريقة الراسية تنهيدة العشاء اللهم بيسموه كده اللي هو بيبقى صوت ايه يا جماعة؟ اللي هو صوت كده تسمعه؟ عمري لو ما كانتش ودنك موسيقية وسمعته خمسين الف مرة قبل كده عمرك ما تطلعه وغالبا في الانتحال مش الطرف تطلعه انما مين اللي ممكن تسمعه بقى؟ الميترالسولوس تبقى الحالة هو ايه لك اورتكريجيرج طبعا طلب يدخل في الشافة ايه بقى؟ طبعا دكتور الحالة زي ما احركت عرفي اورتكريجيرج عرفت مين ليه اورتكريجيرج عرفت طبعا دكتور دي حاجة ما اسمعت سمعت ويدخل أن ليس كورتكريجربر بابغ oben اللي مسموع عنده ايه؟ الميترالسولوس مسموع ليه؟ لان الراجل ده احيانا لين يبقى عنده ميترالسولوس يبقى ميترالسولوس بيحصل في حالتين الحالة الاولى هي هي ايه يا جماعة؟ والحاجة التانية اللي هي ايه؟ يلا بقى. بيبقى اسبابه ايه? انا افتره بطلية نهاردة. انا بحب الاداية السريعة على فكرة. نبدأ نفكر انا بحب دانيا في حصة تبقى قاعده داني. اللي هو قاعد ما تفكرش. تيجي بقى في الحصة الرأسية انت خلاص جبت الضربة عارفتها تكتب ايه? نفكر مع بعض. بس هو عموما روماتيك كونجينتال ولو كان ريجرجان سيرجيكال يعني وايه كمان? انفكتب اندوكاردايت. وعمر ما كانت والطب بالايه? بالسهولة دي وعمر مكانة الحياة? بالبساطة اللي وانا انا عكسنا مش مهمة. المهم يعني هتزود في كل مرض هتزود سبابين ايه يا جماعة? بتوع الميترالسونوزيزززززززودناهم اللي هما ايه? بمرمر اسم فلننك. ازود الباقي ولا انا خليها فترار رأسية? خليها فترار رأسية بحسن. بس تبقى عارف ان احنا هتزود سبابين. معي او انا مش معايا ? حتى هتلاقوني الحصة الجاية وانا بشرح الاتيولوجي بتاع اي مرض هتلاقيني بعد ما اقول لي سكين قمت واقف كده جرها من الزمن. بيستميكوا تقولوني طب يلا ايه هما سببهين بالصفت. طب ما ما قرتوش. خلاص ندخل عطول على العنوان اللي بعده خلاص. طبهم مش فاكرينهم اصلا بقى تفكرونهم زي في النطحان. ده انتم مش فاكريني ان في سبب بالصفت بصلا. المهم يعني على عنوان التاني. العنوان التاني ايه يعني ايه كلمة هين يعني ايه? دم. دم. طب دينامج. حركة الدم الناتيجة عن الاصابة بهذا المرض الحقيق. كلمة حركة الدم الناتيجة عن الاصابة بايين? العلم نفس الرسمة بتاعتنا هاي القلب اه. انا حس لرسمي اليومين دور ما عادش يحلو زي زماني. انا ويش شاف القلب? وهنا فوق القلب فيه ها. انا حاس اه بزد. هنا فوق القلب في الرئة. وهنا فيه الباليوموناري. والله العزيم من اقيدها اغلا ما تحفز جملة. جملة تيه على فكرة هي اساس. جملة بتقول ايه? لازم قبل ابدأ اشرح لازم تعرف ان لا تحفز واكتبوا الكلمة دي. والله عشان لو رجعت تبدل تحفظها تعرف اللي هي يا جماعة لا تحفظ. هتحفظها يبقى انا بقول لك وهو ما زكرهاش خلص. لا تحفظ ولا تفهم. جلت برضو ولا تفهم. هي مش محتاجة تتفهمها. ولكنها تستوعب. يعني هي ولا بتتحفظ ولا بتتفهم. هي بس ايه يا جماعة? بتستوعب. ما انا هقولك بقى الاستعاب اللي هو ايه. يعني هي مش محتاجة تتفهمها على فكرة. مش كيميا. مش علم الاجرام السماوية. وطبعا ما بتتحفظش. لان احما عندنا يا جماعة حوالي مسلا ست امراض وزيهم في اليمين اتناشر مرض. مش هتحفظ تحفظه مسلا. فلا تحفظ ولا تفهم. ولكنها ايه بقى? تستوعب. يعني ايه تستوعب? يعني انت هتبص في الراس. يعني انا مش حافظهم على فكرة. وهم مش محتاجين يتفهمهم. لكن انا مستوعبهم. يعني ايه مستوعبهم? لما انت تيجي تقول لي واحد عنده ماسكرا. ماسكرا. ماسكرا يعني ايه? صمام ده دايق كلا شوار. حلو الكلام? طب هو انا محتاجي ان انا هي الكيميا? مين يوم حرطة الدم النتيجة على الانصابة بهذا المرض? بص اللي رأس مقول. هي بتستوعب. يلا اقولوا بقى. الصمام دايق. يوم الدم يا مش عارفين زبريلين? باول خطوة براقة اللي اتفهمها اليك الليفتي اتريم بريشة ايه? بيزيت. يعني. معي تلاقي كده الست اللي عندها اتروميتراس روزيس مشي في الحياة تقول لك ايه? اه هي الليفتي اتريم بتاعنا ضغط فيه. ضغط فيه ببعاني جدا. هي مش هتقول لك ضغط عليه او في الليفتي ايه يا جماعة? في الليفتي اتريم. طب وبعد كده. قلولي انتو بقى. الليفتي اتريم في دم كتير او ضغط عليه جدا. يجي الدم راجع من البالموناري فيه. هل يعرف يخش? هل يعرف يدخل? لا. لان هيقوم يستنى زي ما هو يوم يعمل لك بالموناري ايه بقى? كونجشا. يوم واحد فيكم بالمناسبة هو قاعد يقول لي على فكرة قديمة. اقولوا ليه? يقول لي لان انت نفسك قلت ان اي مصيبة في الجهة اليسرى من القلب بتعمل ايه? لانج كونجشا. والميتر الغلب في الليفين. في اليسرى هو اقول اوورتة يعني فيقول لك لانج كونجشا. حد يقول بقى لما يبقى في لانج كونجشا. بالموناري كونجشا يعني. طبعا السلطة دي هتشتكمل حاجات هنقولها بالوقت. لكن لو انت عندك بالموناري كونجشا. مين يقدر يقوله طول اوشي? طول او بالموناري كونجشا ده. يبدأ يحصل ايه. ما هي العرابة تشتكملها الولا ادروا قطة سبع عرابة. بس لو واحد عنده بالموناري كونجشا. العرابيات بدأت تقف هنا. الشارط المرور طولت شوية. هسألكم سؤال لما تبقى انت في شارع والعرابيات ايه يا جماعة? في اول الاشارة والاشارة تطول شوية. انت عارفين في مصر في اشارات ما بتفتحش غير مارتين في الاسبوع. طب الاشارات دي اللي هي بقى ايه? تيجي في نهاية الاسبوع تلاقي الاشارة ما ايه? تلاقي شارع ايه? تلاقي بلموناري هي بريتنشى. لاب الا اه با كتير اوء في خلال البالموناري هي بريتنشى. القولنا بيحصل ايه يا جماعة في الاول? وبعد كده رقم اتنين ايه بيموناري ايه? آ سهرج هعارف الطريقة الرئاسية الحساك جاية? هقولك ان الروس بيعمل بيموناري هي بريتنشان بخمس ميكانيزمات. النهاردة في الطريقة الوفقية انا قلت ميكانيزم واحد بس اللي هو ايه باسف بالموناري هيبرتنشا. يعني ايه باسف؟ يعان انت عربيات وقت هنا؟ لما للشرف طول هتلاقي العربيات يا جماعة وقف هنا. واضح ولا مش واضح؟ فبيحصل بالموناري هيبرتنشا. اقف حالة روميترارتولس لان انت عندك بالموناري كنت جيش. وهو الدم بيطلع من ايه الاصلا؟ من رايت فنتركل يمشي في البلموناري ارتريولز. يروح للرئة ان هو بقي يجيب اكسوجين وكده ويطلع في البلموناري ايه فين. فانت لو فيه دم هنا كتير هتلاقي في اخر الطريق ايه؟ الدم بقي واقف هنا. بلموناري هيبرتنشا. بلموناري هيبرتنشا هو السبب رقم واحد في العالم اللي ممكن يعمل ايه يا جماعة؟ فعشان كده في حالات الميترارسنوزس ايه اللي حصل بقى؟ لا تفهم ولا تحفز ولا كنت تستوعى؟ بص في الرسمة واقول في الاول حصل ايه؟ وبعدين حصل بلموناري هيبرتنشا والبالبوناري هيبرتنشا بدوره هيعمل ايه؟ رايت فنتريك الارفليار. حلو كلام؟ ده بالنسبة للميترارسنوز طب حد يقول الميتراريجرشي يا جماعة لا تحفز ولا تفهم ولا كنت تستوعى الميتراريجرشي مين يقول؟ اهو ميتراريجرشي يعني ديورنج السيستول خد بالك المفروض ايه؟ الدم الكل بيطلع في الاورطا والميترار المقفول بالضبع المفتاح لكن هنا هو بيفوت فاتلاقي شوي الدم قوليغات الادد ريجعونك فل missionary. يمزودوا الضغط فين الفbie. يوم يعمله بعثكاد، يو يعملون الريبرتنشان يوم يعملوا بعث كادر لكن علي الصعد الاخرى او من الجيهة الناحية الاخرى هو شوية الدم اللي طلعه فوق مش شمل بل في يفتح في الداستول ايومه نازلين تاني طب لما ينزلوا تاني يقوموا يعملوا ايه يزودوا البريلوت عالليفت فينتركل ارجع للهارتفاليار تلاقي ان الميتراريجلش كان من حاجات اللي بتعمل ايه يا جماعة لانه كان بيزود البريلوت واضح ولا مش واضح طب بلاقيش واحد يقولي يلا حد يقالف يا جماعة مش محتاج لنا زجارة الضغط هنا ايه ها هيا هيزيد في الليفت بنتركل وحتى بيحصل في الليفت بنتركل لانه كأنه بيشيل حديد فالدم مش عارف يطلع لانه فيهAmerican السلكة مش سامتة! ل studio مش عارف هين مسلم يقوم التضغط يزيد فيني هذا فيh LockGrid يوم يعمل بها كده ايه قلوا لي صحح ولا Yep? كل الوجه هرreas اللي في جاه اليسير من القلب كلهم يعملوا يزودوا الضغط في كلهم بيعملوا كلهم بيعملوا كلهم بيعملوا الميترارسنوس لان اللي عندو ميترارسنوسس ده ده حتى قلتلكم قبل كده فاكرين يا جماعة فاكرين المثل اللي انا بديته ايو بذلط واحدة فكوريتها حالة اللي فاكرين المثل ده اقسم بالله احسن من اللي فاكرين لانه ايه يا جماعة ماتحنش لانه بينزل شويه ده المصغيرين اوجي لانه عندو ميترارسنوسس بس فالليفت فينتركل ايه يا جماعة ده مزاجه دولسي ده بيدخ شوية دم عد كده هتقول لي طب الدم اللي خارج فيه اقول لها طب وليفت فينتركل منه كمية الدم اللي وصله له ايه? قليلة فاكيد كمية الدم اللي خارجه منه هتبقى ايه? قليلة هل ده يعتبر لفت فينتركل في الميتراليسنوزيس احسر بنا وانا حتى شبهتها قبل كده بمسأل ايه بقى فاكرينه في واحد عنده فاكر يا سلام التشبيه بالزبط عمل زي في ميل كوليت اللي ايه انا معه في ميل كوليت اللي ايه انا معي ايه بقى ايه? بيعمل يعني بينما التاني بيعمل زي ايه 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 فقط انه ما تاني هيعمل بس خد بالك من حاجة بقى ميتراليسنوزيس اللي بتاعه عمل زي في ميل ايه يا جماعة واكتباله كده في الانبحان في ميل كوليت الاداة لان مين الاحسن زي ما احنا اقولنا قبل كده في ميل كوليت الاداة ولا في ميل كوليت الطب? الاداة طبعا انت شوفت روحتي مش شوفت يا مش شوفت يا ابني واقعا انه اخرت. ليه في ميل كوليت الاداة محسن? لانها ما تعبتش او ما تعبتش. يعني ما تعبتش يا جماعة. بتعندك في ميل كوليت الطب بتذاكر مية صفحة في اليوم. طب في ميل كوليت الاداة هي بتذاكر لها مثلا صفحتين في السنة طبعا بعد ما بتخلص كلية مين اللي بتبقى زي مين اللي بتبقى حسن عشان كده يا جماعة مطلقاش في الشارع لو شفت في مين كلية الاعدام بروف قلها كده قلها بتفكريني بالليفت بنت الكلفعيان الميترالسلوس وشوف هي هتقولك ايه معاي ولا مش معاي بس كده فده كده اللي هو يبقى كلهم بيعملوا صحر كلهم بيعملوا غلط لان كلهم عادة مين الميترالسلوس ان الميترالسلوس يعمل كل الفينيارات الاتية مع عدد معشان في الامس كيو النفس طيب طب اول التشمبر بيكبر في الميترالسلوس يام طبعا ليفت ايتريام طبعا ليفت ايتريام عندك الميترالسلوس اكبر اول واحد هيكبر اول ليفت ايتريام تعالى في الكلينيكالبكتشر نفس الهيمو ديناميس تصدق بالله لو انتوا فاهميني مفروض تسمعونا زبروتا وانتوا عادين دلوقتي ليه تسمعونا زبروتا والله سمعينا زبروتا بقى ليه هتسمعونا زبروتا لان من ثلاث تربع الكلينيكالبكتشر انت جابه من هيمو ديناميس ولو هو اساسا لا يحفظ ولا يفهم ولكنه يستوعى يعني ما تيجي تقول لي الميترالسلوس سيشتيك من ايه انا لسه مشرحتوش وليسه ما قمتش كلينيكالبكتشر بس انت عارف هو يشتيك من ايه اعرف انه في المرحلة الاولى الضغطة يزيد في الليفت ايتريام غالبا بيبقى السيمتوماتيك في الثانية في الثالثة او تكتب سبع حاجات بتوعها في الثالثة هنبقى خدنا البلمونر هايبرتنشان تشمر وتكتبه هيبقى كلمة واحدة بالمناسبة او كلمتين وبعد كده وكلمة من كل حاجة وفلاص ولكن علماء الكارديولوجي سنة 1900 وخشبة قاملك لا 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 طيما كده اطربة هيافله سؤالته واحد هو ما بيقلبه ده الكلام ده من زمان قوي بقى هو ما بيقلبه الملحك سنة 1900 وخشبة بالزبط انا كان عندي فكرة لخبط اجداح هطالب هنقوله ايه هي اميزود خدوا بالكلام انا اقول دلوقت خمس سطور بالزبط خمس سطور هيلخبطوكوا اه يلخبطوكوا بس هونتك تتلخبط اعرف انك بيتوفر خمسين الف صفحة اقل سورس فيه الفلفر الارتزيز كم صفحة خمسين مسك الخمسين دولتك مش هتذكرهم مصابل خمس سطور دول خمس سطور بيقولوا دي بس ركزوا معي لو كان المرض لو كان المرض حدي بيسأل نفسه الاسئلة دي ولا انا هم ليه سموه حدي بيسأل نفسه الاسئلة دي ولا انتم بتذكروا جدا وخلاص لا ده ده السبب السطحي ما ايه السبب العموية اللي هو الفلسفي ليه يا جماعة سموه لا انا هنزود حاجة بالام وهنزود حاجة بالاس شفت اللي هو بقى الحاجة العميقة موراء اللي هي يا جماعة نظرة المبعدية في الامور إنتا بعدها؟ يقولك هنزود حاجة بالامو وحاجة بالاس حاجة بالاس اللي هي ايه؟ بالفكرة حاجة بالاس مش حاجة هنزودها على قد ما هي عادة هايكلام حاجة بالاس اللي هي ايه؟ يقولك هنحط نفس الكلام اللي انا قلته في الいうこと لاقنة مراحل نفس الكلام اللي انا قلته لديCE نفس الكلام اللي kanterum دين vê Student عندها ايه? طب والتانية طب والتالتة طب والرابعة عشان كده لما اجا اقولك ميرفت في المرحلة الربعة يبقى هي عندها ايه? كل العقل راية بينتريكرا فيلير لما اجا اقولك ده هي لسه في المرحلة الاولى يبقى هي عندها ايه? على فكرة الكلام ده مهم يبقى اول حاجة بالاس لكن احطناها في اية ايه يا جماعة مراحل طب حاجة بالامن مين شاطر يونها ببا؟ هي دي بقى الحاجة حاجة بالامن ولا يمكن تفتكرها اللي لو عرفتها من النهاردة وبتتسقل شافوي وبتجي في المتحانات كثير وفي الامس كيو لا ميرمر ايه ده ميرمر بدا في الوكال اجزاب كل ده لسه ما تخليش على الوكال اجزاب وبعدين ما كلهم بيعبنوا ميرمر ما انتو عادلت تحت ما انتم جايين النهاردة مش مظبطين انتم اللي هو فيه يا جماعة فيه عندنا حاجة بالام اللي هي ايه مارور مالور فلاش اللي هي ايه؟ عارف دي المشاركه في سيسمك لوبس عارف سيسمك لوبس لما ليجي اخدها في الروماتولوجي وملي بينكو كان راوند الروماتولوجي دايما البنت اللي عندها سيسمك لوبس عندها ست حاجات في ورشها وعلى فكرة السيطة ما اجل اشرحهم في الروماتولوجي هقول لكم بالظبط عاملة زي ميكاوب بتاع في ميل كوريتوط عايت في ميل كوريتوط لما تحط ميكاوب بالظبط اولا ما بقولي الكلمة دي وعلى كده في بعض في بل بيزعلوا مني لكن هم نفسهم في الامتحان والله تفتكر الكلمة ديتهم بص على اولفت يا اولفت يا اولفت تبصيني كده وتبصيني كده وتبصينها وتكتب ما تعرفش اللي هي كمان بتبصينها وبتكتب اللي هو بيبقى عندهم ايه ستة حاجات في الزفت بيبقى عندهم قشرة حاجة ايه يا جماعة في بل طب لما بيحطوا ميكاب وتأكيد المنظر ده بتشوفه في روندات كتير عوله بكرة افتكروني في كلمة دي اول حاجة مالور فلاش اللي هي كرتين حمر عن خدود كتاهUnتعرفت بين المناخير ايه دايماً لتشوفه المنظر ده كرتين حمر ايه رجل في منطقة والله ما بتحطه لو كرة بتاع كرة حمر ايه كرة حمر ايه دي اسمها مالور فلاش وعلى فكرة ده مش بس كرتين حمر ايه ليه دايما تراملة او وصلك للشهة فتخلف عن المناخير عملتلك حاجة اسماية بطر في رائه اول ما هنبقى اقولها ليه بطل فلاي يعني يا جماعة واحد اتخاذ ان اخير بكورتون حم زي الفراشة بالزبط والمهم في حاجات كتير هنقولها زي ميكاو بتاعك في ميلكون لأخذه بالزبط لكن انا النهاردة المرور الفراش اشهر مرت بيعمل مرور الفراش هو ايه ساعد في نتحان الشافر يوم رافع مدارته كده ونافق دخان سجاره دخان سجاره في وشك اسمع بقى سؤال ده سؤال ده على فكرة ممكن بسبب تجيبه الفر المرور اول ده العظيم يقول يklich طرف يأبني واحدات اتخاذ التنح تصبح الطالب المهرجة الهندي في طالب مستفز تلاقيه ايه في المخانات ايه دكتور ايه اشهر حاجة ابني بتعمل ايه اسمع الطالب اللي هو رايكو شانبانزي ويجي يقوله اك اسمع الإجابات المستفزة بقى او دكتور ممكن ممسلاً تروما قال لي او واحد هتضرب كده يعني هو واحد ياخد بيه يا جماعة اوه وكده اللي هو ايه تروما ايه يا جماعة هي ممكن تبقى صحة بس مش منطقية يعني تلاقي مسلا نضغط عليه قوليسايسيميا يا ابني البوليسايسيميا بيقولوش كل احمر بص يا ابني الحياة علمتني حاجة اوه اوه علمتني الحياة نيمز بس يا جماعة علمتني الحياة علمتني الحياة ان الدكتور اللي بيسأل السؤال ده في المتحان الشافوي والله العظيم هو بيسأله عشان يسمع حاجة ايه هي واقسم بالاول ما تقولو واقسم بالاول ما تقولو واقسم بالاول ما تقولو ومش بعيد يحصلو وتحط سمعتك اسمه على المدة بس الميترالسونوزيس يعمل كده انت بقى في المرحلة التالتة طب ليه بيعمل كده نعرفها في طريقة رؤسية بس انا النهاردة يبيني تعرف ان في الميترالسونوزيس هتزود ايه يا جماعة هتزود حاجة اسمها المراحل وهتزود حاجة بالايه من عايزكم تعرف الانتحان صدا صوت حاجة بالام وحاجة بالاس توم كاتب حاجة بالاس خلاص وحاجة بالام اللي ايه يا جماعة كلمة زي دي مش كتير هيكتبوها توم انت في المتحان حطها فين بقى فم ربع كده عندك سيسيم فلوبس وعندك ايه بقى بس الميترالسونوزيس انت في المرحلة الايه يعني ما يحصل يعني بيبدأ يحصل ممكن تحصل عروش بتخلي فيه لون كرموزي او محمل ري كده شوية لو حد هنا عنده في المرحلة التالتة هتجي تبصت لها خدوده ممكن لون كرموزي كده شوية معايا المهمة بقى يبقى لو كان المرض هتزود ايه سبوكوا بقى من نظرة السطحية للامور مش تقول لي عصي ميترال مايترالسونوزيس هنزود حاجة بالام وحاجة بالايه حاجة بالياس طب لو كان المرض هنطلق بقى هنطلق بقى بس لو رجعت النهاردة حفصت الخمس سطور دول هتبقى انتريش قاعد في الحياة في مضال بلبرو روارتزيس يقول لك طب لو كان المرض اورتيكسسينوزيس هم ليسا موئي اورتيكسينوزيس خلاص بس لان هنزود ايه يا جماعة حاجة بالايه وحاجة بالاس حاجة بالاس اللي هي سينكوبان سينكوب يعني بس الفاكئ سينكوب طبعا اغبسوا الف الدنيا واحد يقول لي هو الاورتيكسينوزيس ليه واحد يسأل سنورة وبرائط الاطفال في عينيه ليه لما يبقى واحد عنده الاورتيكسينوزيس يحصل سينكوب ده الاورتيكسينوزيس يعني اللوكارديك اتبط واول كلمة في اللوكارديك اتبط ايه سينكوب هذا السينكوبة ايه متازة بانه مين يزود الكريم مين يكمل الجوم صدرا لا شو معك نوعب احنا نوعب كنا نستظرف لحد يبقى في الامتحان تدخل تقول كدب له صدرا فانه بقى انه ايه اجزرشنلا اغبسوا اجزرشنلا ليه اجزرشنلا خد بالك من حاجة خد بالك صدنام دي كانت فين في الكوميليت هرتبلوحة ايه او في الفنتريكي رورتاكي كارديك لما هنا السينكوب مش احنا اقول لها قبل كده فيه سينكوب مش فاكريه في اول حصة خالص اغبتلك وفيه سينكوب ييجي بالمجهود وفيه سينكوب ييجي مرة واحدة وفيه سينكوب ييجي بالاوضاع لما حتى قلتلك ان اهم علمي في الدنيا هو علم الاوضاع اللي هي ذا المجزومة اللي هي واحدة ستة طولة كان بيجيلي مجزومة بيجيلي سينكوب امتر فوضع معين معي ولا مش معي هنا السينكوب يمتزب انه اجزرشنلا اجزرشنلا ليه اجزرشنلا لان انت لو عندك اورتك السينوزس ففيه لو كارديك ادوت عادش عاد انت يعني مش بتبزل مجهود رهيب انت عاد بتسمع بطنة لكن لما تيجي تبزل مجهود رهيب ايه اللي بيحصل بها؟ انت محتاج كاردك اوضبوط ايه؟ اعلى بس هنا كاردك اوضبوط عمره ما هيعلى لان عندك الاورتة ايه؟ باية وهو ده اللي عند العيب التات زميلة تحس ان عندهم الاورتة برضه باية شوية في الماتشاط العادية بيلعب لكن يجي بقى في نطش محترم بيلعب؟ لا يعني لو محتاج ايه يا جماعة كاردك اوضبوط اعلى بس عندهم الاورتة باية فعشان كده بيبقى عندهم ايه؟ سينكوب فبيدخل فوق بستة جوانة فالمهمة فده كده بقى مواحد سينكوب فالحاجة بالل هي ايه؟ يلا حاجة بالل هي ايه؟ هو فيه غالها؟ انجن اي اورتة تعمل انجن عفاية اورتكسنوز يعمل انجن يوم واحد يقول لي انا الكلام ده هقوله فطرار رأسية بس انا عايز يشوف دماغه هو نيه الاورتكسنوز يعمل انجن طب بص انا بحد اقول السلوب ده يا جماعة ان انا اقوم اقل لكم ثلاث حاجات اقوم اقول همش بشان نيجي الحصة الجاية بس المشكلة ايه يا جماعة انتو بيتوا بالنسبة لي كتير مصورة انا بقول ثلاث حاجات ونيفسي اجاشة احترار رأسية تقول لي ايه ايه هم ثلاث حاجات قالكم مش فاكرين انهم ثلاثة هم ثلاث حاجات ايه هم ثلاث حاجات نعرف في الطريقة الرأسية بس اللي انا واصف منه ان لو جبته عكاشة عكاشة طب القناة الموعينة قلت له طرف تقول لي ليه الاورتكسنوز ليه الاورتكسنوز يعمل انجنة هيقول منهم اتنين انا قبل اقول اتنين انا قبل اقول واحد لو كارده بدبط ده في واحد لو جبته ايحد هيقوله طب والتاني هيبرت روفي اهو فبيزود دمط طب والتالت يعني تقول اتنين على فكرة لو جبته عكاشة هيقوله ممكن ان يا جماعة انت عمرك تنادي قلمة وانا اسف طبعا ان انا بقول قلمة معاكم عادي كده في وسط كده بس قلمة تلاقي واحد عنده ايورتكسنوزيس من غير ما يبقى عنده ايورتكسنوزيس غالبا الاتنين بيقبوا مع بعض ولما ناخد الاورتكسنوزيس كامل شوية اقولك الاورتكسنوزيس انتوا فهمين اواصل يبقى ما تيجي تقول للاورتكسنوزيس لي بيجيب انجنا اقولك سبب الاول سينكو والسبب التاني هيبرت روفي مش عارفه زي والسبب التالت قوله ديوتو اسوشييتد ايه يا جماعة انو اسوشييتد وز ايورتكريداش فيبقى دولتك برضو انا ما بحبش انا ما حبنا كل الحاجة فوقتها نياردة طاعها ت ihan ثلاث حاجات ايه هم ثلاث حاجات اكاي انا اذا لو كان المرض berkein سنزود ايه حاجة بالأم وحاجة بالأس عرفنا ثلاثة؟ عانتوا عرفتوا اثنين لوحدكم بس كانت خلاص بقى لو كان المرض أورتكسنوزس هنزود ايه؟ حاجة بالأو وحاجة بالأس طب لو كان المرض اسمع بقى الكلمة أي أورتة؟ يعني ايه أي أورتة؟ أي أورتة؟ أي أورتكسنوزس؟ حتى ركاتب كلمة والله يا جماعة ما فيك تم محترم في الدنيا ممكن ده أنا كتب تضحيت بسوعيتي بس عشان بالله هو ايه يا جماعة ده اللي هشوف كتب ايه؟ في حاجة اسمها أي أورتة؟ يعني ايه أي أورتة؟ معاي ولا مش معاي أي أورتة؟ يعمل ايه؟ شرط بقى أي أورتة؟ طب اسمع الكلمة اللي بعدها فضيحة يعني ايه أي ريجج؟ يعني لو كان ميتر ريجج أو أورتك ريجج نزود ايه؟ اه دي معبولة على فكرة أي ريجج؟ اي ريجج؟ هتزود كلمتين؟ ايه هم كلمتين؟ اللي هو جسمك كله بيومبط لأن على فكرة أي ريجج هنعرف كمان شوية انه بيعمل على البردانامك سالكوليشن فهيعمل ايه؟ لحد فيكو عنده ريجج؟ اللي عنده ريجج؟ او على فكرة لو عنده أنيميا يدخل ينام يلاقي نفسه ايه يا جماعة؟ جسمه بيومبط كله وقالبه يرزع في المخده جامد تلبتيشن وقالبه عمال يرزع في المخده جامد وفي نفس الوقت عنده يا جماعة جنرال يباتيش ميترارسونوزس هندود حاجب الام وحاجة نفس النهاردة على كورسيك الازاز وقدامك الفيور الازاز وراء وقالبه ميترارسونوزس حاجة بالام وحاجة بالايه؟ حاجة بالاس اي اورطة؟ اي ريجج؟ ولو كان المرض اسمع بقى الكلمة جاية ولو كان المرض اسمع بقى عشان الكلمة جاية هيا لا خلص لو كان المرض هنزود حاجة اسمها بريفرارساينز بريفرارساينز يعني خدتوها في العمل يا جماعة؟ بريفرارساينز يعني مش هاتمد عالسنترول يا جماعة مش هشوف قلبك اديني ايدك ورجلك ونزقبتك ونعرف انت عندك عمري حاجة اسمها بريفرارساينز ودول بالمناسبة تسعة هنقولهم في الطريقة الراسية وبالمناسبة تسعة اللي هم ايه؟ تلاتة في الراس تلاتة في الايد تلاتة في الريجاني هشوفكوا فاهمين ولا اه ده تسعة احنا ده تسعة عاجات لكن خد بالك خد بالك يا جماعة من شاطر لو جالك دفلت في الامتحان الناسة ما اخداش البالو بس لو انت دخلت في الامتحان اما اقولك وبرائط الاطفال تلاتة في عينيك هتكتب ايه؟ واحد اورتة مش اي اورتة انجلة اي رجرج بالمناسبة وبعدين اربعة بيحصل الاربع مراحل كذا وكذا وكذا طب لو المرض ميترر سنوزس هتحط الاربع مراحل وبعدين تقول له مرر ايه؟ فلاش دي في المرحلة التالية طب لو المرض اي اورتك سنوزس مين يقول اورتك سنوزس؟ انجلة يا جماعة الحياة سهلة بس اللي يفهمها بس طبعا واحد هيعترض عليها دروعت يقول لي على فكرة انت بتشغلنا اقول له ليه؟ يقول لي لاني اصعب ما في هو مش كلام الفرغ اللي انت بتقول ده اقول لك احنا نغاية دلوقتي قلنا كم عنوان الاول اتيولوجي قلنا انهي مو ديناميكس قلنا كليين كان بكتشر لكن عايزين ندخل بقى فين؟ في اللوكا الاجزام اللي هو ليه اسعب حاجة اه طبعا ما هو بيحصل غطب عم بيحصل كله؟ اه لوكا الاجزام بصوا باقي بعدين لوكا الاجزام هنا بحاجة للمستواقف العملي مروني بقى مستواقف العملي لوكا الاجزام اللوكا الاجزام هنبدأ يعني ايه لوكا الاجزام النوبة على القلبلوكا الاجزام يعني بشوف هنا يا جماعة لعلنا كارديولوجي واي لوكا الاجزام بيبقى انسبيكشن بالباشن اه يه يا جماعة الانسبيكشن طبعا في الكارديولوجي в خطوا Liu anبيان اللقي خدوا بالكون خطوا كلام دا فو العملي انسبيكشن والناسبيكشن بيتعايمي له بيتعايمي لـ سويا يعني مفيش حاجة سمع جدا عن قبارديولوجي انسبيكشن بس لا على فكرة ده موجود فية شاست موجود في الابدومن موجود في اي حت ان انت اقول لك بص انسبكت زي ابدومن ده موجود في العمجة. انما هل في الكارديولوجي ينفع دكتور كارديولوجي فورياجي انه هو بيبص بس. على فكرة البص ممكن يخليك تشخص حاجات في الشاست. وحاجات في الابدومن انما في الكارديولات. عشان كده يقول لك بيتعاملها سويا. لكن انا هنفصل لهم برضه. في الاول. يا بنا عايز حد يقول لكلمة اي واحد عنده بالفرارة ديس هيبقى عنده الظاهرة من اول هدرافتش. تيجي تبص تقوم لما تبص على البالمونارياريا. عارفين البالمونارياريا? اللي هي فين. اللي هي عارف لما بتنزل جيدا. كان اقول الكلام ده كمان شوية. اللي هي عارف لما بتنزل جيدا كده. على الصدق تلاح حتة برزة. حتسنا? حتة برزة هنا. عارف الحتة البرزة دي? هي الحتة البرزة دي ليه في عملت? ربنا سبحانه وتعالى خلالها. انا عارفوا لان يا جماعة اول ما تلاحاض ات برزة كده بتقول مساحلة ايه دك تلاقي نفسك ويعطي في حفرة. الحفرة دي هي ساكند رايت ايه? تبقى ساكند رايت انتركودسل اسبيس. واللي تحتها السيرد اللي تحتها الفرس اللي تحتها كزا. فهلت المهم نعم تعمل كده. فتلاقي ايه يا جماعة? فالمهم ساكند لفت انتركودسل اسبيس هنا بقى. لو حصل بلايباردنش. تلاقي اللي هنسميها بالمناسبة كمان شوية حسمة . بل موناري اريا هنسميها كمان شوية . ده السوق عموما بل يقولوكم ايه انجي كمان شوية. انما هي هتلاقي لو حصل بل موناري هيبرتنشن. تلقي الحسن دي ايه يا جماعة? طب يا سلام. طب ما انا ممكن اكتب في اي في ده لو حصل بل موناري هيبرتنشن. وتضحك في الانتحان لان كلهم بيعملوا بل موناري هيبرتنشن على المرحلة التالت. صح ولا غلط? فايزا انسبيكشن في ايه هتكتب ايه بقى? بس لازم تكمل انكيسه في ايه? طب البلبيشن. طب خدتوا في العملي بنحس الابيكس ازاي? حسوه ازاي? انا اقولت لكم بقى خلص كارديولوجيا انا منحس ايه يا جماعة? انا منحس اوقفة مع النفس كبيرة. من طمانية صوب حروق بقى ايه يا جماعة? حل اسئلة وكلام منزم. وفي نفس الوقت عايز عملي مش عملي. انما اللي هو زي انا ارطلكم اجيب هاني? وهاني ده هنعمل عليه يا جماعة? لانه هو من عملي الا مصرحية مش تشخيص. يعني هاني ده طبيع على ذكرى نوربال ده ابن البواب النتائب اللي بجيبه معي. نوربال هندرب عليه بس. معي ولا مش معي. تحس الابيكس ازاي? قلت لكم انا قبل كزا. انت لو مشت بالفترة الابيكس بتحسه ازاي? العيان نام قدامك المرحوم قدامك اهو. بالمنطق وبالفترة وبالصريقة. بتحسه بيدك ولا برجلك? في الاول. خليك ماشي بالفترة كزا. بيدك ولا برجلك? اهو. طب بالييد. بالكوع ولا بالكتف ولا بالكف? الكف. ولا بتنزل كده? بالكف. شوف الحياة سهلة. طب بالكف انهي ختة في الكف. اسمه ايبكس. يبقى كده يبقى ايه? ايبكس وبزهاند. هو طبعا ما فيش حاجة علمية اسمها ايبكس وبزهاند. بس على ايبكس يبقى اطراف الاصابع. وهنا اختلف الفوق اها. يقولك هل اطراف الاصابع كلها? ولا بالاندكس بس? انا من رأي يمشي كده كله بس بالاندكس حس بالاندكس. يعني متعملش كده الطريقة دي لأ. خليك ماشي كده قبل الزبط. بس خد بلك. كله على فكرة كان بتحس بالايه? بالايبكس وبزهاند بالمناسبة مع تحكتين بس بتحسه بالحتة دي. انا عايز صنارة مش عايز سماء. لما تيجي تحسي صوت. الصوت. لان الصوت يتحس هنا اكتر. بالحطة تعطوه. حتى انت اجرب هروح النهاردة شغل الكسد. حط سماعتك ايديك على سماعة. وشوف انت بتحس. بس طبعا تكون شغل الكسد. شو راح انا حطت ايدي ومحسيتش حاجة. شغل الكسد وبعدين حطي ايديك كده. هتلاقي نفسك بتاع السماعة بتحسه اكتر بالحطة دي. بالبولوزاند. مش قضيتنا. وبعدين طبعا انت بتقي يا جماعة. الطريقة بتاعت الايبكس المبانونة بعدين. اللي هو بتيجي طبعا من برا الجوه. إلا بالمناسبة انا ما حسيتش. انفع تقوله الرجل انا ما حسيتش. لا. انت بتعمل مصرحية. مصرحية. عشان كده في مذكرة العملي هتلاقيني كاتب ايه يا جماعة. كاتب العملي من منظور اخر. مش كاتب الكلام العلمي اللي هو ايه يا جماعة مكتوب في كل مذكرة العملي. بكل كتب العملي زي بعض. انما انا كاتب كده ايه يا جماعة. والله بالعرب كده كتب اللي هو ايه. ايه بالذبط تقول له تعال كده شمال يا سنة شمال يا استاذ ممدوح. وعلى ذلك هتلاقيني كتب كده في المذكرة بذلك. تعال سنة شمال يا ممدوح. انا عايز سنة واحدة صغيرة ايه وابرامو عليك كده. لازم الكبلي ده تكتب ايه يا مصرحية. يعني يا جماعة تعال سنة شمال يا ممدوح. طبعا الممدوح ده مفروض بروفاشنال. اولا هو هتلاقيه اصلا لان مليونه حد بيكش فعليه فتلاقيه ايه. فهو ييجي سنة. ما يجي السنة. انت اقول له يا ممدوح انا عايز سنة واحدة صغيرة ايه وابرامو عليك كده. حتى لو هجي من اول سنة واحدة صغيرة. لان طبعا لو ننام على جنبه كده. انت مش عجلاتي مش هتنزل تحت سرير. عشان تشوف الايه بكسيان. فقدام الدكتور عايزك تكتسب ثقة. تعال كده يا ممدوح. لا 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 ممدوح مع السنة صغيرة ايه وابرامو عليك كده. وتحس تانش. اني لا اسمع لا ارى لا اتكلم. هل ينفع اقول له الراجل اني لا اسمع ما حسدش حاجة? لا. تخليه ايه يا جماعة يوقف نفسه. وهنعرف ليه كمان شوية? النفس بيعمل ايه? وبعدها انت تحس تانش. لما يحس تانو ما تحسوش اقدر بكل ثقة. اقول له الراجل ما سمعتش حاجة وارف على راسك لفوق قوي. وخد سمعتك وحطها على رابط الدكتور كده. وقول له ما حسدش حاجة. مع ايه او ما شو حاجة. خلاص? بس اعمل التكنيك صح. التكنيك هنا اللي هو كان خطوة. فيه كبلهين لازم تقوله. يعني لا سنة واحدة ايه وابرامو عليه كده ممدوح. لا لا سنة واحدة صغيرة. واقف نفسها كده ممدوح وقعد ايه? اه قعد برضو يحس من ضرر جوه بنفس الطريقة وخلاص وقوله كده. يعني هي مصرحيات والله. والله مصرحيات. انت سيبك من اللي ايه قولك ده انت هتخش الامتحان تسمع ايورتك رجاج. اقسم لك بالله العظيمة تسمع حاجة. شوف انا بحلب في الله. يعني لو حد سمع في اللي امتحان يبقى تعالى ما تصدق ليش كلمة بعد كسر. مفيش كلام ده يا ابن. في امتحان في جو امتحان وابو لاهب واقف والدكتور مفيش كلام ده. لأ طلب سعيد او يقولك ده انا سمعت النهاردة يا ابن كل ده هاكس. مش هتسمع في اخر سنة والله. فعلا. معي انت بتسمع ممكن في العمل ايه? لان في رجل جنبك بيقولك ايه? قولك تعالى حبيبي اذا ده ايورتك رجاج. انت بالايحاء اصلا بتسمعه. عارف لو حطت سمعه على الخدت بتاع المخده. عارف لو حطوه على الخدتة وانت سمع حبيبي ايورتك رجاج اه والله ادكتور اهو. مش اللي ده السولك? اه اللي ده السولك. سمع يا حبيبي او لا? العلبة دي في عارف العلبة دي في ايه? ايه هو نفس النظارة. طال انت بتعملت. المهم ده. البلبيشن هنا في الايبكس. انواع الكاركترو في ايبكس ايه. عندنا فيه نوعين تجلقى كالاتة. من اروح تركزوا معي بقى يا طوال عملي يا معاملين. الايبكس الاول اسمه سلابنج ايبكس. نفسي اعرف مين ابن لازينة اللي سمى الاسم ده. اقسم الاسم ساعد با اهتمي بالحاجات اللي والله فعلا. نفسي اعرف انت نسيته ايه ده? اللي سمى سلابنج ايبكس. الراجل ده كان زكي جدا. الراجل ده جماعة الراجل بتاع الاسمي ايه? بعد معلومة الكارديولوجي. قم يحسوا الايبكس. فلقوا بعض الامراض بتعمل ايه? تلاقي خرابطة الايبكس قبطة ضعيفة وسريعة. صورة. فراحوا مين? لقهوة الورزة الاسمي. انا انا اروحوا الراجل بتاع الاسمي حاجة سريعة وضعيفة. نسميها ايها بتاع الاسمي. طبعا باعت على الورزة لان الاسم ده الايون كي نطلع لنا مع الورزة. ده واحد دماغهم اتكلفة اقصل بلغة اقول لي بقى ده طول كارديولوجي. ده واحد قال لهم عايزين ايه? وهم نساج الشيشة كلا قال لهم عايزين ايه في ساعة دي. قال لهم حاجة سريعة وضعيفة بتاع اسمي. نسميها ايه? اما اخذ نفس عميكرة واملهم ايه بقى? حاجة ضعيفة وسريعة وسريعة سريعة وضعيفة وسريعة ده. قال لهم زال الالام بالزبط. الايلم. اول اه شفت شفت الاسم جميين? اه اه ماخدهم بالاعلام اه. تعالوا هاكلا تاك 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 تاك. وهان لهم زالا الالام بالزبط. مين فش عرف مين بنيلا زينا لان الالام تمتازة بان ايه? سريع. هممكن تبسك واحد دي تلاتة اربعة ايلم في سانية. انما هل ينفع تلاتة اربعة شراليت في سانية? جرب كده صحب جدا. ممكن لكن القلم يمتازي بعيزا سريع والقلم ضعيف مهما كان القلم سمعتها راح اتخذ بالقلم مت لا انما ممكن راح على فكرة هاخد بشلوت فاكفا يموت انما القلم ما يموتش عشان كلا القلم يمتازة بأنها خطة ايه يا جماعة خطة سريعة وضعيفة وعلى فكرة هنعرف كمان شوية ان الامراض اللي بتعمل تعلي الفيرستارتساوند فلما يعلي الفيرستارتساوند يعمل حق اسمها بلبب والفيرستارتساوند فقولنا كمان هو بيطرقع ده بالزبط يا جماعة زي الايد فخطة ضعيفة وسريعة اسلامية طب لو كانت الخطة ساستيند ساستيند يعني ايه بقى يعني خطة ايه ساستيند يعني قوية قوية وضعيفة ولا قوية ايه قوية وبطية شوفتوا بقى ساستيند بتعلق يعني طق خطة قوية اللي هو تسمى سنين تمزل طق اللي هو على فكرة انت هي الصصين دي صعب ان انت تشخصها الا لو بيه يا جماعة لو عندها خبرة تبع عارف يا اصلا بطيئة ايه اللي يخليك تقول بطيئة ولا سريعة دي عايزة خبرة بس هو يقولك صصيند اللي هو بعض الدكاترة اللي هو دام اوي من الف تسعمائية وخشبة كان يحب الطريقة دي اوي مش عال حد لقلالك ولا اللي هو بدلا ما تحسها بصبعة بيدك حساب الالم مش هتشوف الالم ما بيطلع ايه طبعا دي طريقة الف تسعمائية وخشبة تكاثرة اللي هما بسبعمائة سنة وكان دا هي اوي ايه في طريقة تالتة اللي هو تيجي تبص لا فيه نوع تالت اللي هو قوية وسريعة يقولك هاي برديني مدينيس ما انهلتا في طريقة اليدطرية الفقية يعني ايش في العصية يعني يميني كل مرة يا جماعة عندنا فيك ايه بكسبها ضعيفة وسريعة قوية وبطيئة قوية وسريعة يلا عاز حد يقولي بقى بصوا جميع بالمنطق وبالفطرة وبالصليقة وبالبديهة ميترل اس تينوزس يبايد سلادي سلادي ما يا جمعان سلادي لا لا خد بنا الفطرة بقى ميترل فيها ايه زي ما سلابنج تادي ميترل فيها اه ها بسلابنج جول بسادي اسواء الموجود ساستندل ايه يا جماعة بس وما دام كتبنا ساستند مش اطرابة ميترلس ستنوزس سلابنج مش ساستندل ايه عشان ايه هو يعني ميترلس ستنوزس طبعا على فكرة الواحد يقولي طب انه هو الميترلس ستنوزس ليه بيعمل سلابنج ايه بيتساولك الحصة جاية وحيبني لو انت عرفت كل حاجة دنهاردة طب انا عم بيتحاسها جاية بس هو الميترلس لدي وانت لازم وانت بقافش ستنوزس ستنوزس بل بب دا ايه اللي انا بسهم دا ايه دا ايه هو اللي بيتحاس السنوزس دا ايه دا ايه قلبها ودا ايه دا ايه ميترلس لما يبقى ميترلس دا ايه دا ايه دا الدم اللي نزل هيبقى ايه قليل فالخبطة هتبقى منها طعيف يضخ شوائد كده طب وحنا خدنا قبل كده ان الدم لما بيخرج من القلم كتير قليل اصلي يوم يعمل رفليكس ايه تاكيكورتي فتلاح عشان كده وعنده ايه يا جماعة بيعمل كده عشان كده تبقى الخبطة ايه ضعيفة وسريعة كده اللي هو حاجة ضعيفة ايه يا جماعة وسريعة حمزة الاقليم بالظبط طب قلولي بقى لو كان المرض اوريكس تنوزس يبقى ايه بقى ايه اللي بقى بقى طبعا ايه من غلية يعني مش محتاج اقول ليه لان عندك اوريكسنوزس اهو ايه اللي هيخصبك خبطة هتلاقيها ايه طبعا هتلاقيها اوريكسنوزس فتبقى الخطوة بيععد سنين على قبل ما يطلع الدم لان السلكة مستلكة واي واحد عنده اوريكسنوزس قلبه بيشير حديد فبيبقى يا جماعة خطة قوية جدا عشان فيها هايبرتروفية يقول لها خطة قوية وبطيئة طب لو كان اي رجرش طبعا جابا هايبردانامك ايه بكسن لان فيها هايبردانامك سيركوليشن والكلام ده هدول الحصة الجاية يبقى ايه يبقى ايه يبقى ايه طب وما يطرى طب ما يطرى رجرش هايبردانامك لان اي رجرش هايبردانامك طيب خلاص طب البركاشن انت خطر عمل ايه خطر بركاشن وكلام ده فالعمل ايه طب ونول ونول او ما هو يا جماعة حاجة طبعا عرفتكنا فضيح حالنا احنا الفين واربعتاشر ودخناها الفين وخمساشر وليسا بلول بركاشن بس خد بالك ان انت اللي يمتحنك في شافا ويه ده واحد من الف سعومية وخشبة الف سعومية وخشبة يعني ايه يعني على ايامه مكانوش اخترعوا الكهربة مكانش في كهربة فكان بيعتمد علي ايه كنو ميجي نقوله نعمل ايكو للعيان كانو يلك يا ابنى احطر في شافاين احنا اسا اخترعوا من الكهربة فجاز الايكو مكانش بيستغل فكان بيعتمد علي ايه بقى ايده فعشان كنو متعقد هو خلي بالك في وقت دوكو في سنة ستة كان متعقد من البركاشن يعني كان برضو اكيف ده كترة بعلموه اعمل البركاشن عادل فهو بيفتكر الزكرة دي في عاجه يطلعها اللي طلع عليها يطلع عليها طبعا اسألكو سؤال هو البركاشن بتاع القلب هافي ولا اللايت كله هافي معادة البركاشن بصوا اخليكو كنوك تجاوبوا بثقة اكبر انا قررتو لكم الكلام ده بكرة على الفترة هارت هافي معادة البركاشن طب لانج لايت معادة البركاشن معايا طب الليفر اول ما يقولك الليفر قوله يا لئين ليه بقى الليفر تقوله يا لئين يقولك الليفره يقولك الليفرها وليه بقى يقوله ان الليفر عندنا ايه يا جماعة فيه اور بردر ولور بردر عندكم مانعاagi نقولها نقرده يبقى كل اللي عايزي تقولوه مصاً خلاص تحت اللور بردر يبقى اللي هايير بردر ب跟大家 transitional longback الضبج تبقى alguna assist عشان يواجن تتبقى البركاشن الليل يا جماعة seems very much معادل بالليل معادل باقي عشان في عضلات فلازين بعمل جامع قوله قلقين في هاير بوردر وفي لوور بوردا الهاير اللو هو حاجة اسمها تايد البركاشن اللي هو المادي وفي هازر والحاجات اللي اكيد خدتوا في العم واللايات بركاشن اللي هو في اللور بوردا طب البطن حتى لوحي النايرد اجرب عن نفسك كنت بالليل كنا انت نايم وقعد خبط هنا وخبط هنا وخبط هنا ومره ومره خيفي والكلام ده كله طيب فى البركاشن هنكتب ايه فى البركاشن هنكتب ايه فى البركاشن فى حكا اصلا تلاقي بس العالم كله. او بس هنقول ايه مثلا مش فى بالمونر هايبرتنشن? وانت كل حاجة هو بسي ده هو يعني هو راجلا بقول لها طب قول فى ضال نصف في الساكن دي لفت انتا كوستر اسبيسي. انا كيسب بالمونر هايبرتنشن. يعني لو حصل بالمونر هايبرتنشن تجي تخبط هنا تلاقي فيه ايه يا جماعة? ضال نصف عندي اين شيء. اوسكالتيشن. تعال بقى فى الاوسكالتيشن لان الاوسكالتيشن ايه يا جماعة انتو الرؤى دي اهم حتة وانا مقدر. اول ما بقول اوسكالتيشن مقدر ان انتو ايه يا جماعة? زكريات قليمة مريدة مع النفس. او لو اتلاقي زكريات راوندات والعامل اللي برضو بتعبدو دمعينك. بسمع اونا لا. والفرسة بصند اخبره ايه وانت قاعد اللي هو والسكن والاسبيلتنج ايه يا بيه اللي هو اخذ العرقيدة يسيبني بقى انت عشان كده جماعة عشان كده ايه? تعالى فى الاوسكالتيشن نبدأ واحدة واحدة. هو انت فى الاوسكالتيشن متعلق على كام حاجة? ثلاثة. ايه هما الثلاثة? النورمال هارد ساوند والاديشنال ساوند والمرمر. تعالوا الساوند. النورمال ساوند الحصة جاية لانها هتبقى يا جماعة هتبقى يعني عايزة تركيز كده ونتبقى فى ده هتحصة احسن. لكن النهاردة نبدأ بالمرمر ولو مقطمة عن الممرمر. هو يعني ايه ساوند والنورمال هارد ساوند? ده بيبقى صوت ايه? صوت لحظي. ده صوت. انما المرمر صوت ايه? مقتصق. بياخد برهة من الزعنة. يعني ايه برهة? لايه فطرة من الزعنة. لايه هو. لايه برهة من الزعنة? ده اللي هو المرمر. طب ما ده اللي هنشرحه النهاردة. المرمر. المرمر على فكرة عن تلكو خبر مقلم. ايه هو الخبر المقلم اللي انتو اكيدة واحدينه فى العملية. لما دي اتعلق على مرمر لازم اتعلق على كام حاجة. حاجات كتير. حاجات كتير. برافو عليك. رجابة ديها حكرة اجراتك جندا يا عميق قد. حاجات كتير. اللي هما ايه بقى? ستة حاجات. اللي هما كلمة سكريبت. سايت. كاركتر. ريليشن طول إصباريشن. شوفكوا فى الريليشن طول إصباريشن كده. بسرع انا عايز ادايا سرية. بسرعة ادايا سريعة. بسرعة ادايا سريعة. بسرعة ادراس روز. يزيد بالإصباريشن او إكون سرعة. لا. ما يزيدش بالإصباريشن. مبدئياً مبدئياً حنا هنشح الدول الكلام ده دور قطعاً اي صمام في الجهل الشمال الشمال يعني بلانجليزيا طب ما انتو عارفين اول حرف في ليفت ايه استيباكم اول حرف لانها عمر مكنت الحياة بليه تاني حرف في ليفت ايه وانتو بتقولوها سامحنا يا دكتورو احنا ازاي ما كناش عرفينك حاجة حاجة زي اي صمام في الشمال بيزيد بال اي صمام في اليمين اي صمام في اليمين اي صمام في اليمين يمين يعني ايه من انجليزي سيبك من اول حرف اللي ان عمر كانت لا ايه الحقيقة بصورة تاني حرف فرايت ايه اه بيزيد بال ايه اي صمام في اليمين يقول بيزيد بال ايه يا جماعة اصواء انا عارف اللي بيحصل في الشافة والله او في العمش هقول لها دكتور ده السؤال طبعا خرج نفسك اللي هو مندوح هو الدكتور هيقولك كلمة واحدة بيسابه لها يا راجل اه لا دكتور يا مندوح خد نفس بسرعة يا راجل اوه دكتور معلش رأيس كدامة انها يطلع نفس يقولك يا راجل لا يستمع اخد نفس وبيسمع وقاعد مهزوز وهو الراجل عمالي يتلاعب بيك لا لكن بالوقت يا جماعة يقولك يا راجل يقولك يا مش عاف ايه خلاص قل لها دكتور انجلس اي الميترسنوزيز بيزيد بال ايه الترايكاسبيدسنوزيز يزيد بيه انسباريشا و هكذا يعني هل هو الكلام ده كمان شوية المهم انما تيجي تعلق على اي مرمر بتعلق على كلمة تي ما هنقول بقى الحصة جاية بس وعموما هنقولك بالوقت شي ليه بال ايه ليه بيزيد الاسباريشا لان انت ما بتعمل ايه بتعمل ايه بتتخرج الهوى فيصبح الصوت اكثر نقاءا وصفاءا و عادة لكم سيطة طلبتها فيها كده نقاءا وصفاءا ايوة لان الهوى ايه اطلع فخلاص ما عادش في حاجز بتون السماع وبتون المربر فالصوت بيبقى مرقي اخطر ليه في اليمين بيزيد الاسباريشا لان في الاسستان بيزيد والفي الاسستان ده بيعدي في الين في الافتل في مين ولا في الشمال بان ما بيعديش علون قارد بيعدي في اليمين صحي المهم يا يبدأ انت بتعال على ايكاب تلمة اس تي ار اي بي صايت كاراكتر ريشا تروس باي ريشا الاي انترست بيبسطها زي والتي اللي هي تايمينج النهاردة مش هنقول الحاجة غير تايمينج بس تايمينج بس ويبحث بس معايا طب ليه طب بصوا بجمعها هقولوا بطريقتين طريقة للي عايز يبصل بصمجية وطريقة للفهمة جاية سنه ابدأ بالطريقة مين اللي بص البصمجية فانبدأ بطريقة البصمجية وبعد ما خلص البصمجية قول طريقة الفهمة معايا بصوا بجمع يعني ما يبصمجية ها يعني واحد معلوماته عن الطب ونفس معلوماته عن اللغة الصناية ولا فمفر ولا عرف اي حالة. خلص. اللي هو يدوب بس بيقعد في كلها يروح كده ويقعد يقعد بس في كلها. وبعدين ممكن ايه يا جماعة? فهو قال لك اما يحبي ايه بس عشان دخانه او ياخد الغال فهو داخل بياخد الغال كده. سمع سمع. اكيد حتى البصماج ده يعرف اللي فيه اربع نوعين سيستوليك ونوعين ديستوليك. اكتبهم تحت بعضهم. بس دايما دايما ابدا ابدأ بل بحرف اللي هي ايه مسلا وبعدها في ايه? ديه كناس اقل من درجة بصماجاي. لو ما اعرفش ان فين واعتني اسمه بانس ستوليك. بانس ستوليك. طب فين واعين ديستوليك اللي هم ايه? ابدأ من الحرف الايه? ايه ده ستوليك باس ستوليك باس ستوليك باس ستوليك باس ستوليك كتاتوم الاربع تحت بعض? سهلا? احنا في طريق باسماجاي. امني لو ارى الاسفر اتكالواح الباسماجي يا جماعة شوف بيه بعمل زي. كتاتوم يالي بصمتهم الاربع تحت اما احطي بعض? وبدأت من الحرف الايه? خلاص الى باقي كله سهله بجد. حتى الامريكان دايما لو ما بجي يشرح حتة ليه في امريكا بشي حواب نفس صليم. وما يقولوا ايه? ايه ايه طب الاربع احطي بعض بعد انت على اختيب احمد موافي ايه ام ايه ام? ام. بس احمد موافي احمد موافي احماد موافه اه اسأل سؤال الاغنيا فقط والله يخليكم ما وجاوبش سؤال ده غير الاغنيا بس. ايجيكشن سيستونيك. تبقى اورتيك ايه? استنوس. ده بالمنطق يعني? برافع عليكش? ومعزنك في ناس بالفكرة. ايجيكشن سيستوني. التبقى اورتيك يا جماعة. استنوس. طب بلاي سؤال الالبية برضه. بان سيستوني. التبقى ما يترى ليه? ليه بقى? لان عمره كانت الحياة بالايه? وعمره كانت طب بالايه? بالبساطة دي. يعني ايه كان زمان بان ايه? بنقوم بنضحزن ونرؤس 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 منه. لان مش كل حاجة الانسان بيعوذها ليه? ملايه. عشان كده يقولها ايجيكشن سيستونيك اويرتك سيستونيك ميترا ريه? اغلب اسوأ الف الدنيا والله العظيم. اللي غلط السعود ده يبقى حسنه يغير الكريم بتاعه. ايه كالسيستونيك تبقى اورتيك يهيه؟ اديه يا اصطنو aman. هيا اللي باقي. السينوس esaكه يا انها فيه فاعملوا فاحت اجراء. فكانوا انتم قابلين قابلتم من تحت الانصف الناس ولا تانت ولا اشه. فايجيكشنس يا ستوليك. اوورت ايه? السنوس. ستوليك ميتر ايه? رجاج. ايه اللي ده ستوليك تبعا يورت كيف? رجاج يابلي ما السنوت. طب ونبي عشان خاطر اجتم على السنوس ونها فوق. انا ارسملكو اصحبي اهو. او ده ولا ده اللي هو الوش الانسان. خنق امي الوش الاهو الوش الاهو اظهره في طبعات جديدة. بعد البراءة كل عاد يقلش والله خرق امي. كل حبايا والناس المتفاكين من ايه كل عاد يقلش وخارج. وميت ده السوليك. اوورت ستوليك. بانس ستوليك ده السنة ايه اراج المتر. وبعدين ايه اللي ده السوليك اوورتك يا جماعة رجاجي. وبعدين ميت ده السوليك حتى فتكارها ازاي. مس وبقيت ايه يا جماعة. مدام او مدام وكانت ايه في الاولت. مس دي طريقة البصماجية يا خوفي. طريقة البصماجية ما تبوش ممتوع. طب هنعمل ايه في طريقة الفعماجية. طريقة البصماجية سهر ولا صعبة? لا البصماجية خلاص ازول كده? تمام يعني يا جماعة ما ييجي في الامس كيو اقول لك ايه? ان الميتر السنوزس عبارة عن كذا. خلاص باعتهم كتب الكوبلي ده. وخلاص على طول هتجيبك ثانية. ميتر السنوزس يبقى ازا ميت ده ستوليك. ايه 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 احمد موافي احمد موافي. وبالمناسبة اقول كلمة. تعرفين انا الوحيد في الدنيا اللي ما تتكلمش عن نفسه. بس والله فعلا ودي ما هاش تفسير عين الزهراء لا. كلمة احمد موافي جات سريطة اتمنى عجل البطنة. تمنتاشر مرة. عشان واحنا بنا راجع لانه ممكن بس قبل يتسئل لك الشافة وفي الاخر. تعفور سريطة اتمنى عجل بطنة مرة. قول له تمنتاشر مرة. انا دايما احبش تكلم عن نفس والله. ما سيب البطنة اتحدث. خمانتاشر مرة. دي مرة فيه. في حاجات تانية عرفتنا. عدت علينا حاجات من همراليسة. ديسة. ايه الحاجات اللي بتعملها اقول له احمد موافي. ايه الادوية اللي بتجيب ابليبسي. ايه دوا بيبدأ باحمد موافي ايه ايه ايه. ايه الادوية اللي بتجيب اكيوت وبنان نكروزيس. رينا الفيرير. باي? ودي حاجات ضد المنطقة طبق. مفوط دوا بيبدأ واحدة موافي. يبازل بلسع عاليس الانسان. حاجات طريقة الفهمجية ويخوفي. دا ايه اللي بسمو دا. دا ايه. بلوكو ايه. كيف ما هو اللي بسمو دا. دا الفيرير سيبت سامن. دا ايه? دا ايه? الفيرير سيبت سامن. طب ودا ايه? ساكن دا سامن. وهنا فيه السستون وهنا فيه السيستون. صح والغلط. طوح? سامن? سامن. الفيرير دا معمول جميع. من بيعمل الفيرست. الحصة جاية الفيرير بيقفل 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 وحاجات تانية كتير هنعرفها الحصة الجاية. دوا كنتركشن والبينتركل على ايجيكشن والبلد على مش اعرف افل ما بينه. الكلام كلا الهور مازالية. طب الساكند بمين بيعملو? كالنوري وعورطة بيقفل. يبقى هنا الفيرير ست ما يترى مش هداية طب بقى ميتر و ترايكوز دا يمين الهورطة فيش مين. ما هو هنا الساكند. اوورطة بيقفل. خط بالك البيت بيعملو صوت الريفل اللي هو بيفتحه. بس اللي انا عايز اعرفه بقى. هو كل واحد يوم بيفتح عندها. مايترل بيفتح فين? في الدستور والبستستور. بس يبقى انسان كذاب ويبقى انسان قليل للأدب. وحقير وسخيف. ونادل وزيفل كمان. يقولك ان المايترل بيفتح في عقول الدستور. لا طبق. لانه بيفتح ويفتح لك فين بقى? هنا. حتى اللي منكم فاكر كانت المرحلة دي كانت يسموها يا جماعة. ايزومتريك. ايزومتريك ريلاكسيشن فيز. مبتع في السيوريش كانوا يستظرفوا بقى انتفاجرين سنة قولة طب. لما كانوا يدخل النهاردة يا جماعة في الايزومتريك ريلاكسيشن فيز هي تلك الفترة اللي فيها القلب بيصبح حجرة مصمطة. ابواب وشبابيكم قفلها. لاني خد بالك هنا بيبقى عورتة افرة هون. والمايترة اللي لسه مفتحش فكله مقفول على بعضها. فكانوا يسموها ايزومتريك. وعلى فكرة دي حاجة حلوة بيبقى الان بحطة يقول لك ايه? يريح شوية. مقفول. فيقول لك المايترة بيفتح طب الاورتة بيفتح انت. بس يبقى لسان كداب وحقير وقليل الادب وناتل وسافل كمان. اللي يقول لك الاورتة بيفتح فاور السستول لانه بيفتح فينك. انت بتعرف الحاجات بعد شوية. بعد شوية ببقى لك. فانقول لك العورتة بيفتح حتى كان دي بيسموها ايه؟ ايه ايه؟ اثنت يا اف3 جواهب. ايه طريقت بآخرججنفه هل عملها. مقصد. وما يقول لك انت كدة خلصت. اقول له طبعا فقط. لك ارفع انت الكلام بقى هنا مين? لو جبت نجار، كلام نجاري LUI والله العظيم كلام نجاري الموانتو لو في نجار هنا قريب الله خليتc بعضه حس قولوا يا نجار يا نجار هي مشكلة اي باب ديق تبانوا هو ايه اكتبوا الكلمة دي بالعرب البناء يعني ما قولك الباب ده ديق تبانوا هو اي باب ديق في الدنيا تبانوا هو مقفول او هو مفتوح مفتوح اقولك ايه ده هو مقفول ديق قوي انت عرفت ان ايه يا ابني اتفتحوا ونحاول تعدي معرفتش عديه بدايق طب اكتبوا الكلمة دي ان مشكلة اي باب ديق تبانوا هو وهو اي يا جماعة مفتوح مشكلة أي باب دا تبانو هو مفتوح ده كلام نبليل طب لما أقولك الباب دا بيفوت ينفع هو مفتوح أقولك بيفوت أو اي باب يبنه هو مفتوح بيفوت إنما لو هو مقفول بيفوت هيا دي الإشكالية وعشان كده بقى كميل الجملة والجملة دي أساس الموضوع والله فيعلى اكتبوها بالعرب يا جماعة معلش إن مشكلة أي باب دا تبانو هو مفتوح بينما مشكلة أي باب بيفوت تبانو هو معفوض ولهذا فإنه فإنه إيه بقى اسمع بقى الكلمة دي لما أنا أقول لك على فترة هنا بص سلوكه كده أنا معرفش الميترا السينوز بيعمل إيه لأنه هي تستوعب برضو الأول أبن ما بص مشكلة أي باب بستينوز تبقى أنه هو إيه مفتوح طب هو الميترا بيفتح في الداستون لأ بيفضل فتح حينها تبسح تقول ما هو ميتا حجمان المشكلة عشان كده يقول لك باب يبقى إيه يا جماعة ميت داستونيك وعلى فكرة بيفضل فتح لحد ما بيقفل في أول السستونيك فأقول لك ميت داستونيك بريسستونيك شفت طريقة في المجاية خلتك تقول أقصر دقة البصمضية خلتك تقول ميت داستونيك خلاص إيه ما إيه يا جماعة ميت داستونيك بريسستونيك مين ملاحظ حاجة ميت داستونيك يا كدside ميت داستونيك يا جماعة عشان الائترا 'كام احلوق originally المتجبر ميت داستونيك سبعين. اول ما الميترال يفتح سبعين في المية بينزل بتأسير البريشال الديدينيز. اللي هو دون الحاجة للإترال كونتراكشن. يتبقى كم في المية؟ تلاتين في المية. تلاتين في المية دول عايزين إترال كونتراكشن. عشان كده الإترال كونتراكشن بينازل كمية لأو تلاتين في المية بس لكن بسرعة اكبر. لانه بيعصر ايه يا جماعة? فتلاقي قدام بنازل بسرعة يوم يعمل صوت قاعدة. عشان كده يقول لك انت يبقى في ميتراليسنوزس ويزود بري إكسيز بري سيستوليك إيه? اكسي تويشن كده لو في واحد عنده إترال فاقليشن. المهم بري سيستوليك. عايز واحد يقول لي بنفس الطريقة. انا مش عايز واحد يكون حافظ. انا عايز واحد. عم اقول لك. ايه يورتيك ري جيرش. لأ قلني بنفس الطريقة. ري جيرش. يبقى تبانه هو ايه? معفول ولا مفتوح? معفول. طب هو الاورطة بيقفل امتا? بص جد. عطاها الاورطة بيقفل امتا? في الدياستون. في اول ال اول لك. اول لك اول لك. مربع. طب عايز واحد يقول لأورت كسينوزس. انا حاسس ان دي ناسا اعتماد على بطريقة البصمجية. اول اكسيز هو مفتوح. طب هو الاورطة بيفتح انت. هل في اول السستول? لأ. في النصف. يقول لك ميت سستوليك. خد بالك الانجليز بيقوله ميت سستوليك فعلا في القطب. ميت سستوليك. بس الامريكان بيقوله ايه? ايجكشن سستوليك. احنا طبعا تلاقي في الامريكان. لانه ساعات من الامريكان وساعات من اين من الانجلي مرّا مجدّ أجناء سواء مرّا مجدّ يجمع وعلى فتح تكتاب القسم نفسه لأي مرّا كتبالك إجناء فتحس أنها الهدأ من السكتاب أمريكش ومرّا كتبالك مجدّ تحس أنها الهدأ من حتّة فهو كده بس غلابنا أحنا نشرين أمريكان أكثر فنخلّيه إجناء سيستوليك إجناء سيستوليك مرمّر إجناء الأمريكان يقولّك إيه بها؟ يعني يomma بتمسق خرطوم مية وتقفره من اوله. فبقي صوت عمل ازاي. اندفاع الدم في صمام دايق. احنا جسRe ما كملناش نسكريبت اصلا. قلنا بنعلق على ستا حاجات. الوضطية والكرة وبعد كده بس انا فاكر ان انا قلت ريليشن تور سبي calmly � élection صح هو الغرض? قلنا مشكلة اي صمام في الجهل يسرى يسرى عنيب الإنجليزي؟ يبقى ازا انتاني حرف في كلمة oy twey icky يبقى بي زيد بال низ انما اي صمام في اللي مين يميجي عن ايه بالانجليزي? اول حرف في كلمة لان عمره مكانة الحياة بليه? بسهولة دي تاني حرف اي ببيزيت بالن وطبعا عارفين ليه الكلام ده كويس اوش. المهم عزين نبدأ نكمل الستة حاجات النهاردة ونبدأ بالصيد. طبعا الصيد سهل لان طبعا عارفين كل بيلف بيتسمع فين بالزبط. يعني المصايب اللي بتحصل في الميترال بيلف بتتسمع فين? في الميترال ايريا. هي بالمناسبة الميترال ايريا اللي هي فين? ايوة في الايبكس. طب اشمعها في الايبكس? لان يخدوا بالكو الكلام ده عملي بس انتوا المفرد عارفينه. اللي هو احنا عندنا او بغض النظر عن اتجاه الدم هو برضو احنا عندنا الصمامات كلها موجودة فين يا جماعة. وراء الاسترنا معيك في حتة عظمة فما بتتسمعش. طب احتيجي تقول لي هنا الميترال وعندنا برضو ترايكاسبيد وعندنا الاورطة والبالمولاري كلهم في المنطقة دي فما بتسمعوش. طب الميترال بقى. هنا ما بيتسمعش. طب ممكن تسمعوش هنا ليه? لان الميترال زي ما انتوا عارفين بياخد الدم وينزل على فين? على الليفت فينتركل. اصلا متداري. احنا قولنا الموز في اول حصف كان ايه? الكله ما بيبانش. تفضل ماشي وراه ماشي وراه ماشي وراه. هو ما بيبانش. اول حتة تبان منه يا ايه يا جماعة. هي الايبكس. وعشان كده الميترال ايريا. حسنا حد يفتكر الميترال ايريا حتة تبان منه يا جماعة? اقرب حتة تبان من الميترال فالف. المهم بقى. خدوا بالكم في الصيت واخدوا الجلاب ده طبعا في العملي ان انت بتقيس الصيت مش انت سامع الصوت ولا لا? مش المكان اللي انت سامع فيه الصوت. انما بتعرف المكان بتاع الصمام بتعرفه من اين? من اعلى حتة انت سامع فيها الصوت. خدوا بالكم حتة دي مهمة جدا. يعني مثلا عندك الاورتكسينوزيز. طب مصر كلها لو حطيت سامعتك على اي حتة في جسم الانسان ده انت رو حطيتها على صورة العيان. هتسمع المرمع بتاع الاورتكسينوزيز? هل معنى كده من الفالف اللي بايز في الامبرايكس? لا يا جماعة. انما هو بيحصل اي بقى? انت بتشوف اعلى حتة تسمع فيها الصوت. عشان كده حدته في العملي بتسمع ازاي? اول ما بتدخل على البش مهندس العيان بتعمل اي بقى? بتهم حطت سامعتك عليه? بتحطها فين بالزبط. تطلع مكان الايبكس وتحط سامعة فين يا جماعة? على الايبكس. وبعدين تتحرك زي علامة المرسيدس بالزبط. اللي ايه عامل ازاي? اللي هو في ثلاثة اتجاهات. تروح ناحية الاجزلة. وتطلع لفوق كده. وتروح ناحية الترايكاسبت. وتشوف انت كل ما بتبعد عن الايبكس. الصوت بيقل ولا الصوت بيزيد? لو لقيت الصوت بيقل يبقى مركز الزلزال او مركز الحدث موجود فين? في الميتران في الايبكس. طب لو لقيت الصوت عمال يعلى 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 يعلى. يبقى المركز بتاع الصوت جاي من هنا يا جماعة. مش من الميتر الاريا. من حتة تانية وهكذا يا. فعشان كده انت تخطف العمل الصيت اعلى حتة انت سمعت فيها الصوت. ولايس ايه يا جماعة. وبكل بساطة صهلة جدا. انت بتخش بسماعتك على الايبكس وتتحرك في ثلاثة جهات. تروح ناحية ناحية ناجزلة. تطلع لفوق. تروح ناحية ال ايه كمان? الترايكاسبت. طب المهم ده. عايزين نعرف طبعا الصيت بتاع كل الصمامات انتو عارفينوا بقى من العمل يدوى افوش مشكلة. اننا عايزين نعرف حاجة مهمة جدا. الكاراكتر بقى. الكاراكتر بتاع الصمامات او بتاع الامراض اللي عندنا. طبعا الكلام ده برضو عامل يونتو عارفينه. فانا عشان كده هكلمكم بالبلدي. مين يعرف يقول الكاراكتر بتاع الصوت بيعمل ازاي بالظبط بتاع المرمار. احنا عندنا راحة ولا جات هي عبارة عن ايه يا جماعة? عبارة عن ايه? راحة ولا جات هي عبارة عن شكلة او خناقة ما بين ايه? اتنينة شمبر. يعني مسلا الخناقة تبقى ما بين مين ومين? بس خود بالك. لازم تحدد اسناء السيستول والدياستول. لان الضغوط بتختلف. معاي ولا مش معايا. يعني شكلة ما بين الدياستول. الاسناء مين? هو مفتوح. هو بيفتح فين? في الدياستول. تبقى عبارة عن خناقة بس اسناء ليه يا جماعة الدياستول. هيورتك ريجي برضو خناقة ما بين الاورتة ويه يا جماعة? الاورتة والليفت بنتجل. ولازم تحدد برضو اسناء ايه? السيستول والدياستول. بلاقي اسناء الدياستول. وهكذا. فده كده يبقى اذا عندنا الكراكتر عبارة عن ايه بقى? هي عبارة عن خناقة ما بين ايه يا جماعة? ما بين اتنين. فده لازم تحدد اتنين دول ايه? وبعدين اسألك سؤال برا الطب خالص بقى. هي انواع الخناقات ايه اصفر? انواع انواع الخناقات في العالم كله عبارة عن خناقة ما بين ايه? هم ثلاث احتمالات. الاحتمال الاول ان يبقى واحد قوي اوي بيتخانق مع واحد ايه يا جماعة? ضعيف اوش. وطبعا لو واحد قوي اوي بيتخانق مع واحد ضعيف اوي ايه? هيقول له ايه? هيقول له ده ان لو نفختي فيك طيارة يوميء وفعلا ينفخ فيه كده بس تابي تير عطوب. فايزا يطلع الصوت ايه يا جماعة? نفخة. اللي هو يسموها صوت بلون. ده بيشقول له لو نفخت فيك اطيارة ده تانية ده بس ايه يا جماعة? فيقول له صوت بلون. هيبقى لو كانت الخناقة ما بين واحد قوي وواحد ضعيف اللي هو لو نفخت فيك يا جماعة? اطيارة يوم يطلع الصوت عمل ازاي? بقى الكراكتر. عمل بالضبط صوت بلون وعشان كده بيبقى صعب جدا في الياه يا جماعة. كن انت تسمعه في الانتحان. لان بيبقى الصوت عمل ازاي? ينفخ واحد بيبقى صوت ده ودلك مش هتلقطه. اللي هو سمعت ايه يا جماعة? لو سمعت عيانين كتير اوه حوالي 70-80 الف عيان مثلا. عشان كده عمرك ما تسمعه في ايه يا جماعة? في انتحان اخر السنة. زي ايه مثلا? زي مثلا ايورتك ريجرج. مين يعرف يولي الاورتك ريجرج ده? بتبقى الشكلة ما بين مين ومين? الاورتة واللي ايه يا جماعة? والليفت فانترك. بس لازم التحدد اسناء مين? اسناء الدياستول. مين شاطل يقول الدخت في الاورتة كان في الدياستول? 80. 30. 200 عا80 بيبقى في الدياستول 80. طب وفي اللي فت فانترك اللي بيبقى الضغط كان في الدياستول? صفر صفر علشان الدم ينزل من ليفت اتريام. معي وانا مش معاي ايه. تم متخيل ان بيحصل? هيجي كده الاورتة يقول لي اللي فت فانترك اللي ايه? يا انخد شوية الدم دول. يقوم اللي فت فانترك بضعيف اوي ده ده صفر وهنا كامل? تمانين. انت عرفت لو حطيت وتنك على صدر العيان ممكن تسمع القوار ده. اكتر من ان انت تسمع المرمر. والله تسمع كده يا جماعة. يقول له جراء ايه ايه اورطة? مش مسموح. يقول له نعم يا ليفت انت بتقول لي مش مسموح. شوف عودك وشوف عودي. انت صفر. انا تمانين. ده لانو نفختي فيك ايه يا جماعة? اطيرك. وفعلا ينفخ فيه كده بس. فتلاقي الصوت تلعج زي بقى? يبقى عندما تكون الخنائة ما بين واحد قوي وواحد ضعيف يطلع صوت عمل ازاي جماعة? صفر بلوونج. ده بيحصل في حالات ايه بقى? بيحصل في اليورتك رجيرش? هتيجي برضو في الميترار رجيرش هتلاق الصوت برضو? هي نفس الفكرة. حميقى بين واحد خوي وواحد ضعيف. يعني ايه قوي? يعني الضغط عالي اوش. يعني ضعيف? يعني الضغط الواطي اوش. طب الاحتمال التاني ايه لالخنايات? ننا بنتكلم عن انواع الخنايات في العالم كله. واحد قوي واحد ضعيف. طب نهاية متر العلاج متر وكبير متير محدش oh my Hoffman يعني اما الدكتور يقول لك مثلا اسمال يا ابن الميربر بتاع الاورتكستنوزيس والله يبدو مبالغة حط سماعتك على سيدر الدكتور نفسه قول له دكتور بس الاورتكستنوزيس بهرش الدرجة ان هو بيبقى ايا يا جماعة دي مصروا كلها حط السماعة على سرير هتسبعت طبعا ببالغ عشان الناس اللي بتكتب ان ببالغ فهو بس يا جماعة ببالغ ان انا اقول لك النصود ايا يا جماعة هرش لان اتنون اقوية اصل الاورتكستنوزيس الخناعة بين مين ومين الفت البندل كلنا الاورتكاںvat اسناء ايه اخد برة ترفرط، السستول لانه اورتكستنوزيس فهو هو مفتوح الاورتكستنوزيس باي حسنات المضل وذلك tore the urge 120 قل اثناء السستول برضه بيضع 120 ماتين وعشرين pues 100 اعتار M marc 여جtrans مصر كلها تسمع الصوتي وميت عصد ايounced صوت ايا يا جماعة يب يحنا ا住نا احتمالين ال� Hampshire الاحتمال الاول اهو ايه، واحد قوي مع واحد ضعيف يفتخلوا إلى جهاز pair اَتْنينَا أقوية بقي adjacents الثالث اِهو ا complex layer انه يبقى كثنين真قص اتنين فرافير يتخلواهم مع بعض ومت يريدو الله ايضا فعلى الله اماذه يعطي حمادة الطوتو يتخلوا مع بعض لدي حمادة وطوتو يتخلوا قبل انا مش هقولك انه يبقى صوت ضعيف لأن حمادة وطوتو وطوتو هفتخ lasts طتو ان شر حمادة وطوتو وكيفتخوا presidente احذر متعerme رايف خيار كانت باهية جاي ده مشاب بس مش صوت جميد اوي? ولا اية يا جماعة Oraf عملي بالضعيف اوى وسماه الخصائح لما يقام يقولون لك رامبلنج يعني ايه رامبلنج رامبلنج صوت متقطع صوت متقطع ليه افتاك لأ حمادة توتو. حمادة انشاءت توتو ايه يا جماعة? هبدو على الارض. يوم توتو الاول بقى يقوم وينفض ودوق وبعدين يوم شايت حمادة يا جماعة. وفضلو عامل لك قلق كده الوسط متقطع. متقطع يعني ايه بقى? اللي هو عارف لما ديه بمناسبة الازازة المنكر اللي انت بسيكها دي. عارف لما هي دي بالزبط والله. بعد ما اتخلصها هات ازازة المنكر دي وحط فيها مية. شوف العنوك بتاعها دي اكده. وبعدين كوبها اقليبها كده. هل المية بتنزل مرة وا واحدة ولا بتنزل بصورة متقطعة? روح اعملها النهاردة في البيت وهي بتنزل كده. قولوا هو ده الرامبلينج. هتها صوت بتنزل زي باب 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 باب. صوت متقطع. تعرف كلمة رامبلينج اصلا. يعني ايه باللغة العربية الفصحى او الانجليزية الفصحى? رامبلينج اللي هو صوت عارف انت لما تقول جاب توبة وربيها من فوق جبل. بتنزل ازاي? هل بتنزل منحجرة كده? لا. لا بتنزل تاك 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 تاك. فعشان كده يسموها ايه? ش تاك 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 تا كم في بداية ستول نحن يسألين صف تتاقية الخمسة يتخلق مع صف حمادة وتوتو حمادة بيقول له ايه اخد شوية ما تقدرش ده انا بدايق لك العملية يا عم خد وعادين حمادة وتوتو فالتلع صوت عمل ازاي بقى تقم تسمع صوت متقطع متقطع يعني تسمع كده اللي هو حتى بعض الناس يقول لك صوت الطيور تشعاف ايه كده اللي هو صوت ايه يا جماعة او صوت مكنة الخياطة انا بحب الحاجة اللي هي صوت متقطع يعني يا جماعة صوت طوبة لما ترميها من فوق الجبل او لما ازايزت المنكر اللي معاك تقم قال ليه بقى كده فهتلاقي بقى او شوية اللي معاك حتى كوبهم كده هتلاقي صوت جينز فالمهم ده كده اللي هو ايه اللي هو الصوت الرمبل يبقى عم بنا ما هيجي يقول لك الكاركتور المتحفظهش بقى انما في الشافوي حتى لو انت ناسي فكر مع الدكتور في الشافوي بصوت عالج ما انت مش تبقى حافظ يعني قل يا ابني قميلك بسرعة قل قل شوف يا دكتور وحط ايدك على ايه يا جماعة على كده وكلا قل شوف يا دكتور هو الموضوع رح واللي جهي اخناقة ما بين ايه ما بين اتنين عندك الليفت اترم والليفت اثناء ايه يا دكتور يموه يقول لك اثناء الدياستور اثناء الدياستور بيبقى الضغط هنا كمي يقول لك بيبقى خمسة يا ابني قل له مظبوط طب الضغط هنا كم صفر قل له دول يعتبروا حمادة وتوتو انا مش حمادة يبسوا ترمبلي يقول لك طب ايه يورتك ريجج قل له هنا الضغطي كام اسناء الدياستور ثمانين لما هنا صفر واحد قوي مع واحد ايه يا جماعة مع واحد ضعيف بأن انا لو نفختي فيك ايه اطيار بس كان هو كمان يقول لك وانا لو ايه يا جماعة انا اطيار فهي المهم ده كده اللي هو ايه يا جماعة اللي هو اللي ايه اللي اسناء الدياستور ما هو بي بصطرفها ازاي ما هو اوورتك ريجج يبقى ريججي وهو بقفول انا مفتوح مقفول طب هو بيتقفل امتا في الدياستور لو برضو مطلق بطم وفي السلسول بيفتح عشان يداله قدامه يبقى في الدياستور بيتقفل فهو بيبقى مقفول في الدياستور فتشوف الضغوط كان وتشوف الخناعات ايه فده كده ايه يا جماعة الكاركتر يبقى احنا قلنا صايرت وقلنا اعلى مكان تسمع فيه الصوت وقلنا كمان ايه يا جماعة الكاركتر ندخل بقى بعد كده نتكلم عن ايه نتكلم عن البروباجيشن بروباجيشن يعني هل المرمر ده والكلام ده بتعصينه في العمل بقى انت سمعت المرمر لكن زيه زي حتى اي زلزال في الدنيا بيبقى ليه مركز لكن بيبقى ليه ايه برضو يا جماعة بالضبط عشان كده فيه بروباجيشن طبعا انتو عارفين ان الميتراريستنوزس بيبقى ماله وعشان كده ده خبر حلو خبر حلو خبر وحش خبر حلو مالوش ايه يا جماعة هو بس بيتسمع عند الايبكس وخلاص ليه بيبقى لوكالايزد انت عارف احلى اجابة تسمعها هي ايه احلى اجابة وليه بقى دفيوس يعني ما يجي في شافة ويقولك هو ليه الميتراريستنوزس بيبقى لوكالايزد على الايبكس بس والله احسن اجابة وما يقولهاش اللي الطالب فعلا يفاهم اوي يقول له دكتوره وليه بقى دفيوس بس كده كل اللي حصل اولا الدم ماشي في مصره الطبيعيش مفيش اي حاجة تغيره كل اللي حصل ان الدم بدلا ما ينزل كتير نزل ايه يا جماعة فعمل بس صوت في الحتة دي بس وبعد كده اكمل في سلام وفي امان وفي اطمئن صح ولا غرض فهي المشكلة الوحيدة حصلت فين في النقطة دي فهو كل اللي حصل مفيش ابنورمال بلاد فلو هو كل الدم ماشي في مصره الطبيعي بس جاء عمل ايه؟ لغط كده وهو معدي بالميترا الفلف الدايا فالميترا السنوزيس بيبقى لوكالايزت طبعا ده خبر واحش برضه لان في الامتحان لازم انت مطالب عشان تسمع الميترا السنوزيس حلو لازم تحدد مكان الايبكس بالزبط معي وعشان كده فاكرين لما اقولت لكم انت لا تحاسب على التشخيص انما تحاسب على التكنيك فاكرين لما اقولت لكم كده هو الراجل بيقوم رابي لك سماع في الامتحان ويقول لك ايه في كلمة واحدة اسكرتيت ظهرت اسكرتيت بس كده هو بيشوف ايه يا جماعة وما يموش انت تسمع ولا انت غالبا مش تسمع حاجة والله ما هتسمع حاجة وان بحرف اللي ولو سمعت مش تبقى عارف اللي انت سمع باقي يعني هتبقى سمع زي اي حد في الدنيا وحد تسمعته ومش اطرش هيسمع انما سمع ايه مش تبقى عارف طب هو ليه بيقول لك كده ده ما الدكتور عارف المعلومة دي انما بيشوفك هتمشي بالخطوات صحة ولا لا اول خطوة في الاسكرتيشن تعمل ايه يا جماعة تاخد السماع لو واحدة فلق تحطها حولي ريابة الدكتور قوله اللي افضل وقت كده خلي سماع معاك وطلع مكان ايه يا جماعة الايبكس في الاول لونا سمعت على طول فيه بقى طالب يدخل يعطي هو بصف الامتحان يعطي الحطاء وقعد يسمع وعمل لفسه وحطه على بطن العيال وعلى الامبلايكس وبعدين نحطه هنا وقعد يحطه في ايه قد وخلاص وهو ايه يا جماعة طبعا ده هياخد صفر حتى لو قالوا التشخيط صح لان غالبا هيبقى عارفه انما فيه طالب تاني والاول يطلع مكان ايه يا جماعة حدد مكان الايبكس خد بالك انما تحدد مكان الايبكس مكان الايبكس في المسرحية اللي احنا عقلناها الخاصة لفاتت اولا ان انت تقدر تطلعه سهلة ومنها كمان انت استنفزت كم دقيقة حاولي مثلا ثلاثة اربع دقايق لان اخد بالك انت دايما بقول انت اصلا في الشفا واول عمليه في العملي بالزيد الدكتور مش هيقف معاك اكتر من عشر دقايق ده ده اللي هو ابو لاهب ده ابو لاهب اللي هو فراغ عطيفي رائيب واللي هو بقى الضمير حياتي اخر عشر دقايق شطرتك تخلي العشر دقايق دول يعدوا على خير ايدي ثلاثة اربع دقايق بقى تعالى سينا كده شمال ايوة منضوع والكلام اللي هي يا جماعة اسأل سؤال للفلاسفة بس ايش معنى الايبيكس اللي انا بحدده طب انا بسمع في الايبيكس والترايكاسبت اريا والاورطة واحد والاورطة طين والبالموناري ايش معنى الايبيكس هل بقى هو في واحد بقى تلاقيه دحك الناس علينا بقى بتعمل ايه انا بطلع مكان الايبيكس هده وشوية بطلع مكان شوية انا بطلع مكان انجي شوية بشوف الاورطة والاورطة ايه يا جماعة والسكن لا انا بطلع الايبيكس بس لا انا بطلع الايبيكس هو الحاحب هو الوحيد اللي ممكن ليتغير مكانه المرض اللي عنده يعني لو انت عندك اي مرض retrou بديèn المرض الكبد هتتغير المكان يتغير مكانه هو ايه ولا يا ايبكس بالمناسبة هو الامونارجيز يخرج الامورد شفتت او تورد او تورد بس المهم يعني فانت بتحدد مكان الايبكس وبعدين تحط سماعتك حلو الكلام؟ في الميتر الاسنوزيزي على مكان السماعة بس طب الميتر الريجيرش كله يا جماعة الكلام ده عمل ايه على فكرة؟ وعلى فكرة في العمل بالزات اكتر بالنظري معنى ايه يا جماعة؟ في النظري انت ممكن وتعاد في الامتحان انت بينك وبين نفسك تقدر تتصرف في اللي بيعرف يفتكر يبص في النسامة كرة وفي السعف في اللي مسلا بيطلع برشام يفتكر بيه في اللي ياخد معلومة من ايه يا جماعة عوانه على البرو قطاع يعرف ايه معلومة من جنبه لما انت في العمل انت الوحدة وقدامك ابو لهب وجنبك مرحوم بتمتحن عليه فلازم تبقى المعلومة حضرة وسريعة وبسرعة في العمل كلا لازم تبقى على طول ايه يا ابن بروباجيتت فين لازم تبقى فكرة فامله فلما اقول ميتر الريجيرش بيسمع فين ده المفوطة اللي على طول اجزلة لو جبت الليمبي قلت له الميتر الريجيرش بيسمع فين؟ هقولك في الاجزلة شوف لو جبت الليمبي وقت لعب له كامل واقف له برضو يا لمبي بيسمع ناحية الاجزلة مع اي واحد في الدنيا الراجل اللي بيحتراك له له عشيشة هيقولك برضو هقولك الميتر الريجيرش بيسمع وانه المرمر يهو الوحيد اللي بتسمع على الابكس ويسمع ناحية الاجزلة على فكرة لدرجة ان في بعض الكتب يسموه سيلكتف مرمر المرمر الوحيد اللي تلاقيه على الابكس وسمع ناحية اي يا جماعة الاجزلة بس دي معلومة كل الناس عفنها لكن لما يقولك الميتر الريجيرش بيسمع فين؟ ايه الاجابة اللي انا عايز اسمعها بقى؟ قبل ما اتجاوبوا ايه اللي انا رسمو ده جميعا؟ ده ايه؟ الميتر الفالف والميتر الفالف كان ضلفة؟ ضلفة كبيرة كده ايه ام؟ اللي احمد مغفر انتيروميديا وديه اللي غالبا المتفوض ايه وفي ضلفة صغيرة اسمها بوسيرو ناتيرو معاي ولا مش معاي؟ اهو لما يقولك هو بيسمع فين الميتر الريجيرش؟ قوله على حسب يقولك على حسب ايه؟ انا ما معرفش بسوء على حسب على حسب ايه؟ قوله على حسب ايه؟ هل انتيروميديا ولا بوسيرو ايه؟ لو الانتيرو شوف اللي بتاعبها انتيرو طب بيسمع عن كتير اجزلة ده بالممطق يعني؟ طب لو البوسيرو اليادي يبقى بيسمع انه هو اي حتة في جسمك بحرف البي اي حتة على فكرة بحرف البي هتلاقي بيسمع عن الكتير اي حتة بحرف البي طبعا في المنطقة دي اللي هو ايه زي ايه مسلا؟ يسمع ناحية البيزو في زهارت يعني يطلع لفوق اه يطلع لفوق يسمع ناحية البيك او ممكن يسمع ناحية البيك بحض شفتوا بقى جماعة؟ يعني لما تسمع مرمر هنا وبيسمع في ظهره يبقى ممكن يبقى ميتر الرجاج كما هي لانفوتة؟ البوسيرولاترر البيميلة بس هو احيانا البوسيرولاترر هي لانفوتة مين يقول احيانا ام Takara احيانا؟ تلاقي البوسيرولاتر هي اللانفوتة ودي بتحصل كتير امتة؟ مين يقول في MI ايوة! في MI بس امتة؟ لو كان مين الذي تفت؟ Left corona ولا رايد كوروناري؟ مين اللي بغزى البوسيلولاتري راييد كوروناري الأما الريت الكوروناري هو اللي تصد طب هوا عصاببت qualitative Next عارفين اللي بي مين المسؤول او mentally بيه لان هو يغز ya اللي مت έχز lâter 吗 باي لکوردا على الركسان عشان الريت الكوروناري هو اللي które دايما هتلاقي عنده يبقى مين اللي بتفوت بوسيلولاتري فاتلاقي بتسمع فين يسمع في الباك او بيسمع في يعني يطلع الفوق بس سمع ال أو التطنخ بي onlar تعمل ايه? يقل لي يقل لي يقل لي. لان لو كان بيزيد يزيد يزيد معنا كده ان عنده مصيبة في الاورطة. لكن انت بتتكلم ميتروريجج في الايبكس وبيضعف. انسان ده بتساني شافه ايه. يقول لك لو سمعت مرة مرة هنا في الايبكس وبيضعف كل شوية. يبقى هو ايه? لو انت طالع لفوق كده. قول لها دكتور يبقى ده ميتروريججج بس مين الدارفة اللي بازت? البوسيرولاترار. تقول ليه المعلومة تي مهمة? اقول لك او مهم عشان الام سكيو. ومهمة كمان عشان الحياة وعشان ما امتظارك في الاي سي يو تصدق استانوا، مستان على عائدي علي تقول ليهى داهاي يانش. مهمة جدا المعلومة دي عشان الاي سكيو. مهمة جدا عشانك في الحياة وانت واقف اي سي يو. او الله اجم بجمه. فالمهمة ده عشان كده يقولك ايه? طه مهمة وانت واقف في الاي سي يو. عارف انت الكلام ده مش موجود في الكتب على فكرة. بس دايما لو لو قف ايه ياخد بينه خصوصا الاستاذة التبرر من الـ 1950 جاءب تلاقي واحد عنده سبعمئة سنة اللي هو بقي فيه يا جماعة اللي هو شعره بقي فيه عش غراب كده اللي هو ايه بدأ ايه طلق افضة اللي هو خلاص بقى اللي هو خلي الجوه الـ ICU الراجل ده تبين تقعد في الـ ICU جاء لك المرحوم عنده ميكارد الـ وبعدين الراجل بتاع الميكارد الـ مندوح يقول لك يا دكتور وانا عندي ايه يقول له ميكارد الـ مندوح هموت بسبب الام هوا يقول له ان شاء الله ممضوح اتنوت بسبب الميكور ده رفعش. يقول ممضوح وده حقه. يقول لك هو انا مين المزدود بتضغط ليفت ولا رايت. تدونه على مينة تقول له ممضوح معرفش الاي سي جي ولا هيقول كمان شوية. نحن نشوف في الاي سي جي وهنعرف انت ليفت ولا رايت. يوم بالاستاذ الكبير ابو لقب اللي بقناها في تسعمائة الخشب اللي عنده سبعونية سنة. يوم جاي يوم عمل لك سماعة كده في وشك. يقول لك تقع كده شير رجلك كده. وبعدين يجي يعمل ايه بقى? يوم حطت اي يا جماعة السماعة هنا كده. اسبع بقى يعمل ايه? وبعدين يوم قلب العيان او ما اعادوا كده حط سماعة فين? على ظهر العيان. وبعدين يوم دحكة رقيعة متطروجة ارجاء المكان كله. وانك على فكرة درية كورونار ياخد ضعطه اي يا جماعة? ويمشي. ومي يجي الاي سي جي تجي تبص تلاقيف على الراية كورونار. تقول انت تعمل ايه? تجري ورا الاستاذ ده. يا دكتور يا دكتور ينزل وبعدين ياخد عربيته ويمشي تقول انت تجري وراه والبالتو ايه يا جماعة? ايه في الطابة العربية عبرتو ويسحفك وراه وكل دايش يتعرض. وهو يقعد ها ها دي حكاة ايه يا جماعة. يجي برضو في المرة التانية نفس الحكاية. برضو انت تقول ليفت ولا رايت انت مش عارف مستاني الاي سي جي. يوم هو يجي برضو يسمع وبعدين يوم حط سماعة فين عالضهر او يوم طالع كده وبعدين يقول ده على فكرة رايت كورونارش. انت من غير اي سي جي ولا حاجة? من غير اي سي جي. انت عرفت منين يوم برضو دخان سجاره ايه يا جماعة? ينفخه في وشك والدخان كده عليقه برضو ما يقول لكش. لحد ما انت تاخد بالك وعارف مين? عارف مين? حط السماعة هنا. وبعدين حطاها على الباك فطلع هو ايه يا جماعة? ما بتخلي بين وبينك منظرك حلو في الاي سي او. يعني ان انت برضو طيب هو يفكير اقصي العينين وبرضو الدكاترا والمرضاء. انت ايه? ده على فكرة رايت كورونارش. يطلع كلامك ايه يا جماعة? يطلع كلامك صح. فتبع منظرك ايه يا جماعة كويس. فيبقى اذا نفتكر بقى انتيرو ميديل بيسمع رحية الاجزلة. معايا? وبعدين بيسمع رحية الاجزلة. واضح ولا مش واضح? طب ده البروبا جيش. طبعا الاورطة. ايه? لا لا اخد بالك. وانت رايح لا بيقل? اخد بالك لو الصوت استنوا يا جماعة. لو انت حطيت سماعتك هنا. وانت بتطلع فوق ليه تصوت بيعلى? يبقى ناسب جدا المشكلة مش في الماء يترقى اصلا. ما هو اسخد بالك لما بيخسر زبزال اولك الحال. حصل زبزال نقول في مين? في قطر. ونخلص بقى. فالمهم ما حصل زبزال فين? في قطر. هو ممكن يسمع بس هيبقى اقوى فين طبعا. بالزبط في قطر. انما هيسمع هنا بس هتلاقي بس ان هو ايه? تميلنا كده. انما ام ايه يا جماعة? هتنيلوك ستين يولا هتقل البلد كلها دواء كلها دي كده. فالمهم عشان كده ايه يا جماعة. فهي دي الفكرة ان انت بتتكلم عن ايه? مركز الزبزال هو ده اقوى مكان بتسمع فيه الصوت. بس كده. طب فيه سؤال تانجي. واحد عنده طبعا اورتك سنوزز بعرف كينها في العملي. بروباجيتت لمصر كلها. عارفين طبعا اقول اورتك ريجرجي عارفين برضو بيسمع وبيطلع ليا يا جماعة. للرقبة كلان ده عرفينه في العملي بس انا حدت بس اركز على ايه? النقطتين دول. تاني عشان ما انتوش. الصيد. صيد. سهلا. طب الكاركتر. قلناها على حسب الخرائق ما بين الاتنين اقوية ولا واحد قوي واحد ضعيف ولا اتنين فرافير. طب بسرعة. صح ولا غلط بسرعة? صح. اظن ما عودش اتفكر. ولا بقى تقعد بقى تفتكر لان انا عارف اللي بحصل في الشافة ويقولت لكم بارك. هو هيقول لك يا راجل بس. يا راجل. باب 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 انت بتقول ايه? لا دكتور اناس. خلي العين اخد نفس يا مامدوح. يا راجل. اه دكتور دانا اللي بطلع نفس عشان اسمع كويس. يا راجل. ده اخد ايه? لا مش عزين كده بقى. يا راجل يا خلاص خلص. اي صمام في الشمال يبقى بيزيد بالاي يا جماعة? في اليمين بيزيد بالايه? اخد بالاك تعارف ليه طبعا. ليه? في الاول. ليه في الليفت? اه لا لا ما سيبك واحد من انشاء اللي بطلع. انما هو في الشمال دي اجابة تجاوبها في الامس كيو بسرعة عشان تجاوب بسرعة. او بزبط? لان الهوى بيطلع فيصبح الصوت اقصر نقاءا وصفاءا ووضوحا. وايه? وبهائن. وبهائن. نقاءا وصفاءا. انما اخد بالك بقى. ليه في اليمين بيزيد بالانسبايريشن? طبعا عشان الفينسر تيرن بيرجع. بيعد على اليمين ولا الشمال? على اليمين. فهو عشان كده. طبخش بعد كده بقى الحتة المهمة الطايمينج طبعا قلناها قبل كده. قلنا الطايمينج اللي هو بطريقة البصماجية وعنا فكرة نقوله بطريقة تالتة بس هوانا في طريقة رأسية. يعني تبقى حترات طرق. يعني لو لسه ما تعرفش الطايمينج يبقى احنا من هربك بقى. يبقى احنا كده خلصنا المرمر لكن خد بالك. الحصة اللي فاتت انا قلت المرمر قبل ما هو ايه? عشان ظروف الحصة. انا عايز ابدأ الحصة بالاسكالتيشن. طبعا الاسكالتيشن كلكم عندوك فكرة برضو مين? في العملي. اكيد بقى في الراوندات وانتو بقى لكم اكيد تلات سنين بتاخدوا بطلة. فعارفين الاسكالتيشن بس انا مقدر ان انت اكيد اول ما بقول اسكالتيشن. وخصوصا بقى النورمال هارد ساونز اللي انشراحها دلوقتي اول ما بقول نورمال هارد ساونز بتحس ان انت ايه برضو جماعة؟ مقبوض. قربك مقبوض كده مستعلمي. اللي هو فيه يا جماعة. قربك مقبوض لاني فيه زكريات مريرة قليمة مع النفس. سمع الفرس وقالها طب الساكن. طب اللي سبليتين. طب اللي مش عاف سمع وانك هيعد كده في الغيات. عشان كده الاوسكالتيشن بصوا جماعة. اولا بادئ زي بدنا. النورمال هارد ساونز اللي هما ايه. فرست والساكن. فقبل ما ابدأ اتكلم لازم تبقى اعرف. والفرست معمول دي مين? وقد الرسمة بتاعتهم عالده ايه? الفرست. وده ايه? ده الفرست. الفرست البعدي مش كل مش هنفضل طول السنة نفس الاشتغالة. تطيبين اولا بماية على فكرة ما بشوفكم والله فعلا بحس ادي ايه الدنيا لسا بخير. مش كده ايه. ده الفرست. وده ايه? الفرست البعدي الساكن ده. وده بالمناسبة السستون وده الدستون. هسا السؤال واضح جدا. هو طبعا قولنا قبل كده. مفروض اول ما تشوف الرسمة دي تفرح ولا تزعل. تفرح ان السستون اقصر من ايه? الدستون. ليه ربنا سبحانه وتعالا عمل كده? طبعا. ليه جد في صلاحنا والحركة دي? عشان تقفل العمش. لان لو كانوا الاتنين قد بعض كان زمانك قاعد في الحياة. تصبح صوت كده. بقى ميني بقى لو عرفت فين الفرست وفين الساكن. لما احمد ربنا و انت بتذاكر. قل الحمد لله. دعني الصوت كده يبقى عمل ازاي? شايف شايف الصوت? فاول صوت تقدر تطلعه. اللي هو ده الفرست يا يا جماعة. اول صوت في القبل ده هيبقى الفرست والصوت اللي بعده يا جماعة. اصفي بعض الناس يقول لك يقول لي نا انا قدر اطلعه. ازاي يا ابن? يقول لها اصر فرست لب. لما الساكن ده ضب. صحكم؟ يا عمدوا يقولون ايه ده. اول يا عمدوا يسمع صوت يا يا جماعة فرست ساكن اللي هو لب ضب. ده ما افقق ايه? يحط سماعت يسمع ايه? فرست ساكن. فرست ساكن. فرست انت رأس كده بقى. فهو انت احمد ربنا من السلطوب اقصر من الداستون. عشان تقدر تطلع فين الفرست. بس هو مش ده مش ده موضورنا النهاردة. هو الفرست معمول بني. معمول بني. قلنا بيقفل. مايترول بيقفل. وترايكاسبد بيقفل. ترايكاسبد و ايه يا جماعة? ومايترول بيقفل. بس هو لو كان الصوت كده بس كان هيبقى بينه بايه? بيترزعه. فايبقى الصوت عمل ازاي ده? بس الصوت ما ب بيبقاش كده. صوت بياخد برضو بيبقى يا جماعة لوب. واخد وقت شوان. اتعرف ساكندر ساوند بيبقى تاك. بب يترزعه خلاص. انما الفرست مش كده. عشان كده يقولك الفرست ميترول بيقفل وترايكاسبد بيقفل. ودايما وما يجي في المحنة كتب له كده بالزبط النفس طريقة. وحاجات تانية كتير. وقل له كده في شفا. يقوله ميترول بيقفل. ترايكاسبد بيقفل وحاجات تانية كتير. يقولك ايه يا الحاجات التانية كتير يقوله ما اه. لا بس يقوله ايه بقى. يقوله عندنا ايه دي القلب اهو هاضح جدا اه. عندنا ايه بيحصل في السستول. طب الكنتراكشن ده ليه صوت. والكنتراكشن ده بيقضي اليه ايجيكشن اف بلانت. والبابيلر يمصل لفسها برضو بتكونتراكت معي عشان اضمن ان الميترول اللي اتقفل. فعشان كده كل ده بيعمل صوت. عشان كده لما يقولك الفرست معمول بنين قل له الفرست معمول لان اهم حاجتين لازم تقولهم في الاول. ميترول بيقفل وحاجات ت تانية كتير. واستنى كده خلي دايما لشافة وبينجيب هون بتتنين. ما تقولش كل اللي عندك مرة واحدة. واقعد سكت. يقولك ايو حبيب ايه هي الحاجات التانية كتير. قل له انا سعيد انك سألت سؤال ده اسم. وانت سعيد انك سألت سؤال ده. يقول لك ايو ايه هي الحاجات التانية كتير. قل له ايه بقى. ايجيكشن اف لاب. كونتراكشن اف لفت فانتركل. كونتراكشن اف ايه يا جبعة. بقى بينا لي مصر. يوم واحد فيك وقمي اقول فيه ايه مش. يقول لي عشان كده بقى. عوض عشان كده ايه. يقول لي في الاطفال زمان كنا خدنا ان العيالة صغيرة بيبقى عندهم الصوت عامل ازاي? تيك تاك رزمي. شوف الفرس عامل ازاي? تيك. يعني بابين بيترزعوا. لان في العيالة الصغيرة. الناس بتاعه ايه? ضعيف على انه يعمل صوت. والاجيكشن اف لاب ضعيف او من او الصوت. عشان كده في الاطفال يبقى الصوت عامل ازاي? تيك تاك رزمي. انما في الكبار بيبقى عامل ازاي? لوب المهم من كل الكلام ده المهم الفرس معمول بمين اللي يهميني النهاردة ما يترى بيقفل ترى يترى بيقفل خلاص حاجات تانية كثيرة بيعرفها عشان او تسألش شاف او خلاص طب الساكند معمول بمين بقى حاجتين فقط او حاجتان فقط او ورطة بيقفل بلمونة لديه وعن تكرا بالمناسبة هانا اللي بيقفله مع بعض لا نعم اتلاقي مين الاول مين قبل مين ده مين وده مين ولا مين اللي قبل مين الكبير ده هو الاورطة وهنا البلمونة معي ولا مش معي فعشان كده لو انت حطيت السماعة على المكان الصحي اللي بتسمع فيه الاتنين الاورطة والبلمونة تسوع صوت عمل ازاي مش ترك تسمعه ترك ترك ليه ترك دي بقى طبعا ده لو تشعلبت في الامتحان عشان ما حدش اجمعه يخدعك تقول لك تعالى يا حبيبي انا سمعك شايفه وينز ازاي وشايف دا كلوس ازاي شايف البرادوكس بيبقى عمل ازاي يا ابني لو تشعلبت في الامتحان اقسم بيبقى لو تشعلبت ما تقدر تسمعه في الامتحان قولنا خاني العياني اخد نفس عشان تقدر تطلع كل كلام ده اي يا جماعة خيال عني وكلها اسرعليات اسفع من هنا وطبع من هنا انت لانت حاسب على التشخيص انت تحاسب على ايه وبينهم لك لو اي دكتور محترم وطالت دخله في الامتحان في اخر سنة قال له يا دكتور او برادوكسي كالس بلتنج ساكن دارد ساوند اقسم بالله لو دكتور محترم يديك صفر والله يدي له صفر بقى لان احنا بقى الزرده مكتير بقى مش الدرجات يعني برادوكسي كالس بلتنج يقولك يا ريه برادوكسي هو طبعا باصل يقوله كده ده حفز فعالة انه هو رحلة يا عمي ممدوح يا عمي ممدوح ماناش براكة اللي انت زبطه وانا هزبطك وماناش براكة اللي انت هو بديه فهو حفز الحالة اقول له برادوكسي كال ايه يا جماعة بس هو عموما عرفنا ان الساكند معمول دي مين بقى اورطة بيقفل وبالمونر بيقفل عايزي من العفق هو كل واحد باسمع ايه الظبط وباسمعه فين وإيه يزوده وإيه يقال له عشان تفهم الحتة دي لازم تاخد بالك ان الوسكالتيشن كله احنا عندنا فيه كم صمام في الحتة دي اربعة عبراف عليه اللي هو الميتر والتريكاسبد والاورطة والبالمونر هو الصمام يعمل صوت وهو بيقفل ولا هو بيفتح والباب بيعمل صوت وهو بيرزعب وهو بيعفل معي طب ما تيجي نطلع برا اجواء الطب وانا اتخيل منظر اكثر رومانسية وممكن يبقى منظر يشدكوا اكثر من الطب خاصة انا هتخيل ان انا في اوضة كده فيها اربعة انطفرهم اللي هم اللي بيعملوا صوت وعشان يبقى الكلام اكثر رومانسية برضه هنتخيل ان الوضة دي فيها مين بعد فيها محمدين قالوا كلام محمدين وفيها حسنين وفيها عواضين وفيها او كده ستة بغير دلوقتي وفيها ستة وفيها مين بقى عشان يبقى الكلام اكثر رومانسية الحيوية وفيها انش خد بالك بقى اوضة فيها اربعة طلفة طب خل المنظر معي ولا لا كل ما تدخيل احسن كل ما هيبقى ايا يا جماعة فاهمك اللي الموضوع احسن عزي تدخيل ان احنا في اوضة كانت في غرفة والغرفة دي فيها اربعة محمدين وحسنين وعواضين ومين وانش والن اربعة بيتكلموا وجيت انا همتوقف هلا كراء وان الاربعة بيتكلموا طبعا بحكم المعرفتكم بي مين اللي اسماعو يعني الاربعة بيتكلموا مين اللي انا اسمعو مين 皆さん عشان انا محترم مين اللي اسمعو ان طبعا كلهم اسمعو ان lain لان ما فروض ان lain بلو انت وقفت فى اي حتة فى القوضة تسمعهم كلهم معادة مين بقى فعلا معادة انجي بس برضو بحكم معرفتكم بيا الوسيلة الوحيدة فى الطب اللى تخليك تسمع انجي هي عيدة اني انسى اقفت فىين توقف جنب انجي معاي وانا مسمعها هي دى الوسيلة الوحيدة بس خد بالك بحاج وانت عقعد جنب انجي هتسمع صوت انجي اللى هو الرئيق البعايف صح؟ بس هنطول جمي انجي خد بالك هتسمع محمد دي راح تسمعون عوضين ولا لا؟ هتسمعهم برطة هم ما يسمعهم يفضل باقي لا ايو يا عامو انجي وبتاع وماشى ما ايو يا عامو صح ولا غلط؟ فازن ازن هسألكم سؤال للا قلت في الهوضة سمعهم كلهم معا ده مين؟ انجي ان الوسيلة الوحيدة اللي تخليك تسمع الاربع صمامات وهو ما بييفلهم ان اختون واي فوق مين؟ فوق ايه 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 فوق اي ايه لانشان بالزبط على فكرة ما احنا برضو عندنا ده اللي بيحصل هنا ميتران بيقفل الا ميتران اللي هو مين؟ ميتران جيبان محمدين او ورطة بيقفل او ضين معايونا مش بعيها بتتراه يكسبت بيقفل حسنا يا حسنا يا حسنا معايونا مش بعيها مين انش اصلا دايما بقول كلمة والله العظيم يا جماعة اللي مينكم عايز يبقى حاجة في الكارديولوجي واقسم ولا دم ايه بحرق في الليل اللي مش عارف المعلومة دي عمره مليه حاجة في الكارديولوجي بقى ما يعمل عشان ت تبقى حاجة في الكارديولوجي لازم النهاردة ترجع بيتك تبقى حافظوا جملة دي كويس قوي وتسأل نفسك سؤال ده لان سؤال ده مهم جدا مين انشي مين انشي مين انشي هل الميترال ولا التريكاسبت ولا الاورطة ولا البلموناريا من الصعود tror كلها كلكم كتبو بالعربي ان البلموناريا هي .. اي شي والله يا جماعة دي اهم مثالا انها تقالتنا يا رو الحال NASA ان البلمو لوتين ياطب شور ما هو شور ما زاد عمليهم ان البلموناري هي هذا الهالة كل ما وضع اسلامية عن ناس طو الوهله الكلام دي فإن البلمونري اريا هي ايه يا جماعة هي انجي بس ك... دي اي ايه دي عشان كده البلمونري اريا هيا انجي ينفع تسمع البلمونري اريا من غير ما تكون واقف فوق البلمونري اريا ينفع لا عشان كده مين يبجيب صفر Evolution 1 سانية تمش ساعدت يا جماعة تسمعه عن واحد صاحبة داخل الامتحار نجاب صفر من الاول 2 تسمعوا الحكاية دي ولا woran وتسهرب جدا تقول ايه ده هو في حد بجيب صفر من اول ثانية اصلي جيب صفر ده معلش لازم يتسيقل مثلا الخمستاشر كمانداشر سؤال ورا بعضه ما يعرفه مش عشان يجيب صفر انما صفر من اول ثانية اه صفر من اول ثانية ليه بقى عمل ايه بقى عمل ام داخل الانتحان اسمع ام سامع طبعا تقول ما بتخش بالفطرة بتحط سمعتك على ايه على ايه بس يوم الدكتور بقى شوف بقى السؤال تشوف ابو لها بيعمل فيك ايه عبولها يقول لك اخبار الساكندرد ساوند ايه يا حمادة تشوفوا براقة الاطفال فعيني وتشوفوا كده تقول ايه البراءة دي يقول يطبطل عليك كده ايه يا جماعة اخبار الساكندر ساوند ايه فانت طبعا ممكن بتبقى سامع خليك رخي مش قاة شافه على طبعا هو هو بيسألك كنت حطت سماعة لان في ده كدره بعملو كدره ببعملو كدره ببعملوش اخدين برمو يقوم سألك كنت حطت سماعة قمت شال سماعة برخيمة كده اخبار ساكندرد ساكندرد ساوند وانت بكون كده دي كم لان عشان احدد بتاع الساكندرد ساوند لازم اتقول حافز سماع مين الاورت انا سماعة في اي حتة الاورت ده انت رأى على فكرة احط السماعتك النهاردة يجرى لهونتين كده حط السماعة على الامبلايكة ساينتسمع على ورصة انما البلمونري هلا اتبقى سمعه لكايتسمع البالمونري فلازم تكون فوق مين بالبلمونري دي كده انا عياه انا مسمعية شان كده لما يقول لك اخبار الساكند وعلا فكرة معظر الدكاترا بيعملو كده فهم شوفك تفاهم او الا لا وهو عارف ان انت بشه تسمع الساكند لكن هو يقول لك ايه وانت حطت سماعة هنا اخبار الساكند ايه تقوم انت شال السماعة وميدلوه على مين وقيل له ايه. قل له والسكن ده برضو كنتسمع هنا. عشان اسمع السكن ده لازم اكون فوق مين? يقولك فوق ايه فوق البلمونر ياري. تقوم طالع كده ما اقولك سكن ده وحد سمعتك قل له دكتور السكن ده ما بتسمعش هنا. سكن ده هنا. في البلمونر ياري. طب العارفين البلمونر ياري بان طلعها الزيت. تقلت سمعتك وسمع ومثل انك بتسمع وانا بقول لك هو ببشرك والله ما هتسمع حاجة. هتسمع. اقول لك اصلا انت عشان تسمع حاجة يا جماعة انا ازل ديكو نصيحة. انت لو عايز تسمع فعلا دي. تعارف ايه دي الطلبة كتير اوي في سنة ستة تقول لك على فكرة وتلاقيه فرحان اوي انا سمعت وهتبقى دكتور كارديولوجي وانا حبيت الكارديولوجي وانا تلاقي واحد جاي يقول لك انا حبيت كارديولوجي اوي. ليه اصلا انا سمعت النهاردة ميرمر وفي مية الارسونوس وصبيت فرحان اوي. وحست ان انا من ساعاتي جاي لي مية رسونوس رهيعة من درجة بسمعه. يعني انت عشان تبقى دكتور كويس. لازم في الاول وده خطو على فكرة. انت المفروض تفضل في الاول من ثلاثة لستة شهور ده المفروض سنة. والله سنة. نورمل. كل يوم تسمع نورمل. واحد يقول لي وانا نورمل ده جيبه من عنف مصيبة ده. انت. انت. ما انت يا ابني نورمل وخد بالك التوليسة استنى اصلي ممكن على اخر سنة سنة على فكرة. اه ركو جنوك هتبقى طبوص. فانت من دلوقتي انت لسه في اول سنة ايا يا جماعة. افضل اسمع طول ستشور والله ما تسمع بنور مالخلص. كل يوم هات السماعة كده وانت نايم. جبتوا سماعات ولا لسه? جبتوا سماعاتون تنايم. ادفع لك النور كده. احنا في البر دلوقتي فايا يا جماعة. حط البطنية وتعلى من تحت البطنية ايا يا جماعة. حط السماعة على اي حتة. مش بقول لك بقى ميت ترول وبعدين. على اي حتة والله. بس مش على بطمك يعني على اي حتة في المنطقة هنا كده. وبعد اسمع. اي حتة. وبعدين بعد بتسمع. خد على الطبيعي. الطبيعي اللي هو هتلاقي صوت عامل زي. خد ودنك تاخد على الطبيعي. وبعدين تعالى والحادات على انشي. طبعا انت عافين تجيبوا انشي ازاي. حتة اللي برزة دي. بتقوم ايا يا جماعة. لازم في حفرة كده بس الشمال ما حيت الشمال. حط السماعة هنا. انا بقول لك هو الله العظيم. وانا بحلل في اللي. اول شهر ما تطلعني في فرق. يعني انت تحطها هنا زي هنا. مفيش فرق. بس عد اسمع. وانت بتاخد على ايا يا جماعة. بعد شهر. شهر ويوم هتبدأ بقى تاخد بالك. ان انت لما تحطها هنا بتصفع صوت عامل ازاي. لكن بعد شهر هتاخد بالك اللي هنا ايا يا جماعة. شاكل اللي هو ايه? لحاجة كده عاملة. انت عارف زي ما يقول لي يا ابو الفضوء. عارف الفضوء قبل ما عارف انت الحكايي. فاللهو حاجة هي دي هي بقى. واضح ولا مش واضح? فيقول لك عشان كده تسمعه فين بقى. اول ما اعمل كده وتلاقي تلاقي ايه. دي هتسمعها بعد شهر. وعشان كده اسمع نورمال. عندما بقوله والله كده. اسمع نورمال كل يوم. المهم بقى. ده السكنداردساون. يبقى ايزا لكي تسمع محمدين تقفين. بس خد بالك. فايحة. لا بس خد بالك. لو انت عايز تعلق على كلام محمدين بالزبط. لازم برضو تكون واي في جنب. يعني انا بسمع الميترrierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierier اللي هو اللي عايز تسمع الоворطة عايزة تسمع الاترائيكاسب وسأتسمع الورطة أصلا تسمع في اي حتة انما هو اللي مش هتتمعه بالفين عشان كرا قلتلك انش مش هتتمعه اللي لازم تكون فين في البالموناري فانو ما اقدرش على على تحديده الا فين نبدأ بالفير السارت ساوند فير السارت ساوند يلا بقى ايه اللي بيزوده بصوا بقى انا حاجة ايوه انا عايز بتبدأ انا عايز اتبقى اوه يا جماعة كلا عشان ما نتوش اصي العمل بيتوه على فكرة جماعة والاسلوب بتاع العمل اللي هو طوق الترمي كامل كارده بي لخبط مش بيجيب اوه لا تفضل كلا تحس ان فيه لود كبير في دماغك وايه عاد في الحيان اللي هو عاد بقت بصير كل شوى فساء لا احنا عايزين يا جماعة ايه اللي بيعلى الفيرس تلت حاجات تلت حاجات مرهم شونا هوا فعلا والله حتى لو مش عارفة بس ايه هم التلت حاجات ميتوار السنوز تاككارديا نودا طب ويه الحاجات اللي بتعمل براديكا اكسيط ويه بقى فيرسار ساوند الفيرسار ساوند امتى يبقى قليل يضعف امتى ميتوار جيرش وايه كمان وبرديكارديا هم السببين دول بس طب وبعد كده اتقول ايه الحاجات اللي بتعمل تكتبها مع الاتنين بقى حبة عالي وحبة واطي اللي هما التلاتة بقى الاريزمية لو انت فاكر شفتوا بقى يا جماعة بس كده ان هما يا جماعة الله يخليكم بلاش بقى شغل المذاكرات صفرة الوقت يجي تشوف عسان شوف حاجات منتو تلاقي كاتب لك ايه يا جماعة صفحة كاملة والطالة الداخل صفحة كاملة اللي هي ايه بقى ده اقعد يقول لك ايه وصور فايع يبنوا الفايع ايه هتلاقي الراجل واقف مخلوم بين الفايع ايه او هو يا دكتور بلعب ايكسار سايز او ما كل الحاجات ده عشان بتعمل ايه يا جماعة تاكي كارد انما مايترال سنوزيس تاكي كارد ايه اسباب هنودر رزق فاريابول التلاتة اللي احنا قلناهم الحاجات اللي بتعمل ويك فرس هارت ساوند قلنا اللي هما ايه يا جماعة رجيرجيو ايه كمان طيب طيب الضاب المايترال يعمل ايه عشان كنا يا جماعة خلونا بقى نهتم بالفالفرال هارتزيس موضوع من عرضها مايترال سنوزيس هعمل ايه في الفرس هيزود استثناء في حالتين بس هنقولهم كمان شوية هما حالتين ايه هما من أحكيد خدتوا كلام ده في العنش ايمن المفروض اللي عنده ماتر ال Term próxima حاتفيكوا عنده ماتر ال Termس تصوح عالصوطتي عملة زيه азываю طيب ايمن تلقى الفرس على ايه اولي طب امتى يبا الفرس قليل ؟ لو كان حاجتين او لو كان في ايه? ما هو لو حصل انت عارف يعني ايه? جبت شوية جبس وحطيتهم في المفاصلات بتاعة البيت. فهو انت بتقفله هل هيقفل بقوة? لأ لانه مش سلس فبديقفل بتقل اللي كده. فاطلاق الصوت ما يبقاش قوي اوش. عشان كده يا جماعة لو لقيت الصوت قل ده انت طرطم لاني معنى كده ايه يا ولد? معنى كده انه حصل الله يخربتك كمان بوحدة انت عندك كالسفكيشن. عارفت بلين يا دكتور انت عملت لأي كان عندك عالي دلوقتي قل شوية. فلانه قل او بقى نور مال حد. لان ده فيه كالسفكيشن. طب ليه دابل ميتران ليه يعمل اه? ليه ما بيعنيش الفرست? لما يبقى دابل ميتران. طبعا هنا في اجابتين. اجابة يقول لها الطالب المحدود اول اللي ماشي جنب الحيت. اللي ابدال اللي اجابة بيقولهاش واحد ايكيو امي بقى يعني. اللي هو تلاقي الطالب بقى داخل الشفر. ايه يا حبيبي طب ليه دابل ميتران ليه ما بيعنيش الفرست. اسمع الاجابة دي كده. حط نفسك بكار الدكتور اللي بيسمع الاجابة دي. دقى الطالب اللي اصفر يقول له ايه بتاع مزاكرات الصفرة. اقول لها دكتور اصل ميترار سنوزز ايه? بيعالج. والميترار يجلش ايه? بيوطي. يبقى يا دار ما دخلك. دي اسمها نظريت يا دار ما دخلك شر. ما دخلك شر. اول نظريت حبيبي بس جدا. طبعا دي ايجابة واقع. ويقولاش اللي طالب محدود قوي يعني. لكن الطالب اللي هنتريش بقى. هنتريش الطلب المحلق في اجواء القاعة. يقول ايه بقى? يقول ايه? ليه الدابل ميتران ما بيعاليش الفرست. فيه واحد بيعالي واحد بيعطه وكمان. ما هي دي حبيب الحبيب الحبيب ايه. اه. ما فيش طبير. كالسفكيشن اولا لك. لأ ما هو كالسفكيشن طب ما هو كالسفكيشن ده من الماجي. ده خلاص في ايه منها السبب. نقول دابل ميتران. ليه ما بيعاليش الفرست. اللي يقولي اللي جابة الانتراجية والله العظيم. ومش احمد موافي اللي برجع في كلامه. بياخد دي. او ناخد النزاز اللي انت جابها المنكر انت جابها دي. الميرمر بتغطي. ايوة. ليه بقى? هو يا جماعة ادائي. مش ده الفرست? اعم. مين يقول بتاع الميتر اريجير جي ايه كده? ميرمر. انتوا نفسوكوا بتقوله بان السسولك. ده انت المفروض انت بتقول بان السسولك? تقولولي سامحنا ده. ورحنا زي ما عرفناش كده. بان السسولك يعني ايه? يعني ميرمر بنقل السسول لك للسسول. يعني كل دي فيها ميرمر. ان الميرمر عمل مسكينجل مين بقى? بيرفير الصار سامت. عشان كده انا بيقول لك ميتر ارسونوز اسمع ميتر اريجير جي لسوط ما بيتسمعش وما بيعاليش ليه? قل له قل له كده انا عايز ارسم الميرمر بتاع الميتر اريجير جي كده. والله يخليك كده فعلا. واخسر كل حاجة بسيكسب نفسك. احسن من ما تكسب كل حاجة وفي النهاية ايه? تلاقي خسران نفسك. قل له دكتور ارسم الميرمر بتاع الميتر اريجير جي كده. يقول هم يرسموا. قل له خدت بلك قل له كفاية. خدت بلك بتارسل من ايه? بان السسولك على الفيرسط. عملت موسكينج للفيرسط. شكل الطالب الواعي يقوله لان انا الفيرسط ساوند از موسكت باي ميرمر اللي هو بانسستوريك ميرمر وميتر اريجير جي. انما النظريت حبايب بقى واصل ايه? فيه نظريتين اللي هي نظريتين اي كو شمبانزة تلاقيها ديورج. اللي هما ايه يا يا جماعة? او اصلا دكتور ميتر اريجير جيش فالباب بيفوت. فبيفوت يا دكتور عارف اللي بواب اللي بتبقى وتلاقي الطالب عاج بيشارح يقول لك كده. عارف يا دكتور اللي بواب اللي بتبقى موجودة في الفناديق الكبيرة والموليات اللي تقعد ايه? تلف كده. ودكتور هي الشغلة طبعا اه يا حبيل اللي بتقعد تلفه او بعدين. اللي هو ايه? انما تقول له موسكت باي يا جماعة. باي ميرمر. بس هنا. طب حد يقول بقى. الميتر ايه الحاجات اللي بتقلل الفيرسط? ميتر اريجير جي. ده بالنسبة للفلفر رهورتزيز. يقول في الامتحان تلاقي بواقف لك في مش شافهاش. المرافع نظرته كده ونافعته خانس جارفوشك ويقول لك ايه بقى? يقول لك طب اه قولوني يا جماعة طب ايه يرطي ريجيرجي يعمل ايه? يعمل ايه? اه يعمل. في الفيرسط? في الفيرسط? اه متخطر كلام ده في رمش? اعرف احسن الاجابة تقول له ايه? يقول له يقول لها دكتور انا بتكلم عربي ولا هندي قل له كده والله يا جماعة انتم ليه مش بس اقول له انا بتكلم عربي ولا انا كلم يا دكتور واضح مش واضح. بلاش يقول العربية ولا هدى عشان ما ده. قلنا انا دكتور الكلام هو واضح ولا مش واضح. انا قلت لك اتنيلت قلت لك ان في تلاتة بيعمل فرزة. وفي اتنين بيقلل له الفرزة. لو ده بقى ميزة تما تبقى مسك يا جماعة. خيوط اللعبة في ايدك. مش عاد طال انتية. ديورتك رجاجش عادت بصير في سبع سنة يا دكتور اوورتك رجاجش. او بيعال. لا لا استنى بيعال. اللي هو هو عاد بصص لك بس. وانت تلاقي طالب عمالك يا جماعة. بيعالني. لا بيعال. لا انت تقوم اييله يا دكتور. انا بتكلم عاربي ولا انت. انا بتكلم عاربي. انا جبتي سلة ام الاورتك رجاجش. طالع بقى. اطلع منصول الوقت اللي معه بقى. اول لا طالع منطلق فعلا. انا جبته ام سلة ام الميترة رجاجش. انا جبت سلة قصدي الاورتك رجاجش في الموضوع. يقول لك لا يا عشان. وما تمشيش والله يا جماعة. ما تمشيش غريب مع زل لك فعلا. ناسف يا ابنه كده. وبعدين يوم سألك سؤال اللي بعديه بقى يقول لك ايه? طب اخبار الاورتك سنوزس ايه. انا بقى من رأيي. والله العظيم يدور الالمين ودي. والله ده من رأييي بقى. واخسر كل حاجة فعلا بس اكسب ايه جماعة? لانه برضو ما جبناش سلة ايه? كل الحاجات ما جبناش سلة. معايق واضح ولا مش واضح? واضح. خش بقى بعد كده على بقية الساكندارت ساوند. مين اللي بيعاليه? فاكر لما احنا قلنا ليه سببين? ليه بيعالي السبب الاول? اولا التفسير الاول. تفسير الاول. من انت لبا بيكون عندك عارف انت النهاردة لما ترجع بيتك. هل بتفتح الباب على اخر عشان تدخله? لا. بتعمل ايه? تكون فتح الباب على قدك وفتح جرقب برجلك ده. بيعمل صوت. صح? طب لو الباب ضيق. مين زكي باي يقول هتطرر تعمل ايه على الباب ده يعني. تطرر تفتحه على اخر? ولما تفتحه على اخر تنتيجي برضو? واعمل التجربة دي النهاردة. وام تعالى بيع ارزعه من اخر كده برجلك هتلاقي اعمل صوت اعلى من ايه? جربوه الله نهاردة جماعة كلهم. افتح الباب نصف فتحه وارزعه. وافتح الباب على اخر وارزعه. هتلاقي الصوت طبعا على كلما باعد الباب كلما زاد الصوت. صح ولا? فاول ميتر يا سونسكي. انت هو انت فاكر ان الميتر الباب بيفتح على اخر? لا هو بيفتح بس شوية كده. معيك? ولكن لما يكون دايق يضر يفتح الاخر. ده تفسير. فيه تفسير تاني اكثر وضوحا ان انت كلكم عارفينه بقى اللي هو ايه يا يا جماعة. ان عندي اصلا الفلفة بفروض بيفتح كده. وبعد ما يفتح في الداسطول يفضل الليفت بنتركل ايه? يتميلي دم. وطول ما بيتميلي الفلفة يفضل ايه? عوامات. تفضل تطفو 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 تطفو. وبعدين يجي الليفت بنتركل اللي ينقبط يكون بقى خلاص الدلفتين ايه يا جماعة? الرابع هو يبتقيهم ويعملوا صوت. لكن هنا الدم اللي نزل اصلا لان فيه دم اللي نزل ايه يا جماعة? قليل. فهو الفلفة هيبقى ايه يا جماعة? وهو بيطفو مش هيبقى عالي او كده منسوبه هيبقى ايه? تحت شوية. فالصوت يبقى اعلى اوش. ولهزا لما يقول لك وليه بيعلي الفرس يقوله التفسير دور? قل له لان الميترال الدلفتين ويبقوا لسه تحت او يا نصر. يقول لك تحت او ايه? قل له الصدام اللي نزل في الليفت بنتك اللي ايه? قليل اوش. وبعدين بيقول لك ماشي وايه كمان? قل له التفسير بقى اللي انا اطول. قل له دكتور انت بفتروح البيت? بتدخل البيتك بتفتح بالايه? بالمفتاح. بتفتح الباب على اخر والنصف افقى? ممكن يبقى اخذ يورك على اخر. قل له ماشي. بس. او ما ممكن دكتوري يبقى من تحتول ايه فايوم ايه مرخم عليك. فالمهم دكتور كده اللي هو ايه? الميترارسونوس. طب قلولي بقى يفتوح العمل يا معمولين. ايه اللي بيزود? تابنرس البسنة برضو كده تباقات حظامنا? وده الاورتة قاضي البنمرش. معايا? احنا? ايه اللي بيزود السكنت? اخد بالك انا في السكنت رسمت ميني? الاورتة قام بنمرش? ايه اللي بيزود السكنت? في كلمة واحدة انا عايزوا كلمة. كلمة. تقول لي كلمة نصطبيع مليون سمكة. ما دي مش كلمة. ده سبب من ضمن كلام. ده سمكة تبتديني سمكة. انما ما عايزوا كلمة خلينا اقالي في ريول حاجة. اي حاجة. بتزود الدم هنا او هنا. تزود الدم في الاورتة او في البلموناش. قول بقى انت ما مليون سبب. بيزود الدم زي ايه? قلل في فقه. بس اهم السبب طبعا هو ايه? بس ايه القضية في السكنت ان انت مش بس. طب و ايه اللي يقلل بالمناسبة? ايه اللي يقلل السكنت لما الدم ييقلل هنا او دم ييقلل هنا. يعني مثلا الناس اللي عندهم اورتكيستنوزيس. فالدم الخارج هنا هيباين. قليل. فالتلاح السكنت ده ساوند قليل. شوفوا بقى ده دافل اورتكستنوزيس. اسأل سؤال كلكو هتغلطو فيه مش تدخلتو كلام ده في العملي. ومع ذلك انا واصق ووصيق. عارف ووصيق انه كلكو هتغلطو. مع اني داخلتو في العمل. في اورتك رجاج. وبسرعة. بسرعة اولا. اورتك رجاج بيعمل ايه في سكندر تاوند. وتخيل كده انت وايه في اخر سنة مرحوم نايم جنبك. وابولها بيسأل. طب اولا اورتك رجاج بيعمل ايه في سكندر تاوند. بيعمل ايه? في الاورتك رجاج. هزيكيه بقى ثقة. اخر الكلام عندنا في الاورتك رجاج بيعمل ايه في سكندر. يعلنه? يزوده? نورمل زي ما هو? يزوده. يعني او زي او نورمل. يعمل ايه? ان الاورتك رجاج بيعمل ايه في سكندر تاوند. نورمل. ليه بقى نورمل? على الرغم ان ده ضد المنطق على فكرة. يعني انت المفروض. اما ما نجل اشح لي اورتك رجاج بيقول لي ده ضد المنطق شوات دم يرجعه فالمفروض دم مقلقين يبنقين. اقول انك الاورتك رجاج بيخلين نورمل انها في حالة واحدة بس. لو كان اللي جايب لك ايورتك رجاج سيفلس. سيفلس لانه فضايح طبعا قلت انك هنا سيفلس قبل كده افاكرين? لانه فضايح. لانه جالك اصلا متى ولا ايه? شفت الفضايح اللي كنت بتعملها الزمان. شفت تظهر بعد خمستاشر سنة في المرحلة الثالثة. تلاقي السيفلس لانه فضايح. وهيفضحك عشان الخطر اللي انت عملت قبل كده. اول ما هي كده مشانا بتبقى قبل كده السيفلس ده هي بوصة. هو بياندخل عطلية سكشوال كونتكت. اخدوا بالكم الحكاية دي يا جماعة. تلاقي في شانكر. شانكر سواء. شانكر هنا كده. اللي هو على فكرة في المرحلة اللي هو شانكر ما كان السكشوال كونتكت. خد بالك الشانكر ده بيعد معك اصبوع ويروح وانا قرطي لكم كلام ده بكده. على بال ما تينه واصلا تاخد بالك وتروح لدكتور بتلاقي راح. ساكند ستيجي ايه? موقس من برينت لايه باتشي اسكازي. على ما البر دكتور معك اصبوعه لحاجة وتاخد مسلا تدوش التقام بجده. على ما ما بتينه وتروح لدكتور ترقى راحت. بعد عشرة خمستاشر سنة. شفتها جماعة كم سنة? خمستاشر سنة. لما تكون انت نسيت غربطتك بتاعت زماني. ولكن الله ايه? لا يبسع. كل حاجة كنت مفتخر بها قوي وباشي تقول انا او انا او انا. والله سبحان الله جمعنا ما تذكروا موضوع سيفلس بالزيد. بس بالرو دي تلاقي فعلا كل سطر تقول سبحان الله. في المرحلة الثالثة بالزيت. لان في المرحلة الثالثة كل حاجة. كنت ماشي تقول مسلا اي حاجة بتفتخر بيها. والله كل حاجة. ايه شكلك تلاقي النوز مش عارد بتعاملها ازاي. ايه كنت ماشي على رجليك تلاقي تبية مش عارف حصل الله ايه. الاورتة. وبي التاني. لان بيحصل اورتك انيوريزما وبيحصل ايه كمان? ايورتك رجلش. وبيبقى ساكندر ساون دا عالي. كل حاجة. ما هي بقى القولة الاندى في الجل لكن خد بالك بقى. يبقى الاورتك رجلش ايه? نورمال ساكندر ساون. المهم ايه بحنا عرفنا الفكرة او لا طب الاسبلتنج اخباره ايه? ده ايه? اورتة وبالمونج. الاسبلتنج اخباره ايه? مين هو الاورتة المفروض بيقفل قبل البالمونج. امتى? ده سؤال غبيبا. امتى الاسبلتنج يبقى وايد? لو حصل البالمونج ايه? ما ديقول رسم رسمة عادلة شوة. قادي القلبة. بس هم بس الحتة دي قصد ده الاورتة وده البالمونج. حتة ايه? لو حصل بالمونج يحصل ايه في الاسبلتنج? بالمنطق. بالمونج ياخد وقت كبير قوي. على المال ما ايه? يطلع الدم. فالبالمونج يتأخر 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 يبقى وايد اسبلتنج. طب لو واحد عنده سيستيميك هايبرتنج. سيستيميك هايبرتنج مين بقى اللي هيتأخر? الاورتة. هيأخر يتأخر يتأخر من درجة درا يقرب من البالمونج. او احيانا يتأخر شوف الغلاسة والوقاحة. اخر يتأخر طب يتأخر 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 يوم ييجي بعد الايه? البالمونج. يقوم يسموها ايه بقى? اللي هو لو طالب دك الامتحان قال لك انا سمعها? والله اكتب اقول لفظه برضو ما ينفعش. سمعها دي ما فيش حاجة يسمعها. فاخد بالك بالنحادي. فهو عموما ده كده اللي هو اياه يا جماعة. خد بالك بقى. قلتوا باللجنج قبت له يعني ينفع تسمع فعلا? اللي هو ايه? لا بتسمع انا بتكلم عن طالب ميسمعوش. اه طبعا لي قدر يميزه? اه طبعا لي قدر يميزه. وكمان في حاجة تانية هتميزه ده اخدوه في العمل. ان انت تخليه اخد نفس وتشوف. اه. تواخد بالك لان النفس هيلعب في مين? في البالمونج لي مش في الاورت الكمبونج. بس انا بتكلم لا انا بتكلم عن طالب سنة ستة. يعني انت تواخد بالك طالب سنة ستة استحالة. انا بتكلم عن دي. انما هو فهو عشان كده ده ايه يا جماعة? ده اللي هو اله. ندخل بقى بعد كده? حسنا. انت حضرت frem mashi于 العرب اذا مشي فكلم نبال واحد عشانا ماشي. العشان امشي لسه افطرار وفقية كل ده لا والله. انا فدك كده اللي هو ايه يا جماعة احنا كل ده افطرار رفقية كل ده. الوا ويندردش في الاي셨어요 явتي افطرار وفقية يعني اما مدهش الاحطرار الرأسية. عم اقول لك بقى نعلم الفارس. انا تصدةهم والتصدا بالله انا دلوقتي انا خفت في الحاجة ده انا احبط احبط ساعتها. ده انا ممكن احصل لماية راسلوس ونوز. اقسم بلا انه هو نيجي نشعبها لطراءة الرأسية. طبعا الرأسية دي المفروض ايه يا جماعة? تجاوب كل حاجة امنا مزود اني بهاد بقى اللي ممكن التكاتل في الموضوع. الخوف بقى. ايه ايه مالا احنا اقولنا اصلي ايه 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 ايه. ايه 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 مالا احنا اقولنا ترى الله فوقيه دي عشان اخد معاه صورة اصيل. يعني مثلا هنرجع عالبيت ان اخد صورة كده. يعني اقلناها عشان توفر علينا في الوقت افتراءة رأسية. يعني رأسية دي دايما انا باشرحة بدي بنت عن مجموعه لا قد امش أقسم الله يعني فيه ناس او مشارح كل الفيرفرات زيز فتراءة رأسية اقسم الله في نص حصة فيه ناس تانين وا انا على فكرا ماب عارف يعني في ناس اللي ممكن اعود اياه يا جماعة ثلاث اربا حصص فيه. انا مش عارس معاكم هيبقى ايه الوضع. يعني فينا سلوة مثلا ينجي نشط ميتراسلوزيس على حصتين. ميترارجالش حصة. اورتيكستنوزيس. ده هو حصن يبقى معلاش يبقى انتم مش فاهمين اتراه الفقية. انما في ناس فاهم بس امتى يبقوا كده يبقوا معايا بقى. ميتراسلوزيس طبعا خطوة في العملش. نعندنا اللي هي ايه بقى? في عندنا اتنين يحصلوا مع اي موافقين ولا مش موافقين? ايه هم معا? اس تلاتة? واحد يقول بقى اس تلاتة ده بيحصل امتى? او الحصة في الهارتفاليار. وكلهم بيعملوا يعني اي موافقين وانت لو انت مش عارف اي حاجة قلو ايه? قلو اس تلاتة ده لو حصل وكلهم بيعملوا يعني مسلا ميتراسلوزيس كان امتى يعمل هارتفاليار في المحرر الرابعة. اس تلاتة? فاكرين اس تلاتة ولا اقوله تفاكرينه ولا? بس كده. فاي حالة بيأخذ فاهم طب انا عزيز اسأل ليه? ليه كم بيعمل الساعة? لان اللي بتعمل اجر الاسباحة خيري عنه. يقولك يعني ايه خيري عن ايه? قوله تحول من كوباية ازاز الى كوباية بلاستي. الفاكرين انا مرد لكم تجيب اللبن تخطوا في كوباية ازاز تعملش صوت. تخطوا في كوباية بلاستيك يوم يعمل صوت. انت رفضتوا عملتوا التجربة دي اما رفعت بيوتكم كنتم زيبانكم فاكرين معاي انا مش معاي. المهم كنتم قولنا الجانب بحضرة معادي نقول ايه? يبسطوا عمل كده? ده ايه? ده ايه? وده ايه? وده ايه? سكرة. ايه اللي بيحصل في الانداز طولي? الدم بينزل من ايه اللي فين? خليك بقى معاي? من الاتراب يروح للفنزل. هل بيعن صوت? هل الانسان طبعا وانتوا اي مين النهاردة بتسمع صوت الدم ونازل? لا. ليه ما بيعملش صوت? سببين? ان الدم مش مية هتطرتش. انما الدم لبن. او مش حتى اقول لبن لازل يعني شوية. معايات? وفي نفس روقت بينزل في ونازل بسرعة مش جامد ايه برضو. والفنزل القوي. قوي يعني ايه بقى? يعني قوي. يقوم اللفة دي هو القوي واللبن بينزل على اطراب بنعومة وانسيابية لدرجة ما بيعاملش صوت. سبحان الله. عمل بالزق زي علان كادبري. لما انا نازل برضو. الجهينة. عارف لبن جهينة ونازل على الكوبية كده قلت لكم ايه جماعة? ينزل بطريقة ده حتى يوميها قلت لكم لو عليتوا التلفزيون على اخر مش هتنزل مع صوت. لانه نازل بطريقة فيها نعومة وانسيابية بطريقة على الجدران كده. وكوبية ازاز بيجيبوا كوبية ازاز في جهينة جنب لكده كده ونازل اعرفينها? لكن هنا بقى تحولت ده فيه هورد فاليار يعني اللفت فانترق اللي اصبحها ايه? خرعا ضعيفا طريا هشا ايه حاجة بقى? كوبية بلاستيك. الكوبية البلاستيك بتاع الشاي دي عرفينها لما تحط لبن بيقوم يعمل صوت. هزا الصوت نتاج ايه? يطلع صوت عامل ازاي بقى? بدل ما هو عامل كده? يبقى عامل ازاي? هتلاقي يبقى صوت? اللبن هو نازل هنا كده اقوم يعمل صوت. بقى ده سيرد هارتفائر. بيحصل امتى? لما يحصل هارتفائر. او لما اي حاجة خلي الدم ينزل بسرعة بالمناسبة عشان كده الانيميا ممكن تعمله. تقول تاسلو عصوت عامل ازاي بقى? معايا بس خد بالك عيان الهارتفائر بيبقى عنده ايه كمان? تاكي كارت فاتلع صوت عامل ازاي? الوسط ايه? حصام بيجدي. ما هو عشان كده تاجر شاكرا في طلب بيخش الشافة ويبقى? افنو اقول لا اقعد وايف. ده دكتور سيردو ايه يا ابن الساينز بتاعت الهارتفائر? اس ثلاثة. ايوا يا حبيبي. وايه كمان يا حمادة? يقول حمادة يقول حمادة ايه ميلوا يهو. وجالوب. ايه ده وجالوب كمان بيحصل غير اه ده استلاثة لحمدة ويجالوب ده حمادة تاني خالص. هو برضو يقول لكم ايه درجة حمادة تالي خالص. حمادة فاتل. ويعتبر انه هو ايه حمادة ده. اللي هو بص يا جماعة ما هو الجالوب هو نفسه اس ثلاثة بس ايه? المون لخص الكلام عشان ما نطلعش براء الموضوع اي فالفرر هارتنزيس هيعمل هارت فاليار هيعمل استلاته ومش كلهم مش كل الفالفرر هارتنزيس يا جماعة فهنا الحصة اللي فاتت كانوا بيعاملوا بالموناري هايبرتنشان طب ما هو بالموناري هايبرتنشان بس لما ناخده بقى هنعرف انه بيعامل حاجة اسمها ايجيكشن كليك الوصولة بالموناري فالفرر هو بيفتح حاجة اسمها ايجيكشن كليك مش عايزوا قالها النهاردة ينبقى اي فالفرر هارتنزيس وبراءة الاطفال في عينايك هتقول له ايه لما يقولك في الامتحان قل لي يا ابني الادشنان ساونس الممكن تسمعها قل له دكتور استلاته لو حصل هارتفاليا وبيحصل كمان ايجيكشن كليك لو حصل بلونار هايبرتنشان والداري تحكيتك الصفرة كلا لانه تعرف ان انت حتى لو مش تذاكر انت كلا 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 كلامك يا يا جماعة صح لكن في مراضين لازم تزود حاجة ايه ام المراضين بيقولك لو المرض هنزود كمان اديشنان ساونس ولو المرض ميتره للسنوز هنزود كمان اديشنان ساونس انا حس انتو ماخدتوش عمل ايه اقسم من انا الحس كلا فيه يا جماعة المهم ان انتو خدتوا ايه في العامة خدناش غير اوسكرتيشن يعني المفروض يلعبتكم يعني المفروض في الاوسكرتيشن تبقى قاعدين اللي هو انتو عرفيتين عارفين بس بحس ان انتو محزوزين مش كده يعني المفروض يا جماعة ان انا لو اخدين عملي كويس اورتكسنوز تقولي على طول بنزود اس اربعة وعلى رأيي المسل فيه مسل هقولو دلوقتي لازم تبقلكوا عفينو والميترا للسنوزيس من رب ما تفكر تقولي هو حاجة اسمها اوبن اكس نام لانت امني ما في الامس كيو مش هيجي يقولك هو الميترا سنوز بيعمل اوبن اكس نام ولا لا انتا جميل هيتلاعب بيك في ايه ساعت تطول الانجزاب زي ما انا هقولوك جازو السؤال في الامس كيو دلوقتي فنبدأ بالاورتكسنوزيس ليه الاورتكسنوزيس ليه يعمل اس اربعة قبل ما اقول ايه هو الاس اربعة وقبل ما اقول ليه بيعمل اس اربعة عايزك تحفظ مثل مثل امريكاني دايما حتى حافظوه للطلبة الامريكان في امريكا دايما والله هتلاقي الطلبة في نيويورك عادين كانوا دكتون من نيويورك بيشرح للطلبة نيويوركي يعني بيقولهم ايه بيحفظوا بيه بقى بصوا اجمعنا اي حاجة تزود البريلوت وانا قلت المسلة ابلي كرا على الفكرة اي حاجة تزود البريلوت بتعمل اس تلاتة انما اي حاجة تزود ابتال لوت تعمل الاس اربعة طبعا ممكن رح ليبقى في الحقيقة قولي هو ايه هو البريلود و ايه هو الافتال لوت ابا اول ح introduced ele كان لحاجة التلت حاجود الي كانوا بيزودوا وباللي بعين في عينيكم كنون 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 فكرونوا والتلت حاجات اللي بيزودوا ابتالて الابتال لود اللي هما كانت المقاومة اللي بيتقابل القلب كلي بقى كي اي اي ي 요 د наб اي اي حاجة بقى في الاورته كل الحاجاتي كلها بتعمل إي السربعة كالكرا تands бы shorter يا جماعة الطالب happen super줘 هو ت蔭 لا يجد Hakkiz yftigakest لان الطالب ده الجماعة بتعمل اي باذا كالزباب.. هو نفسه بعده اسبوع طب بتعمل اي ؟ اذا اذا لو بتعمل предيزعون الزكير عندما الطالب đã ف Το ثالثة ما dziękiست mungkin if hay FIS3 على فكرة حتى لو انت مش فاكرها يوم المد وسط هو ايزtin اعترفه ايه حاجات اللي بتزودا خلاص ثلاث حاجات واحنا عرفانه. بس ايه هو السربعة? السربعة اللي هو صوت ايه يا جماعة? ما تقولوا يا ابتون عمل يا معمولين في ايه? لا انتو غذي لا. السربعة ايه هو? مش عايز اسمع اجابات حاجة اللي هي شبه. انا هنعايز اجابة قاطعة راضيعة كده. السربعة. هو السربعة ده ممكن يبقى موجود في الانسان الطبيعي? لا. ما ممكن دارتش معك في الشابة ويسألت سواجد. ممكن في الطبيعي. السربعة. ايوا ما هو اه. بس انا في الشافوي هو في الاول خلاص قبل ما اتقولوا الكلام دا قولوا. هلو اقو السربعة ممكن يبقى موجود نورمان? اجابة قاطعة. لا. طب الس تلاتة ممكن يبقى موجود نورمان? اجابة قاطعة. اه. اه. بس مين في العائلة الصغيرة? العائلة الصغيرة ممكن يبقى نوب الس تلاتة بالمناسب. انتمش خدتوا اطفال السنة اللي فاتت? شلتوها شكلكش اي لنا. فالمهم ده ايه السربعة بقى ده? نفع بي سبعة. انتمش احنا اقول لها يا جماعة سبعين في المية من الدعم يبينزل بتأسيل ايه? يتبقى كم في المية? تلاتين في المية. دون محتاجين اتريال ايه? هل الاتريال ده ليه صوت? لا. في الانسان الطبيعي ده. اتريال ينقبض انقبضة خفيفة كده ومنازلك تلاتين في المية. انت الاتريال ينقبض بقوة يقوم يبقى ليه صوت يقوم يعمل السربعة. دون تسمع السربعة هنا كده. قابل السستورة على طريق. ايوة ما يبقى في مقاومة. ما اخد بالك اخد بالك لما يبقى انت بقى المقاومة ديت بجامدة. انت. يعني جابل مش دم مسلا من. عايز انت اجابة بسيطة بيت. ايوة ايوة ما يبقى في مقاومة ديت بجامدة. لما الفنتريك اللي تحتيه يبقى متنح او قافش. اسفع بات كلمة دي وفكروا معي واحدة واحدة كده. ايوة ما انا سألك سؤال. مع انت حط رفسك في كان الاتريام يا جماعة. انت فوق والتحت. وانت كاتريام جاي تنزل دم. لقيت الفنتريك اللي تحتيك ماله قافش. هتضطر انت تنقبض بقوة. فما في الاتريام هنا اعمل صوت. هو امت الفنتريك اللي يبقافش? مفروض الفنتريك اللي المفروض. في الدياستور تلقى الفنتريك اللي يا جماعة? بيوسع لك الطريق ومال الدم ينزل. انما ده ما بيحصلش. هنا ما بيحصلش. امت يبقافش? نتقع بره الموضوع. ايوة انا قلتها بلي كزا. ده ما يحصل ايه بقى? ده استوليك ارتفاجي. يعني ايه ده استوليك ارتفاجي. يعني ده استول بتاع الليفت فينتريك اللي ماله وحش. امت بتاع الليفت فينتريك اللي بقى وحش? فاكرين يا جماعة منا قلتنكم. مين اللي بيبقى لو جبتوا واحد بيروح الجيم كل يوم. واحد فرفور وقفتهم جنب بعض. الكنتراكشن بيبقى حسن في مين? في اللي بلعب الجيم طبعا. انا بحس يا جماعة انتم بتفكروا مع اننا بقول مثلا في الحياة. اللي هو يا جماعة اللي بيروح طبعا يلعب الجيم ده ممكن يشيلك وانت عاد وانت عاد فوقيه. انما الفرفور ده هل الكنتراكشن بتاع الحل? لا. انما حسن السؤال تاري بقى. واحد عضلاته قد كده كده بيروح الجيم كل يوم واحد فرفور من اللي الريلاكسيشن عنده احسن. الفرفير. ده هو الفرفور يا جماعة قول لهم كده هما الانتين. ريلاكسوا كده يا ولاد. هتلاقى الفرفور ده هو اصل ريلاكس. فرفور يا جماعة ده اسعد لحظات حياته لما تقول له ايه ريلاكس. ده ثانية هتلاقي خلاص ايه ريلاكس ده. انما كل ما العضلة اذا كونكلولو ايه? انما كونكلوشن ايه بقى? الكونكلولو اني خد بالك. كلما تخنات العضلة كلما كانت دياستولة وحشا او ضعيفا. معايا? فاذا اي حاجة هتخن اللي فتفينترك اللي هتعمل ايه? اي حاجة بقى هتخن اللي فتفينترك اللي هتعمل ايه يا جماعة? هتخلي الريلاكسيشن وحش. يعني اللي فتفينترك اللي متنح. يوم القترة بيضطر يعمل ايه? يعني قابل بقوة يوم يعمل صوت. طب انا سألتوا سؤال تاني بقى. وعشان كلا يا جماعة الطالب ايه الحاجات اللي بتعمل ايه ايه هي اي حاجة? تتخن اللي فتفينترك. ويلي بيتخن اللي فتفينترك اللي? انت امت اصلا عضلاتك تدبر? لما تبقى المخاومة اللي انت بتشيرها كبيرة اوش. يبقى اي حاجة بتزاود الافتن لوت. طب اهو ده اللي اقولت. مش انا اقولت بعضمك لساني لو كانت في لسان عضم. اي حاجة بتزاود الافتن لوت. بتعمل ايه 않은 ايه في امсть كيو. طب ايه مش هيبقى فيوalis تتضاح تفتك لكل وضح هو لو كانت سركة الناس простك نعم ما مين هو الجنجس واضح اولي مش واضح فالمهم بقى يبقى ايه السربعة بتاع عشان كلا يا جمال اوورتكس في موز ليه بيعمل السربعة بيزود الافترلوت بيزود الافترلوت خلص فلما يزود الافترلوت ممكن في شافة يقولك واضحك قوله فيخلي يعمل هيجير تروفي فين في الليفت بنت يقوله العضل عندما تدخن الكنتراكشن يبقى حل لكن الريلاكسيشن يبقى ايه وحش يقولك ده حقيقي الكلام ده قل له يا دكتور وش قوله مثل والله انا انا او قوله بتروح الجم او اقوله كده ولا قوله دكتور بتروح الجم وريني عضلاتك كده فتلاقي عضلاته مثلا ايه كلام يقوله انت الرلاكسيشن عندك حل فتمكن الرلاكس كده تلاقيه يقولك من اصلا رلاكسي لو ماشي اصلا بيمسك سجارة اصلا واعمل مش قادر اصلي بتاع فده كان تاببسوا بقى جماعة الميتر الي سنوزيز بيعمل ايه نفتح ال� Türk الثاني نفتح الثاني لا لكن أنت هتو أنا أأرد ظلمتك أنا أأ أأرد ظلمتك أأتش تشاف عث يقول لك ايه 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 يعني ايه ايه بتوله طراعه ل healthcare ايه 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 يعني ايه 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 بالبل Täول يعني ايه .... هو الميتر الفالفي بيعمل صوت وبيفن ولا هو بيفتح? اي باب سليم في الدنيا بيعمل صوت هو ايه بس? بيفتح. مفيشش باب يا جماعة بيعمل صوت وبيفتح. الا الوكم بايز. براف عيد. هنا الميتر لما يبقى ممكن يعمل خد بالك بقى. يعني ايه صوت الفلف وجوه بيفتح. هم يقول لك يعني ايه صوت الفلف هو بيفتح. ليه بقى الفلف الداية يعمل صوت هو بيفتح. زي الباب. على فكرة انت بتولوك لانه في كالسفكيشن بالكالسفكيشن يلغي. زي الفوتر اما الطرق. زي الفوتر اما الطرق. انت برضو مصمم على الطرق او او طرق او بصو ايه على فكرة انت بتقولوه صح. دايما انت انا حتى يقولولا زي ما ايه. عامز الفوتر اما الطرق او زي عامزة ايه يا جماعة. فكرة المركب الشراعي بالضبط. او بالضبط. تعرف كلكو اكيد طبعا هقولك على حال. عارف انت كلنا مرنا او مش كلنا طبعا. كلكو طبعا عمري مع الحاجات دي طيب بالمركب الليه؟ بالمركب الليه؟ في فترة ليه سنة مش اعتقد يعني؟ مارتواش في فترة سنة؟ لأ كنت ايه؟ تروح لمركب الشراعي قول شايف المركب الشراع؟ اللي ما نازم المركب الشراع ده من المميزات او ميش من قصائصه ايه؟ اللي لازم الشراعي بقية؟ قوماش قوي؟ قوماش قوي، لازم بقى قوماش قوي يخد بالك لو ماشي هاشي كده ضعيف يعني ما نفعش يجب حتة ستان؟ عارفين لو حاجه كده ايه؟ مطم حظيتها تقول ده شراع هيا تققي عند ده شراع ايه ده؟ اللي هو ايفضل ولا هيعمل لازم بقى قوماش ايه يا جماعة؟ انت بروح النهاردة وشوف المنظر ده هتلقى قوماش قوي شوي معايا؟ ولا بد ان يكون الشراع ممسوكة المنينة من فوق ومن تحت في الهند عندهم برضو مراكب شراعية في نهر نيو ديلي في نهر نيو ديلي بتاع الهند بس ما بيمشيش وهم الغده الوقت مش عابفين هو وهو نفسه نبينزول مصر وقول لك حاجة غريبة قوي فمصر المركب بتمشي عبدالله تمشيش ليه؟ ما بتمشيش لانهو بنوط بنوط ايه شراع زيه؟ عاملين الشراع ممسوك من فوق لكن مش ممسوك من تحت فييجي الهواء ايه يرتضم الشراع يقوم الشراع بس يتحرك يوقع لتحرك كذا لما المركب رأسه ممشيش لكي يكون الشراع شراعا فلابد ان يكون قويا ولابد ان يكون ممسوك هارفين؟ من فوق متاعت المهم ان يرجع كلي الموضوع سنويش لما كنتوا في سنوي كنتوا بتعملوا ايه؟ كلكوا اكيد مرتوا بالايه؟ كنتوا في سنوي راح جايب مرفت وايه؟ طرعين عشرة تعال يا مرفت ساعة عصاري كلا وايه؟ انت عايزة يكلمت في الموضوع؟ بخير يا هتكلمني في ايه؟ فكر الاشتراك المبارح احملت الوجودية واشكاليت ايه؟ طب مرفت طبعا برضو لسه صغيره في سنوي ايه؟ معي؟ اه وكان عمدوح المراكبي برضو يقول لك اجي معاك واه بالسهب اللي انا عارف انت هتقول له لا عمدوح رايح نفسك انت بس فكرنا لايه؟ وسبنا احنا ايه؟ مع بعض هنوان ده قد في خرص تقول لك ميش لو انت فكر اسمع بقى الفكرة دي اول بكار عمدوح المراكبي يفك الحبل كان يفك الحبل وانت نهاردة لو مشتعك كورنيش هتلاقي الحكاية دي والله فعلا هيفك الحبل اكل اقاب حدث اول هال بيمشي على طول? فأول اول ما يفكر الحبل تلالهوا بدأ يرتطن بمين بالشراع في بدأ الشراع ايه؟ يبدأ كده واحدة واحدة و lahد ما يتشد عن الاخر. اول ما يوصل للشد بالاخر تلاحي examin ايه بقى؟ اللي اه فكرة الصوت انت اكرت اما بتعملها بطريقة معينة كده تشد على الاخر فالشدة اللي اكل دي تعمل ايه بقى? اللي هي الصوت طرقعت الشراع لما تشد على الاخر هي فعلا بينه وبنك اللف اللف وهي دي الكلمة اللي هي ايه وانت لو مشيت عكورنيشت اسمع صده وعلى فكرة صده وانت في سنوي ايه المصلحتك انت اللولة الصده يا افني كان زمانك عادين ايه عادة ميرفاة هنا وانت عاد هنا كان زمانك وانت هنا وهي هنا انت واخد بالك ويا ممدوح وعيب كده وخليك انت على الجنب وانا على جنبه والحركات اللي بتحصل دي انما اول ما حصل الصده اللي حصل ميرفا طبعا لعمت رامي نفسها عليك وانت قلت لها ايه بقى يوميها تعال يا ميرفا تبا انخفيش ده ده الوبنينج سناك خد بالك بالحاجة بعد ما اتقاها خلصت عمت ميرفا تراحت تقعد مكانها انت قلت لها ايه ايه الوبنينج سناك معانين تحرك ما بحصل شغل مرة واحدة هي مرة مرة واحدة اللي هي نتيجة ايه بقى نتيجة الشراع لما يتشد على الاخر يتشد اسمع بقى الفكرة ده اولا ما تشد على الاخر انا عمل طاق جامدة وبدع بعدين المركب ايه يا جماعة بدع يتحرك وانت خدت مرك وبدع المركب ايه صح ولا غلط ليه بدع يتحرك لان ايه صار يتحرك هتغضر في الشراع بعد كده هل هيتقوز تاني مع تشد على الاخر يبدع بقى كله يوم زائي يا جماعة والمركب مشي بيكو ما حصل اللي حصل معاي ولا مش بحامي يا معاي طب فبعضي كده انت عارف ممكن تلاقي واحد معلش على معنى قاس في كلمة اللي هولا ايكيو مش شمبنزي يعني ايكيو طحالفة زي ما انو قعد ممكن يبقى عاد دلوقتي عارف بيسأل نفس السؤال غريب اوه هو علاقة كلام ده من ميترا سنوزي والله تلاقي واحد بيسأل نفس السؤال ده وانا مش للدرجاتي والله تلاقي واحد قاعد دلوقتي هو علاقة كلام اللي انت عاد تقوله ممدحه مارفة وشراعه ومركب وطرقعت الفلف وهو فيه ايه يا علاقة ده من ميترا سنوزي الصابل ايه فيه حد بيسأل نفس السؤال ده ما هو ده ايه ما انا بيحصل في ميترا سنوزي انشالت عندك الميترا الفارفة هم ضلفتين معايا ضلفتين متسبتين انت فايق معايا بنتي ولا لاب ضلفتين لانت امان له وكنت اعادة من ارحصها بتعملتي هم ضلفتين اهم خد بالك في الانسان الطبيعي يعمل زي الشراع بتاع الهند يعني عمسوك من هنا بس فبينزل على طول كتر انما هنا بقى ايه بقى فيه فايقروزيس والعملية من الزاقة وكله لازم تضعطه يبدأ يتمع عشان تبقى سهلة في الموضوع كأنه ايه ضرف واحدة هم والدم نزل يمزل على ايه على الفالف يقوم يبدأ الفالف ايه يتمدي 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 كده لحد ما يتشد على الاخر شوفت بقى يوم اول ما يتشد على الاخر طاق اللازم فيه وطول انت بتقول عليه طاق وبعدين يبدأ يفتح يقوم الدم ينزل تقوم وانت النهاردة بتذكر تفتكن لما الشرع كانت او ذكريات ايه بقى سانة بتاك وشراع كان يمشي بيقى عشان كده عشان كده الصوت يبقى اتعرف الصوته عمل زيه بقى بالظبط لحد تسمع في العمل او لا نسمحهوش لو متحط سمعتك هنا كده تسمع صوت عمل زيه عارف عمل زي الشبسي عارف لما تجيب شبسي بس تجيب اتنين على بعض تواخد بقى بتقوم اعملهم كده اللي هو صوت اللي هو صوت مش كده بالظبط صوت شبسي اه الشروع الشبسي وانت بتعمله وانت بتقسمه ايه بالظبط ايه بالظبط تواخدين بالكوا معها صوت الشبسي بالظبط اعطوا الشبسي واعملو كده اسأل سؤال الاسكياء دي في الامسكياء واللي جاب سؤال ده اخو الجنيعة لك انه قولولي صح ولا بلد صح انه انه كلما زادا يعني كلما كان يعني كلما كان فإن 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 يبعد 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 واصر ال تسمع فين في الداسو صح صح نحن قولنا اللي بقى يفتح يعني انت بتسمع صوت عامل زي بقى اسمع كرة بقى بقى الصوت هو بيفتح اللي هو صوت رقعة وبعدين الرد اخذ بالك فأخذ بالك من حيثة لي فهو صوت بيبقى بعد الداسول على طول بعد الداسول على طول كلما كان المايتر السول السبير كلما الابن يستبقى عادت عن الداسول صح اوه كلما تسمع بعيدة عن الداسول يعني بصوا انتkamه بعد الداسول вал بعديهident واد الداسول كلم Nope المايترل بيفتح انت لا المايترل يفتح صح اوه الاغلاط قد الفرس قد الساكنت الدا المايترل بيفتح مع اي ماش معاية المايتر الزام اللي هو روت يفتح يا من الصوت opening stap انا بقول لك لي بقى كل ما كان الميتر الستنوزس سبير يعني دا هي قوي كل ما لقبني مستاب تبعز عن السكندرسال ايوة صحة ولا غلطي العكس يعني احفظ بقى طب اكتبوا كل ما ديب العربي لان سؤال دا انا كل مرة بقولوا يوم جيكي في المسكيو الاقي طلب اغنط فيها كلما زاد الميتر الستنوزس مضيقا او مكتوبة كل مرة مكتوبة وبقولها بس الارضة ما تيجي في المسكيو هلاقي طلب اغنط فيها مش عارف ليه كلما زاد الميتر الستنوزس ديقا كلما اقتربت الوبنينج سناب اكتبوا بقى بالعربي هيا ما تتبقى بالانجليزي اكتبوا بقى بالعربي هيا كلما اقتربت الوبنينج سناب من السكندرسال ليه بقى؟ ليه؟ مين يقوليها؟ لان اخدوا بالقب هو انت اصلا الفرفي امتى بيفتح؟ امتى الفرفي بيفتح؟ لما الضغط في الإنترم يعني يبقى عاما لانقومة الفرفي صح ولا غلط؟ فاول ما الضغط فوق يبقى عالى ثم يبدأ يفتح الفرفي طبعا ما يبقى بواحد عنده سيبهير ميتر اسونوزس قريدي الضغط عالى في الليفت إتريم مش كل ما الميتر اسونوزس ازاي؟ كل ما الضغط عالى في الليفت إتريم صح ولا غلط؟ فعشان كده من اول نقطة دم هتيجي عشان تبلى الليفت إتريم على طول هتلقى الضغط هنا عالي اوي قم فلح في الفلبه بسرعة فعشان كده يا جماعة الميتراسونوس لما يبقى سيبير اوي الفلب بيفتح بسرعة ليه بيفتح بسرعة؟ بيفتح على طول بعد ساكندر ساونج ليه؟ لان الضغط في فوق بيبقى قوي اوي شيء انت اواخد بالك فهو اصلا انت كل ما الميتراسونوس كل ما يزيد عليه كل ما الضغط في ليفت اتريم بيزيد صح؟ فعشان كده اي نقطة الدم دم هي كوي يملو ليفت اتريم ثلاث ضغط عالي اوي قم الفلب بيفتح بسرعة عشان كده بقى يقول لك كل ما زاد الميتراسونوس ديقا كل ما كان سيبير كل ما اقترب ايه يا جماعة؟ ملخص الكلام معه عشان ما انتقش عشان نتكلم كل ده في الاسكرانتيشان خلصناها زي اللي جامعها كلها لان الاسكرانتيشان يا جماعة رخمة وبعدين تواخدينها في العملي بس برضا نحس ان انتم مهزوزين فمش عايزين كمال بعد ما ناخدها دلوقتي احس ان انتم مهزوزين الملمر انا اعتقل ما حدش بيطلق بطيئة ولا لسه فيه حد مهزوز يعني خلاص بقى يا جماعة وخلاص بقى الطايمينج حمالة بالجنزبية الاول طريقة البصناجية وطريقة ايه يا جماعة الفهمجية ولسه فيه طريقة تلحة كمال في الطريقة الراسية حمالة بالجنزبية اسأل نفسك يا الخلاق ما بين واحد قاوة راحة ضعيب والكلام بقى يسهد اوش خش بعد كرة على كلهم بيعملوا ايه يا جماعة؟ كلهم بيعملوا ايه؟ كلهم بيعملوا ايه كمان؟ انما بيعمل اس لان اي حاجة بتزود الافطر تعمل اس فور واي حاجة بتزود البري تعمل اس اس ري بس كده طب خشوا بعد كده اللي هو با يلا بقى مين يقول مين يو بيعانيه؟ والتلاث حاجات ومين يو بيعانيه؟ الحاجتين طبسوا ايه؟ قولنا بيعمل ايه في بيعانيه لو انا الحاسة الجاية لما نجي نشرح بقى الطريقة الراوسية انا عز اختباركم لانا نحاس ان انا اجي احبط الحاسة الجاية او النهاردة هنشرح النهاردة الطريقة الراسيبو زيبانا متراليستينوزيس مين يعرف يقولي الاسكرتشان بتاعته؟ معنا نحاسة مش نشرح نهاردة بس بالطريقة اللي هو فوقيه على فكرة اقصوا لانتا ممكن تجيليها في المئة من درجة نوربال هارد ساوند طب الساكندر ساوند اكسندويتل ساوند اكسندويتل لو المحرطت لو حاصل بالموراري هايبرتنش طبعا بقى اني بي بقى الفرسار ساوند امتى معلاش لو كان دابل ميترال او لو حاصل ايه؟ كالسفكيشن طب الادشن ساوند اسسلي ايجيكشن كريكتون كده 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 وش عالي بتابهم انما فيه الكلمة الاهم اللي هي ايه؟ بسناد وعايز اني بيهين يالله حد يقول اني بهاية الاولى لو كل ما يزيد كل ما تقرب والله ايحنا الكلمة اللي اقول طبعا العربي ملخصة كده الصحرات يكون قاعد يكتب وانا كل ما زيد كل ما اتقرب طب قول لي اني بهاية التانية انت ما يبقاش في لو حاصل ايه؟ يعني لو حاصل يعني لو حاصل الباب قفل بتقل والباب فتح بتقل شوفت عمل ايه يا جماعة؟ عمل حاجتين خلى الفرسار ساوند يبقى ويه وخلى جمان لسه الاوبنينج ساوند ما انتصارش طب الميرمر حد يقول كده يا جماعة؟ يلا بقى وانا قاعد حد يقول احنا لسه ماشا بحاجتش طبعا اكتبوا الكلمة دي بالعربي خلى الصمام يقفل بتقل فالفرسار ساوند ضعف والصمام يفتح بتقل فالأوبنينج ساونية بيختلفها فالكالسفكيشن عمل حاجتين شوفتوا بقى يبقى اذا الحاجات دا كما بتجي في الامسكيو زي يقولك بقى بقى ان اللي بحصل في الامسكيو انا مقدرو وعارف اللي الطلبة بتغلط يعني في الامسكيو برضا انتعس حل بسرعة وكله يا جماعة وبيجي لك مسلا مئة وخمسين سؤال وانت قاعد كله ام داخل فيه يا جماعة يتدخل في بعضه والأسئلة دي بتبقى واقعها فعلا وقولك كل الجوما صح مع دا بقونه غلط بتبقى بطلق بطفعة وساعتي يقولك كله غلط او كله صح مع دا يعني بتبقى ايا يا جماعة على فكرة في العالم كله نفي النفي يتلغى في الامسكيو يعني في العالم كله حتى الامريكان قالك لاغوا النظام دا انه هو يجيب لك نفي النفي لانها بتخلي الطالب ممكن يبقى مزاكر بس لا في النفي نخبط في الامتحان ففانا اتلغط في العالم كله يعني متعيش في اي حتة في العالم في كل التخصوات ماتيش نفي النفي اللي عن ذلك بصوا يا جماعة مين يقول المرمر بتاع ايوه انا هقول الايتم وانت تقوله طب الكاراكتر الكاراكتر لا هنتكلم في المرمر بسم الايبكس ايوه خلاق المبير اتنين فرفير طيب الريليشن تروس بايليشن يزد بالايكس بايليشن بروباكيشن طايمين اللي هو كانت ميس وبيعت مادام او كانت مادام عشان فده كده اللي هو ايا جماعة ندخل بقى بعد كده في الكمبريكيشن الكمبريكيشن في التعطي والله يا جماعة كله على اللفت لا بقى انا النهاردة بتكلم عن اللفتة انا كله عن اللفتة اما اقول كله دي فاعراسوا ان انا اصدي عن اللفتة لان اللراية كلهم هتلاهم امراد تيجي سريتها في بقى كونجنتر الهارتتدس معضاظرا جدير من راجع ازنا القولولي بقى جمعاجة قولولي كونجيشن في تحت ايه؟ كل المرهر الهارت forgiven لان ممكن يجي سؤال في الانتحان يقولك او لو عايز ايجي بطريقة اكثر شياكة هيقولك ايه؟ او استثناء من روماتيك هارتتدس ليه روماتيك كارتين ديس؟ لانه امسا لكاتر ولما ناخد روماتيك فيفر اه طبعا فاكري ليه لما انتو خدتوا كلام ده في الاطفال روماتيك فيفر ايه يا جماعة؟ بيدرى بالله تعض في القلب ولكنها تلكي حس الجويتس عشان كينا جماعة كان بتيجي تعمل أرسرائتس والأرسرائتسي وتروح وكانش عالي لم يأكل عشان كينا لم يأكل شبيض عجبني اول اني كانت بو في روماتيك فيفر اللي هو بيجي انما بيعض في ايه؟ وبالذات ايه في القلب بقى؟ صماماتك عشان كينا يقول لك وطب واكتر الصمامات بالمناسبة ايه؟ ما عاز بقى شوفكم بقى ايه؟ اللي هو مات بي اللي هو الميترال يالي الاورطة يالي ترايكاسبت يالي وكفية طرف مات بس لانه كن الرابع هي بص اللي بقي اللي هو البالمونرش يعني مش محتاجة ايه يا جماعة؟ طب اسأل سؤال كلوك هتغلط فيه؟ على فكرة يبقى السؤال ده موجود في كومار وموجود في ديفتسون وفي ديفتسون بتجاوب حاجة وفي كومار بتجاوب حاجة ويحنا بتجاوب حاجة؟ شوفتوا بقى ايه معاش اطراف ورده احيانا وانت بتتكلم عن كتابين MSQ مشهولين عالميين عو الله فعل بس انا اقول لك انا رأيه ايه؟ والجوهة ايه؟ كمان شوية او هسألك سؤال الاول انه اول مرض اول فكرة يحصل يحصل مايترا سلولزيس مايترا ريجيش اوورتك سلولزيس اوورتك ريجيش اخور دي اصور لا تجاوب كرة سعادة عالضي قصر كومار ماقود في ديفتسون وعنده قوة ديفتسون اللي هو على المستيوب وعندة القمار نشوفوا هنا وشوفوا فيدي في قمار نتجاوب ايه؟ وفي ديفتسون نتجاوب ايه؟ وانا رأييه ديفتسون تتجاوبه مايترا السنس بس ديفتسون لانه بيشح الإجابة فهو قالوا وجهة نظره ودي وجهة ناظر باطلة باطلة؟ اولا باطلة ليه بقى باطلة من هولك دلوقتي? كومار جوز اللي جاء بقى يا جماعة ودي الصح فعلا ميتر رجرش. ليه بقى رجرش? الاول طب انتها تقول لي ليه ديفتسون دهوبها? وليه بعض التكاتر? عارفك يا ممكن دكتور يقول لك لا ميتر رسنوس. اكيد سبعتها في الاطفال ممكن ده جاترت اطفال لقى لكم ميتر رسنوس. هو كان يقول لها استنادا على ايه? على كاري كوم بميرمر. ولكن الميتر رسنوس ديس او اول ميرمر يصر هو ليه؟ لان ااأ باهم ممكن اتعمل يا جماعة اديمة في الاول فالاديمة تعمل بس معلش يا جماعة معتر رسنوس إذا ما عطم لش ايه? مش ارجانيك ميتر رسنوس لكن ليس حقيقي. ده حاجة يا جماعة كده ترانزينت بفعل الاديمة اول ما اديمة تروح اياه جماعة عشان كده عشان كده عشان كده اللي جابه الصح فعلا معتر رجرش. اول عشان كده supporting اول بال بالبيترار ديس يباين في الروماتيك فيفار ميتر رجرش لانه انت هتقول له اكتر سمام بيبوز الميتراج. قوله انت ديفدسون ولا كمار. قوله كده. قوله انت انت اكتر بمين. قولك مسلا ديفد. بس خد بالك ديفدسون جوبها وشرح ليه. فهو جت نظر دي بطل. قالك لك لانه كاد يكون بمرمر في الليجاني. تواخد بالك. انما زمع الجابة الصحة المطلقة هي ميتراجج. هو اول سمام. هو اول مرض بيبوز. اول حاجة ممكن تبوز هي ميتراجج قبل السمامي دي دي تاخد وقت. وقت اكبر بكتير من الرجاج. انا ما رجلش مجورد بيفوت يعني. فالمهم بقى. بس بقولك عشان انت بأخد بالك. اشان لو ان لو حلته بزلت سونا تلاقي اجابة خلته في يا جماعة. السؤال ده موجود بقى بكتاب اي اسمي في كتاب الاخضر على فكرة. ومحلولة حل لكم وقت. اللي هو ميتراجج. خدوا بالكم انحكاية دي. معايا? يعني حتى في كتاب الاخضر اتلاقي السؤال ده موجود ومكتوب ميتر عالجاج جراءوا حل ايه? حل فاعكم. بصوا يا جماعة. اللي ايه كومبليكيشن زبان فرارات الزيز? لديك سنوارة ولا سماء? ايه? سنوارة. سنوارة ولا سماء. كل مرة لديك سنوارة وبعدين لديك سنوارة. هم اتناشر حاجة. ده ست اسباب. ده ست كومبليكيشن. ده ست عن كم? ناشر. نقسمهم? نقسمهم. يقولك ايه بقى? تلاتة تلاتة تلاتة. يبقوا كم? تس عبر رب عليك. يبقى بقى كم? تلاتة. تلاتة 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 تسعة. يبقى بقى كم? تلاتة. التلاتة دول نخلص منهم. اتنين فليا. اتنين ايه? فليا. اللي هما ليفت و رايت. كلهم ليفت و رايت. معدل الميتر عالسنوز بيعمل ايه? رايت بس. عشان برضو ده باخد جالة. وفي كمان واحدة نخلص منها اللي هي كومبليكيشن زب ايه? ارتفشل فليا. شنت يا جماعة فرق لو باس ممكن تغيره زي ما نشوف ايه السمان شوية. طب هو انت عايز تقنعني ان الصمام الصناعي لا يمكن مهما كان يبقى زي الصمام ايه? طيب الرباني بتاع ربان اصبحت عدد. لا يمكن. فيه كومبليكيشنز دي. ايه كومبليكيشنز دي? انت عارف ابساطها ايه? ميكانيكا ديسفانشا مسلا. هنقولها نقولها بس ما نجي نقول لعمليات احسن. يعني انا بس عايز اكترى في الوقت ايه? هما اتناشا حاجة. تلاتة 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 وبعدين تلاتة نخلص منهم. لما ايه? النهارتفليور واحدة ايه? واحدة يبغى بقى التسعة ايه هم التسعة الـ 3-3-3 3 ايه؟ 3 في الفلف شخصيا 3 نصائب يحصروا في صمامة و 3 في الـ و 3 في الـ على فكرة انت تقدر تنفوا 3 في الفلف فكرة ما قارتوش ايه هم 3 في الفلف اقسم بالـ يعني في واحدة في الاول لما قارتوهاش أنا ممكن يجيني لا هو الفلف دولارهارتزز كلها بتعمل بالمناسبة بعد سؤال مـ معدن كل الفلفلر تعمل بس خد بالك بتوع الامس كيو ساعات ده و اقصر نصاحة يعني يجي يقولك ايه فاكر انا قلت كلمة في الامفكتب اندوكارديتس عشان الامس كيو تقولك كل الفلفلر معادر ميترارسنوز وكل معادة مين خد بالك بقى يوم يجي في الامس كيو شفت الوقاحة الطبية نجاب لك سؤال في الامس كيو وقولك ايه ايه هي يا جماعة اللي هي اقل حاجة تعمل اللي هو يقولك بقى ومجاب لك اختيارات ميترارسنوزس اس دي ومجاب لك اختيارات يعني وانت قاعد اه طب الميترارسنوزس والاس دي ما بيعملوش بس مين الاكليست الاس دي تقولك الاس دي بيبقى انما الميترارسنوزس لا هو برضو ممكن اعمل بس مودرت ريسك معايا ايه كمان الكلام ده هنقوله في روماتيك اكتيفتي طب وايه كمان رقم تلاتة اي صمام بيبوز ممكن طب مين اكتر عاشقة لانه الصمام فيه لا مش الميت عاشق الاورطة اكتر صمام دايما تلاقي فيه حتى تعمل اكسر ايه تبين ساعت اكتر صمام هو الاورطة كالسفكيشن تبقى اكتر في الاورطة يعني اتساب عارف المعلومة دي وعلى فكرة معلومة اي مهمة لانه هتفدنا في هتفدنا في هتفدنا في لانه مثلا ما يبقى عندها ما ينفعش مثلا اوسع الصمام ببلونة هواين فعجمعات خوش توسع ببلونة هنقول الكلام بلوقتي بلون دايليتيشن ما بتنفعش في الاورطة عشان كده لان الاورطة غالبا بيبقى فيه كالسفكيشن فلنجي تعمل بلونة بلونة هتفرق عن جوه انت مش ناجاتي بقى هتعط فرق في البلونة جوه تقل هو عشان كده يقول لك ايه يقول لك هنقول كده فايفل تلاتة في الفلفي ايه بقى حد يقول واحد اكتبتش اتنين ثلاثة تنسفكيشن ثلاثة في الاورطة لو ملتقومش يا جبعة على فكرة انا انا ما بحبش الطالب اللي بيحفظ اصل حفظ جمعان عارف اللي فيه هتجف لك لسبعين الف براندش سبعين الف موضوع كله راح انما الحاجات اللي تقدر يعني مثل هنا صمام باز ايه اللي هيحصل في الاورطة اهو ادي قلب اهو قلب الجبير المرابة عشان هتشتفاج مش كلهم بيكبا كلهم ايوما مش هنتكلم خرص يحصل ايه في الاورطة ايه لان هيحصل ليفتي اترا لان نرش كنتو باريزميا وخصوصا اي اتريا الاريزميا خصوصا اترا فيبليش فاكرين بقى ميترا للسونومزس عند سيروتروكسوكوزس وعدنا انا تمير كرا فاكرين طيب و ايه كمان غير كده هو سؤال يا جماعة سؤال هو الدم بتقوش في ليفتي اترا دم كثير او في ليفتي اترا استغنيشن يعنيه يبقى ريكارانتي امبوليس وانتو هصيبكو بقى كل شوية بطلع بقى فعليكي تعميكي ايه خلاص معي ايه بس رومبو امبوليس عشان كده يعمل ايه يا جماعة نفسي بعد مخلص كارديوليش هقوم انا اقولك ايه تقول انت سرود عليها تقولي ثمن امراض تقوم ايه لهم التمانية نفسي يا جماعة وايه نوصل للدرجة دي بعد ما نخلص هقولك مسأ اسباب الهيموبس ايه تقوم ايه للامراض اللي في القلب اللي بتعمل الهيموبس اقولك نوصل بقى ليه يا جماعة طب حد يعرف يقولك امراض اللي خدناه بتعمل سرومبو امبوليسم ايه انفكتب اندوكاردايتس فالفلر هارتزيس مايوكاردل انفاركوش انت قلتوا منهم اربعة مش عشان يعني عشان مسأيلها باينة فاول مهم ده كده اللي هو فادي كده فالفلر هارتزيس عمل سرومبو امبوليسكي طيب واخر حاجة بيحصل ايه كبير في الليترين مش الليترين بيكبر انا قلت كلمة ابعظ من الان ثاني في اول حصة في كارديولوجي اقسم لو كان في النساء عباد اي حاجة تكبر في الميديسطاينة وبراقية الاتفال في عينيك تعمل كام حاجة يعني هنا اي حاجة تكبر لو قالك اي حاجة كبرت في الميديسطاينة لو قالك عن برايكا سوطلع في الميديسطاينة او الله تشعب تعمل كام حاجة قولنا وبراءة الاطفال فالي تضغط على تلال حاجات صح؟ ايه وما تلات حاجات دول? نضغط على نقوم ايه اللي يحصل? نضغط على التراكية. يوم يحصل ولا نضغط على يوم يحصل ولا يبقى انت بتضغط على تلات حاجات. ايه وما تلات حاجات بقى? تاني. اي حاجة يا جماعة تكبر في المدستان ومنت يقول لك يقول لك مسلا ليفت يترق للنظر. ليفت المدستان. تقوم اينا بس بوقاور بقى. اقول لك اول حاجة طبعا هيحصل ايه? التراكية ممكن تبقى يحصل على التراكية تقوم تعمل كزا كزا. والاوسوفيقاس وليفت ريكارنت ايه? نارينجيا. عارفين الليفت ريكارنت نارينجيا نيرف? او. عارفينه الجدس? ارسوا. ايوة فاكرة انت المدستاني للسندرون اعتبقى رسمي عنه ايه? ايه? ايوة طمنتوا فاكريينهم? لا انا لما ايجي وقت هلننس. ايه انا امحص كده انا موكي. احنا كده وقت يمحنا قولة تلاتة في الفائز تلاتة بين تلاتة في البلمناري. قلل ايه تلاتة في البلمناري ماشا. كونجشي.üne بس خلوهم تلاتة عشان جنبت تلاتة. ما هي الاذيبة تاعها كونجشي. هل ايه حاجة؟. بس ايه كومليكيشن. السؤال تخيلوا يا عم كتب منظور روماتيك فيفر هو شاف كلمة روماتيك عم كتب روماتيك فيفر لا يخلت كلمة يعني لو انت بتصعق صفر الغذير لانه هو اصل روماتيك فيفر يبني الكمبريكيشن بتاعتها ايه في اكيوت وفي كورونيك فاكريني الكلام ده من اطفار الاكيوت سيبك منها لو ممكن يحصل هارت فيريار يحصل اريزمية احصل انشاء في كلمة منه انما الكورونيك اللي هي الاهم هي ايه تساوي فالفالرهارتزيس فلما يجي اقول لك روماتيك فيفر ايه كومبريكيشن بتاعته واقول له فالفالرهارتزيس اللي هما ايه بقى تلاتة 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 اللي هما تلاتة تسعة ويبقى بقى كام من ثلاثة من الفالير واحدة كومبريكيشن زفارتفشن غالب مصارف اتنين ازاي بس مش فاق انت منحصل فتحة فكرة فالمهم ندخل بقى بعد كرة في يلا اقولوا الانفستيجيشن زباق امش ايه؟ لان…. اي مرة هنا الحاجة مضيقة ويكلمة مضيقة يهيا؟ بس مال انه هوه لانه هو ايه دوبلر بيعلم ايه يا جماعة؟ ده بيجيب لك البلاط في الكون محصنا فالفالرهارتزيس ليس عايز بس مجرد ايكو خلاص عايز اشوف البلاط في الكون والدم يبقى ابناوين قدامي ولو فيه ابنوربان في الكون اشوفون ويجيب سرعة الدم كمان الا بالمناسبة طب في الانفكتب اندوكاردايتس قبل ما تجاوه الاختيارات تي اي تي اي 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 هاي وقامتين اعطاك اصلا برا وموجود فى مموار ملتوب ازاي شوفوهوا جيرا جماعة فى مموارنا وعندكو اتاعمال اتوق اللي هو اتاعمال اي يا جماعة تي اي ملتوب اتاعمال بالاختيارات ولا تي تي اي ولا اي اي ولا تي اي اي لانتاعمالال الاختيارين لنه عندي هو ايه لان انتائمم انت ni اuzu رغبا على تاعمال تي اي اي لا ني伍井 اها خدوا فى لكم انتوا بتجاوهوا دلوقت انتوا معفيفين ايه لاننانا نصفك الم��حمال الاختيارات هلالتشيات ستطرق واختبائط لا تي اي اي ولا تي اي انت شفتوا حاجة يا جماعة اذا المهم الده لك ده اللي هو ايه الاي سي جي هل يشخص الكاتق اما ممكن يطلع حياة لما يدع عندك ميترال ميترال استنوزيس. الضغط في الليفت اترام بيزيد. احداث الاترام تقصد بالبلفن بي ولا الكوارس? ايه. البي. تلاقي البي عامل ازاي? هو المرض اسمه ميترال فيلفي ديزيس. يبقى اسمها ايه? البي سؤال في الدنيا. الله العزيم واللي يسألوا. الناس بقى اللي بيسألوا نفسهم سؤال ده وما بيعرفوش في الامتحان والله محبوز مكانهم في الجحيم. في اقل اقول ايه بس? اللي هو يا جماعة يقول لك الليفت اترام بيزيد. تبقى البي شكلة عامل ازاي? بي ميترال. ميترال اللي هي ايه ايه ام شابت. لا اعرف المتحان ما تكتبش ام شابت. شنو رجل هم ما يقولكش واحدة يعني ايه ام شابت. لا انما تقول له ما هي الام يعني ايه يا جماعة? تفتكي كده. نوتشت. فخليك زاكي وانت بتحقيل تقول له النوتشت. البي وجهة وانت بتبقى نوتشت كده. معايا? تلاقي البي ويف لما هيبقى الضغطة عالية ممكن ترها نوتشت. يوم هو سأل لك يقولك بس في المرحلة التالتة بيحصل بلمونر ايه? هيبرتنش? طب البلمونر هيبرتنش هيعمل ايه في البي ويف? ما هي يا جماعة الميترال السنوزس عامل بي مايترال. يبقى البلمونر هتعمل بي بالمونال. الميترال كانت ام شيفت. تبقى البلمونال هتبقى ايه? بي شيفت. لأ باحد شقول له نبي بي شيفت. بي شيفت زي اجمعه. وانتوا بي بالمونال هتبقى ايه يا جماعة? بالمونال هتبقى عامل بيت. ليه هتبقى كبيرة. بي بيترال بتبقى ام شيفت. ام شيفت يعلمش دي البيت لايه نقطش دي. بالمونال ايه? لأ مش فيه من حتة تالي سيارسي اصنا ايه بي بيترال بيترال اللي بتقصل مماتر سنوز قلوات ضغط لما بيزيد في الاترام. لما بيزيد في الاترام يخليها عاملها كثرة. اه. الليه بي ويف. لما يحصل بالمونر ايه بيترالشان بتعمل بي بالمونال ليه ايه بقى? مش بي شيف دي نبقى ايه? بي. دي هم واحد يقول لي ايه بقى? طبا هو اصلا ان عيان ده عنده الاتنين مع بعض. مش انت اممكن بي عندك ميترال سنوز استعمل بالمونال رايبرتنشك? شوف بقى المسخرات الطبية. الله يا جماعة ويبقى انسان مهزة فقال. ده عيان اصدقى عيان عنده ايه? اسمه عنده ايه كده? بي الاتنين. اقول لك ميترال بالمونال. ميترال بالمونال. لو ما اللي تمع بقى المشكلة عامل ازاي دي? بتبقى ونطشت. يا اتلاقي البي واحد يا جماعة كبيرة ايه كده. نفسه لقته نطشت. يبقى البي ميترال امي شيف. بي بالمونال بيكت. بي ميترال بالمونال دول اللي تمع بقى. اللي هي بتبقى ويه كمان يا جماعة ونطشت. الحتة دي مش مهمة بس يعني عشان تبقى ايه? ايه? ليه تجيت زي بانت اقولت انه احنا بيفرق بين الانتيروت اه 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 زي نفرق بين الاثنين? اه بس اللي مش هنا ما احنا مش اعطاها دلوقتي بس هو عموما اللي هو اللي احنا بتكلم هنا اللي هو ايه? البي نفسه. انت اواخد بالك البي نفسه بيبا شكلها كده. تبقى مليا ميترال يابا المونال. ايه? لعما وبص انت تعرف بس الضغط انما بيعلم بيعمل كذا مش لازم تعرف ليه بيعمل كذا. الا بقى انا من انه نفهم اي سي جي كوتس اوي. يبص يا مش لايزم برضو على فكرة انت تعرف بس يبص اما بتلاقي كذا يبقى هو عنده كسر. هو ده صح في ايه ايه ايه. ايه بالزرح ايه او بس 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 بصوا بقى جماعة. الايه الاسطرة. دي احطة بس حطة مهمة اوي. ليه بقى? لو واحد عنده باين تبقى الصنوزس. الاسطرة مهمة وليه? مهمة مهمة. ليه? سمعتو عن حاجة وديها نقول لها الحصة الجاية. هو انا المفروض اقول دي في قرار رأسية بس انا عايز اقول لها من دلوقتي ليه? عشان لو واحد في كم اخد قرار البص بقى. قول زي بتقول الحصة الجاية ولا لبعديها. زي ما عملنا في الارزمية. بس انا مش تتاكل اللي اتكلمت. وان اقول لك على حاجة يا جماعة والله الحقيقة اللي متن حاجة. ان دون هم اللي بتطع من اول في الاخر. انا بحرف لك بالله والله فعلا. تلاقيه دايما ان طلع. عارف الشعرات بقى وانها وانما واني وعد في الفلفرارات سنين. سنين. وتقول لها مسلا الفلفرارض انا ما تبقى نعيش فيه مع بعض. اللي هو زك. لأ كل ده في لحثة بيطلع يا جماعة. فهو في حاجة في الميترال استنوزيس اسمها اي يا جماعة? اسمها مايترال استنوزيس اندكس. يعني ايه? ايه? اي واحد عنده ايه? يعني ايه? ايه? يعني ايه? ايه برضو ايه عليه? الميترال استنوزيس اندكس. انه حاصل قسمة الكاردة تقضبط على تضربهم في باية. مين هو في الانسانة الطبيعة يطلع كاملة? يعني انت النهاردة لاخدت بعضة قلت يلا لما تخش نعمل اسطرة وايس الضغط وايس الميتر السلوسس يطلع كاملة. كاردة تقضبط كاملة? خمسة. طب قول له كاردة اقول آآ كاملة? خمسة. خمسة على خمسة في كاملة. مية مية. مية. خمسة على خمسة بواحد في مية مية في المية. يعني احنا كلنا بتاعنا كاملة? احيانا بقى. واحد يبقى عنده ميتر السلوسس جامد اوش. يوم كاردة كاوتبط يبدأ ايه? يالي. والضغط في اللفت اترة ميروح فين. يالي. تقوم الناس بديت ايه? تالي. تالي. طب اديكم مسلا بقى كرة وتقولولي كام في المية. لقيت الكاردة كاوتبط شفت بقى سلا يا جماعة لدي مسلا اللي بسعلي في الحسانة. اربعة. بدأ من خمسة باربعة. والليفت اترة يا بريشا. عالي بدأ من خمسة بقى تمانية. مين يعرف يقولي الانديكس كاملة? خمسين في المية. طب ايه رأييك بقى لدي مسلا تانشي? لقيت ده تلاتة? كاردة كاوتبط تلاتة. تلاتة. ولقيت اللفت اترة بريشا تسعة. مين يقول كاملة? تلاتين في المية. او اقصر ضبقه عجيب للتلاتة وتلاتين وتلاتة من عشرة في المية. او تلاتة اتنين على خمسة اربعين في المية. انا عايز اتغلالي خمسة عشيب في المية مش عارف ليه. لو لقيتهم اتنين وده بقى ليفت اترة بريشا العشرة. ده بقى كم? ايه بقى لو قلت النسبة دي عن خمسة وعشرين في المية هو ده الاسمه الطايت ميترا لسنوتس. يومي يجي يقولك بقى ان في الامس كيو ان الطايت ميترا لسنوتس عبارة عن ميترا لسنوتس وز اندكس. الاندكس كان بقى يقولك اقل من خمسين خمسة وسبعين خمسة وعشرين خمسة في المية بقى. طبعا خمسة عشيب في المية. هزخد بالك بون كده اصف اقولك يعني ايه طايت ميترا لسنوتس اصلا. قلنا هدكتل يعني الصمام بقى اللي من روح تصرتي. ربا. او دي اجابة ايه كلام يعني حلمان الشيء. لما اجابة العلمية اللي هو عايز يسمعها. قلنا ميترا لسنوتس اندكس قل من خمسة عشيب في المية. نبدأ باول الموضوع اللي هو شرح الموضوع زي الناس بقى. هنبدأ بموضوع اسمه ايا جماعة. ميترا لسنوتس. مركزوا معي. بالطريقة الرقصية بقى. ميترا لسنوتس زي وزي اي فالفرار هارتتزيس. هنبدأ نتكلم عن اين؟ نبدأ نتكلم عن يا جماعة عن الاتيولوجي. والاتيولوجي طبعا بتاع الميترا لسنوتس هو عبارة رقم واحد ايا جماعة. روماتيك. وطبعا روماتيك يمثل تسعين او اكتر من تسعين في المية من اسباب الميترا لسنوتس. فلازم تكتبوا رقم كام؟ رقم واحد في الاول. وقلنا ان روماتيك فيفر تعمل ميترا لسنوتس بس بعد كام سنة؟ تبتتكلم عن الاف السنين. يعني انت بتتكلم عن روماتيك اكتيفتي وريكار انت اداك لحد ما يحصل ايا جماعة فيبروزيس فيبروزيس فيبروزيس. لحد ما بعد عشرة خمستاشر سنة تفاجأ البنت دي ميترا لسنوتس. لكن قلنا ان روماتيك فيفر ممكن تعمل ميترا لسنوتس بيرجل اداك. في الحالة دي هيبسمه كاري كومب ميرمر. اللي هو بفعل مين بقى؟ الاديمة وليس بفعل الفيبروزيس. المهم قلنا رقم واحد روماتيك ورقم اثنين كان فيه ايه؟ كونجيلتال. بس خد بالك وانت بفكت الكنجيلتال لازم وشك يحمر كده شوية. يعني لو وشك محمرش في الامتحال وانت بتكتبه كونجيلتال اعطاك بتاخد صفر. ليه بقى؟ لان الكنجيلتال اولا في الموضوع ده. احنا بنتكلم السبب الرئيسي هو روماتيك والسبب الثاني ايه يا جماعة؟ كونجيلتال بس للاسف الاسيف بقى ان الكنجيلتال برغم ان هو فيري رير لكن احيانا يجي فيه بقى في الامي سي كيو. سندروم خدتو السنة اللي فاتت في الاطفال اسمه ايه؟ ليوتم بخر سندروم. حد فاكر السندروم ده؟ ايه ليوتم بخر سندروم ده؟ ده كان دكتور اطفال عايش في كلية الطب المانيا وكان وهو في كلية الطب المانيا اكتشف حاجة غريبة جدا سماها ليوت البخر سندروم اللي هي كان ايه؟ كان اكتشف ان ممكن ممكن يبقى واحد عنده ميترال فالفيتزيس هو مولود كده عنده ميترال فالفيتزيس وعلى فكرة هو محددش هو استينوزيس ولا يرجعش لكن المست بيطلع ايه يا جماعة استينوزيس ولكن هو ميترال فالفيتزيس ومعاه اي بقى؟ ومعاه كمان حاجة اسمها اي اس دي اللي اثنين دول مع بعض واضح ولا مش واضح؟ يبقى بيبقى اي اس دي على فكرة لما ناخد كونجينتال فالفيتزيس هقولك ان الاي اس دي ده في حاجة اسمها استيام بريمام وفي حاجة اسمها ايه يا جماعة استيام سيكوندم هو اللي بيحصل دايما في اليوتن بخر سندروم بيبقى البريمام اللي هو اللي تحت حتى بريمام بيبقى مع البيترال فالفيتزيس معاي اي انا مش معاي منعني سيكوندم برضو فيها ام بس مشوش كلام فهو بريمام بين المهم يصيبك ولا بريمام ولا بتاعه هو اي اس دي ومعاه يا جماعة ميترال فالفيتزيس حلو الكلام؟ ده اليوتن بخر سندروم يبقى ايزا ليوتن عشان ممكن يجي في الامتحان يقولك ايه بقى؟ كل الحاجات الاتية بتعمل مدة يستونك ميرمر اكسبت ويجيب لك سندرومات تخيل تدخل تلاقي اول سؤال في الامتحان كده ويجيب لك اول اختيار ايه بقى؟ يقولك كاري كوم بمرمر صح ولا غلط؟ صح ده ترانزينت ميرمر ليوتن بخر سندروم صح ولا غلط؟ صح لان ده كونجينتال ميتراليسنوزيس مع اي اس دي عندنا كمان اوستن فلنت ميرمر قلنا قبل كده صح؟ كون جابلك الاختيار الرابع مثلا كورنيا الانصار يبقى الاختيار كلهم بيعملوا معادة مين؟ بعادة كورنيا الانصار فالنوبال ده كده اللي هو رقم واحد روماتيك رقم اثنين يا جماعة كونجينتال رقم ثلاثة ريلاتيف وطبعا عارفين يعني ايه ريلاتيف بقى؟ قلنا الباب اللي هو اللي مش باين ده الباب ده يا جماعة باب طبيعي جدا لكن لو كلنا اطلعنا مرة واحدة واحنا بنخرج مرة واحدة هنقول ايه ده؟ ايه الباب دايق نسبيا ده؟ لان كلنا ايه يا جماعة لما بيزيد الدم اللي بيعد في الصمان ده يعمل ريلاتيف ميتراليسنوزيس ايه مثلا اي حالة بتعمل هايبر دايناميك سيكوليشن المهم بقى قلنا هنزود في كل مرة كم سبب؟ سببين وعلى فكرة السببين انا برضو غيرتون في الاسكين لان برضو مقدر جدا الطالب اللي هيقولي ايه دلوقتي انا من النهار دا مش هزاكر غيرتون بس في الفلدراليهارتزيس هيلقيها مورزان ايه ام السببين دول؟ كاريكومب ميرمر وعرفينه كواس قوي واستن فيلينت ميرمر ايه او الأورتكر جيرج، هذا الاب هو التوض chilli وانا لو كانوا تعريفين الاسكين تمام من فيه ايه اوورتكر جيرج وما تفتح في الدifice ايهOpen Kotbar فتنقل ميرمر على هو اكثر إنما هو بينه وبينك الأورطة بيطبع من هنا يعني بس عموما يعني ده كده اللي اسمه أوستن فيلنت ميرمر وقلت لك أن أحيانا في الأوستن فيلنت ميرمر تسمع الميرمر بتاع الميتراليسلوسيس أكتر من الميرمر بتاعي يا جماعة المهم بقى ندخل بحنا كده خلصنا الاتيولوجي في طالب قعد معلم قعد برينس اللي هو قعد هنتريشته بمحلك في أجواء القاع كل اللي مستنيه هو مستني يا جماعة مستني الحتة اللي هتيجي بره لسكيم عشان يرجع إيه؟ يرجع يذاكرها مش هيرجعي هوبس في المذاكرة كلا وخلاص ما هو ده اللي أنا أكتب عنه يا بنتي ندرأت أسلوب مذاكرة أسلوب حياة الاتيولوجي خلاص وشتب عليه وبيلا رجعة وفي كل فالفرار هارتزي سنشتب عليه بالمناسبة المهم بقى ندخل في الهيمو ديناميكس وأنا قلت كلمة إن الهيمو ديناميكس لا إيه؟ تحصص ولا إيه؟ ولا تفهم ولا تنهي يا جماعة تستوعف يعني إيه تستوعب إرسم الرسمة قادي الأنبا هو وادر لرقة اهيه معي ولا مش معي وادر بلموناري فين وادر بلموناري أرتري ونشوف إلي بيحصل بقى يلا حد يقول اللي هيمو ديناميكس عندك هنا الميترا البيض ميترا الفن في ضياء يوم أول خطوة وأول كلمة الدم هيزيت في إيه؟ الضغط هيزيت في الليفتي اتريام يبقى الليفتي اتريام بريشار بيزيد إيه ده أول حاجة وولما اضع الدم راجع من البلموناري فين وأنت معكش دم ديناميلا اللي عندي ليس عارف سأفرole وargentه يعrike زي ما تبقى الميترا يأي سيجب الأوم بيقى وان بعد من البلموناري فين. فالخطوة الثانية. هؤلني هناها عيان اللي عنده البلموناري كونجشان ده متضايق ولا ميتضايق Done لأنه بدأ يشتك من الكام حاجة السبع حاجات ايه هم السبع حاجات اللي انت عرفينه اللي هو ديزنيا ولازم تبدأ بيه؟ ديزنيا وبعد كده الثاني حاجة اللي هي يا جماعة اللي هي الطاف وبعد ذلك الحالات اللي انت عرفينه هي موبسيز و ريكاران تشيس انفكشن يعني اظن ما اعتقدش ان فيه طالب قاعد بعد كل العمر ده ولسه مش عارف البلموناري كونجشن السبع حاجات المهم بقى البلموناري كونجشن يقوم الراجل في الشافوي رفع مدارته كده و نفخته خمس جاره في وشك و يقولك ليه ايه الميكانيزمات اللي تخلي البلموناري كونجشن يقلب لبلموناري هايبرتانشن وهنا فيه اربع ميكانيزمات فيه كم ميكانيزم؟ فيه اربع ميكانيزمات انا قلت منهم في الاسكيم على فكرة ميكانيزم واحد بس ايه الميكانيزم دا اقولتو؟ حاجة بسف حاجة بتاعت ربنا يعني ايه بسف؟ يعني انت عندك هنا الدم ووقف هنا لما يحصل لنجي ستاندنج بلموناري كونجشن يعني ايه لونجي ستاندنج؟ تبتتكلم واحد عنده لنجي كونجشن من سنين يوم يبدأ يحصل ايه؟ تلاقي الدم بدل ما هو واقف هنا في الطاة هنا هيبقى واقف في اخر الطريق وهو اخر الطريق ايه غري البلموناري ارتريولس وهي البلموناري هيبرتانشن ايه؟ غري ان الدم يبقى كتير اوثين يا جماعة في البلموناري ارتريولس زي ما انا قلتلكو اشارة مرور اشارة مرور واقفلت هنا كده اشارة المرور انتعرف فيه في مصر اشارات ما ارتفاعش غريه مرتين في الاسبوع فانت هتيجي تبص تلاقي العربية توقف هنا لو الاشارة لونجي ستاندنج شوية ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي العربية توقف لك هنا في اخر الطريق تلاقي العربية توقف 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 لحد ما توصل فين يا جماعة؟ فبيحصل بالموناري هيبرتانشن لكن السؤال بقى ايه الميكانزمات التانية اللي تخلي الكونجيشن يقلد لهايبرتنشن فيهم اربع ميكانيزمي الميكانيزم اللي انا قلته بقى اسمه ايه بقى بسف بلموناري هايبرتنشن حاجة بسف حاجة اشارة مرور طب الميكانيزم التاني بقى هو احنا لسه كنا من شوية بنقول ايه اللي عنده بلموناري الكونجيشن ده سعيد ولا زعلاني طبعا حزين جدا جدا لانه هو بيشتك من ايه يا جماعة ديسنيا غير عادية وقافه وهموتسس وانشوف الهموبسس دلوقتي ده بيبقى حاجة كاريسية في الميترالسلوز والمهم عنده السبع اعراض اللي انتو عارفينهم كويس اوش يقوم يلجأني مين يا جماعة يقوم يلجأني المخ شفتوا بقى يا جماعة يلجأني الدماغ يا دماغ اتصرف انا دلوقتي انا عندي بل موناري كونجيشن جامده اوي عندي ديسنيا وكافه وكلام ده كله يقوم المخ يتصرف بس يتصرف ازاي بقى بمنتهى الغشومية والغباء خصوصا لو في واحد غبي يعني يا جماعة الحركة دي انا اعتقد ما تحصلش غرفيمين يا جماعة في الاغبياء يعني عارف لو واحد مخه زادي ما اعتقدش ان ده ممكن يحصل الرفليكس الغبي ده ريفليكس في منتهى الغباء تخيل ان مخ يحلها ازاي مخ غبي بقى يقعد يهرش في دماغه كده وولا انا قدامي حالة اثنين ايه هم الحل وطبعا ايوها كبير اللي اقول مالحل الاول الحل الاول هاي ان العيان يدخل بايده كده وويلعمل ايه يدخل بايدة كده ما بين الانتركوستالباس ويدخل على الفالوي يوضح السبق هو ده حل صح نظريا طبقا بس الوقعيين طبقا ميjadiه كده يقول له مخ angel gbajا هدخل بايدة جيد ايدي قال الخيوBre الباضي ان الحل التانى افتح لان الحل التانى اي انا ما لا يدخل يقول pratic عندك دم كتير عمل لك كونجشن فبنا هقفل لك الحنفية من هنا. يعني يقفل الحنفية من هنا. يعني هقلل الدم اصلا اللي بيوصل للبلمونري فين. عن طريق انه عمل ايه يا جماعة? ريفليكس فازو كونستريكشن في البلمونري ارتريولز. خد بالك بقه وعمل ريفليكس فازو ايه يا جماعة? كونستريكشن في البلمونري ارتريولز. فعلا هيصلح البلمونري كونجشن. ولكن على حساب انه هيعمل لك ايه? بلمونهري هايبرتنشن. ولو انت خيرتني انا او لو واحد فيكم يعني يجي له بلمونهري كونجشن ولا بلمونهري هايبرتنشن انا اعتقد بلمونهري كونجشن بعض احسن مليون مرة من البلمونهري هايبرتنشن. شفت بقى الحركة اللي بتحصل هو يعمل ما عمل يا جماعة؟ حصل حصل او بلمونهري هايبرتنشن. يعني الالكونجشن هنا يقوم يعمل رفلكس ايها jug моя جماعة? فازو كونستريكشن هذه. لما يحصل فازو كونستريكشن يقوم يدئ البلموناري ارتريولز يقوم يحصل ايه بلموناري هايبرتنشن يقوموا يسموها ايه بقى بريفليكس يسموها ريكتف او ريفليكس بلموناري هايبرتنشن انو اخط بالك لعبة ظريفة اوي بقى اول ما بيحصل بزوكو ايه في الـ يقوم يحصل ايه يقوم الدم الي بيروح للبلموناري الدين يقل كأنك بالظبط عفلت ايه يا جماعة انت عندك اشارة واقفة قوم قافل ايه الشرع حالص عشان ما يجيش عربيات جديدة فالعبالية هتبدأ تهدى شوية فهو عمل كتف قام قافل بازو كونستريكشن هنا يوم الكونجيشن ايه؟ يتصلح يوم البرموناري ارتريورز يرجع يوسع تاني اول ما بيوسع يوم يحصل كونجيشن ايه؟ تاني يوم يحصل ان البرموناري ارتريورز ايه يا جماعة؟ تقفش تاني وتفضل في اللعبة دي على فكرة الاف السنين بقى تفضل تقفش وتفك وتفك تقفش وتفك تقفش وتفك الحد ما تقفش ومايفكش واول ما يقفش ومايفكش هو ده اسمه ايه بقى؟ مش الاكتب شوفت المخة يا جماعة عمل ايه؟ يوم داخل في حاجة اسمها وبستركتب بالموناري هيبرتنشا اوه عتفتكر ان انت هتفضل الارتريورز بتاعتك بمنته المرونة كده ما هو يا جماعة من كتر ما الحركة دي بتحصل تبدأ البلد فيسل تنشف ويحصل ايه بقى؟ وبستركتب بالموناري هيبرتنشا اسم ح kilograms اذا سأل سؤال الاسكياء ما هو السبب اللي عمل long standing reactive pulmonary hypertension وهو مين اللي عمل اصلا reactive pulmonary hypertension long standing pulmonary congestion يقولوا احد يقوللي ايه ده؟ يعني انا عشان يحصل لي عايز اقولكو كلمة العيان اللي هيدخل في والله لو جبت مين؟ لو رحت للمفاتش كرمبو اللي بيعرف كل حاجة وبشخص كل حاجة لو رحت للمفاتش كرمبو وقرت له عليه ما هيقولك بعدي ايه؟ مفيش خلاص ما ينفعش يا جماعة ما لهاش حل ولا ادوية ولا اي حاجة خلاص انت البلموناري الارتريولز عندك ايه يا جماعة دائت وعشان كده ما لهاش حل انك تزرع يبقى قلبه ورئة في بلد اصلا مفهش تزرع مكرونا وعشان كده يقول لك ايه بقى يقول لك ايه بقى وصحيوم واحد يقول لي بس خد بالك محاجة هو الوبستركشن ده ما بيحصلش غير مثلا بعد الفترة الطويلة دي يعني لازم الاول لونج ستندنج بلموناري كونجشن وبعدين ري اكتف بلموناري هايبرتنشن وبعد الاف السنين يبدأ يحصل ايه يا جماعة اولاك اصبر علي تعيان الميترا للسنوزز ده مؤهل ومعرض انه ممكن يحصل اكيوتا لو مسموها ايه الاولين اكيوت اكيوت اوبستركتف بلموناري هايبرتنشن وده بيبحظ وحش اوي في الحياة يا دكتور ده انا اعرف الناس بيحصلهم اوبستركشن بعد الاف السنين انا لسا عمدي ميترا للسنوزز من اسبوع وفجأة فجأت ان انا عندي ايه يا جماعة اكيوت اوبستركتف بلموناري هايبرتنشن تفسرها ايه مين يقول تفسرها تفسرها اونا الحصة اللي فاتت في الكمبوليكيشن بس انتو ذاكرت دبانا لو بتنشها وثلاث سوان يتلاقي راكعتنش لو عشان مش عشان يرخم عمفة عشان يتمسك واحد من ثلاثة ايوه لان كان فيه استجنشن فلاد بيعمل سرومبو ايه هو نفسه مش قادر يتحرك عنده فممكن يبقى عنده استلميشن باية طريقة فممكن توصل فين يا ولد توصل في البلموناري ارتريولز وتعمل يبقى ايزا ما سبب البلموناري هايبرتنشن السؤال دا بيجي في الامتحان وبيتسيل شافوي سبب البلموناري هايبرتنشن تقوله كم ميكانيز اربعة ايه هما الاربعة الاربعة لهما رقم واحد رقم اتنين رقم تلاتة رقم اربعة احنا على فترة احنا في اللحظات دي احنا ضربنا حجارين بعصف الوقت عارفين ايه هما الحجارين عارفنا الكونجيشن يعمل البلموناري هايبرتنشن ازاي ولما نيجي نشرح البلموناري هايبرتنشن هقولكو ما هي اسباب البلموناري هايبرتنشن وابدا اقولها المفروض انتو تقولولي ايه بقى تقولولي لا اه ما تقولهاش ما هما الاربعة دول شفتو بقى جماعة عشان كده انا بقولوكو اسلوم وذاكرة وطالب الغابي تلاقيه عاد ذاكر الكوبيدة وبيحفظه هو نفس ذات الطالب اللي بيعمل ايه بقى بعد كده بذاكر اسباب البلموناري هايبرتنشن ولسه ما اخدش بالون هي نفس الاسباب عايز اقول كلمة فلسفية هو انت لو عندك كونجيشن ودخلت في البلموناري هايبرتنشن سيبك من الصحة والغلط انت هتستريح ولا مش هتستريح هو اللي عنده كونجيشن بيشتيك من ايه جماعة سبع حاجات ديزنيا وا 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 والحاجات دي كلها تعرف ان هو اول ما بيدخل في البلموناري هايبرتنشن يقوم ايه وبالتالي هو يتحسن لكن هذا التحسن تحسنا كاذبا وعلى فكرة لما عيني يقولك انا اتحسنت ده انت دلتم والله العظيم يا جماعة لما واحدة ست تيجي تقولك ايه دكتور انا بقاني كام سنة عايش عندي ديزنيا ومش قادر اتحرك وعندي همومتسيز وعندي قف بس الحمد لله دكتور انت عارف انا والله دكتور اول ما شفتك انا اتحسنت اوش ولا في ديزنيا ولا قف ولا بتاع واللي هو انت عارف لما تقولك كده يا جماعة اقسم بلاي باهين عليك تاخدها في حضنك كده عشان دموعك تنزل ورا ظهرها ومش قوم ما تشفهش معايا اللي هو جماعة لان معنى ان هي تقولك كده ده انت طنطن لان معنى كده دخلت فين يا جماعة وعشان كده دايما اقول ايه بقى انت عارف لو قلنا ده مسلا اهو ممدوح او معايا عنده ميترا الفالف دا ايه ايه نعم وعندنا مثلا فيه هنا يا جماعة كريم اهو ممدوح وكريم حلو الكلام الاتنين عندهم ميترا السلوزيس والاتنين بيعودوا كل يوم مع بعض على القهوة جي ممدوح قال لي كريم ايه في مرة من ذات المرارير وهو ما بيشيشوا قال له يا كريم هو احنا انت عجبك كده ان عندنا ديزني اوقف وامو بسزو انش قادرين ناخد نفسنا يا عمي ما تيجي نروح للدكتور بقى كريم مرحش الدكتور قال له بقوله كي سيكون من دكاترة وانت عايز تروح له ممدوح راح للدكتور كريم مرحش الدكتور بعد فترة مين اللي حالته هتبقى احسن لما انه يتقابله بعد شهر ويعوده على نفس الاهواء مين اللي حالته احسن اللي مرحش هتبقى حالته احسن من اللي راح هتردوا يا جماعة لان اللي مرحش هيدخل فين بل مونر هي برطنشان بل مونر هي برطنشان عالقب ولا ديزني على فرر راح بقى الدكتور هيبذل قصرى جهده عشان ايه يمنع ان الكونجيشن ده يدخل في بلمونر ايه يا جماعة بس هذا التحسن ايه يا جماعة لان بعد فترة هتلاقي ده خلاص دخل في بلمونر ايه يا جماعة وما فيش حاجة في الدنيا ممكن ايه يا جماعة تعالجوا انما كريم او اللي هو اللي راح يعني مع ايه ولا مش مع ايه فالمهم ده كده اللي هو اللي بيكرز على فكرة نفس الكلام قلنا الحصة اللي فاتت ولكن انا المراضي في الطريقة الرأسية زودنا ايه الكبليه الاخضر ده اللي هو ايه يا جماعة ميكانيزز في بلمونر ايه بارتنشان انا كيسه في ايه بلمونر اي كونجيشن او في كل حالات بقى مش شرط ميتراسولوز ميتراسولوز او ريجيرش اي حاجة كونجيشن ازا يقلب لهاي بارتنشن يلا بقى الكلينكالبيكتشر وطبعا الكلينكالبيكتشر قلنا بقى يلا بقى يلا نسكين فيه ميتراسولوز كما بگ不對 حاجة بالم والله خلص يكمن حاجة بالم اللي هي يا جماعة مالورفلاش على فترة والله يا جماعة روا تشأنكف الحقيق عمرك ما بتفتيكها بالحاج انام حاجة بالم وحاجة بالم وحاجة بال حاجة بالم اللي هي مالورفلاش مالورفلاش اللي هو يا جماعة كورتونهوم ايه بيحصل الحكاية دي حدود فين بعد تع RubICS بس في المرحله كان تثلتها و script وشأة يا جماعة يجيب لك76 كده ومقايل لك ايه في وسط الكلام يقول لكم بعدين لاحظنا ان في ايه يا جماعة مالور فراش في خدود ده انت عارف اللي هو كورتين حمر كده على الخدود اللي اللي قلتلكو عامل بالزبط زي مين بقى الميت كوب بتاع في ميل كلية الطب بالزبط اللي هو بتلاقي دايما ايه يا جماعة في ميل طب اكيد تشوفوا المنظر ده في روان ده تلاحط لك كورتين ايه يا جماعة حمر هنا كده فالمهم على فكرة عشان انت عرفوا ان انا انسان قبل ما اقول انا قبل ما بقول كده لازم الله ايه في ميل بيبوا عدين القداني لازم اشوفهم الاول او الله عارف لما بلاقي واحدة فانا كده والله ما بقولها والغريب بقى اللي بداية ايه بقى وانا باشرح تلاقي ايه يا دي تقول لها دكتور تابو دين افتكارها ازاي باش حاجة تسهلها يوفيه اللي هو قاعد يعني انا مش عايز اقول اصلا عشان وده ايه اللي بتسأل انت عايز فالمهم فيه عامل بالزبط زي ميك اوب بتاع فميل كلية تبطل وعلى فكرة المرور الفلاش ده قولنا اهم مرض بيعملوا ايه قبل كده سيستامة لوباس عشان لما في الشافة يقول لك فيه ايه اللي بيعمل مرور فلاش باش مقترب ايه مراجع هندي فيه طلب على سيكرة بيوقفين في الشافة وكده ايوها دكتور سيستامة لوباس وقيدة من ايه تروما يعني اللي هو واحد يا جماعة ميك باكرة مزاكرات صفرة كده تلاقي كده باكون تروما تروما ايه يا ابنية عما ياخد كده اللي هو بوكسين كده او يقول لك مثلا بوليسايسيميا مالبوليسايسيميا يبتخلي الوش كله هو عايز زيت اناو بتركه الحياة على متني يا اسلام او ععز لي الحياة او هو بيقول بس انما يقول بقى ايه ما تليش على متني الحياة. اللي هو يعني عنده ايه يا جماعة انه هوا عايز يسمع كلمة ميتراليتروزيس المرحلة الثالثة تفسيرها ايه الله وعلا لكن فيه نظريات يعني قولك في البالموناري هايبرتنشان داخلي هنا عالي قوي ممكن يحصل انستموزيس بطريقة او باخرى بين البالموناري والبرونكيال سيركوليشن البرونكيال والبالموناري سيركوليشن ممكن تعمل ايه يا جماعة الشمس دي او كلاترار دي دبان فين بقى ممكن تظهر تظهر في وش العيان بيبقى لون كرموزي كده باين هنا وهنا المهم يعني كلات رزعوهم الممكن تعمل كده وممكن ده تفسير برضو مش مقنعوي باس هو ده التفسير اللي ايه اللي يعني اللي ممكن يتقن لكن هو عموما بقى اللي يهميني هنا هي المراحل ويالله بقى يا ابتوع ايه المدارس المتعالمي يقول المراحل نفس الكلام اللي احنا قلنات الهيمو ديناميس ولكن نقوله بقى بطريقة المرحلة الاولى هي تلك المرحلة اللي ست ايه عندها زيادة في بتشتك من حاجة؟ حد بطيكو يا جماعة هو قاعد عنده الضغط علي شوية في الليفت اترام يعني بدل ما هو زي التبع سبعة حد عندكو عندكو بتشيكل من حاجة ولا الهوت ولا الهوت على فترة مش هتشيكل بحاجات كلها ممكن تباية يا جماعة لو احسس بقى طول ما تقعد ياولاد انا عند الليفت اترام والحقوني الليفت اترام عنده متضخن وانا خايف اللي هو اتحاول الليفت اترام وبنزل رجلين كلا وخلا هي غالبا السبت دي في المرحلة الاولى اسنتوماتيك طيب المرحلة التانية هي تلك المرحلة اللي بيشتكم بل موناريكونجيش اللي هو ما سبعة حاجات ايه هو ما سبعة حاجات بقى تاني ديزنيا هنا بقى لازم تحط خط تحت كلمة ايه ديزنيا لا مهديزنيا في اي مرة في الكارديولوجيا قولنا ديزنيا في الاول لكنها هيموتس اذا ذكر الميتراليستنوزز ذكر الهيموتسيس لان هذا الهيموتسيس قد يكون ممكن يبقى ممكن يبقى ممكن يبقى ممكن يبقى هنجمع الاسباب اللي بتعمل فيه حاجات بتعمل من ضمنها الميتراليستنوزز وعلى فكرة ده ممكن يبقى طب قبل ما نقول ماذا مين يجمع لي التجميع دي مين يعرف يقول امراض ايه الامراض الهيموتسيس لاني تعمل حاسي كيبه ها ايه السؤال ده بيجي الوقت اني مريت مسلا كوزيس وفي اي حاجة اي حاجة تعمل يعني اي مصيبة في الجهل يسرى من القلب ايه ده سبب من اسباب يعني اللي هو رقم واحد بص يا جماعة بص بص عشان ما ننسيش لانا رجلت مستنى اسمع سبب انت محطوش اولا فيه كنين ان ان اللي اي ان مش ان اللي اي ان انفكشن ده بيحصل فين بقى فاي حاجة بتعمل اي حاجة ما هو من ضمن الحاجات يا جماعة هو الانفكشن هو العمل ايه الهيموتسيس يبقى الانفكشن احنا قلنا الانفكشن فحاجة اسمها ايه لو انت فاكر بقى درسرر سندرون رابعة اللي هي بصت انفاركشن بشك توتر بتقولها كنت اطار درسرر أو بصت انفاركشن سندرون معايونا هلو فاكرين درسرر كان ليت ولا كان اللي كومبلكيشن ليت كومبلكيشن هم اللي كومبلكيشن كنت كنتين واحد اربعة ستة وليت أربعة ستة بردا ما هو دائم الان примерно دول ست بتعلمها للزمن دول ستة يابع دول ستة على صور يعني. فهي المهمة يعني. فيقول لك اتنين قليل. طب وبعد تتساعدوا بالله. لو ما قطولش السبب التالت. وهنت بمع رازم تحفظه عشان تقولوه. يعني ما فاشلوا حاديين يقلف سبب يعمل هيموتسة. سبب يعمل اي نزيف في الجسم. اي نزيف في الجسم. مش بس اه في القلب. انا عايز بقى مرض في القلب. ده مش قلب. مرض في القلب يعمل اي نزيف. اي نزيف. اي يا جماعة? اي يا جماعة? طب فكرة ما بتقلبوش. وبعد كده رقم تلاتة اي يا جماعة? ايه. ما انت لو ما قلتش بيعمل هيموتسة. الطمهين اللي هيعمل جماعة هيموتسة. مين اللي هيعمل? ما هو عشان كده يقولك وبعد كده يبقى كم سببين? عشان تبحفظوا طول العمر بقى. ومن لطف الافدار بينا ان السببين اللي بقيين على فكرة احمد منافى. شفتوا يعني يقولك ودي بداي احمد انا قلت لكم في المنطقة بكله هدقى بلنا كم احمد موافي. طمانتاشر لا احمد ساعتاشر. تسعتاشر والله عشان واحنا برايج. ممكن تدخل الشافة وانسألك السؤال ده. احمد موافي جات سريتها فمانا جباطنا كم مرة. قل له تسعتاشر مرة. من ضمنها دي مرة بس دي مرة على سريع كده. يقولك ايه يا جماعة كنين? انفكشن وانفاركشن. وهيبارتنشن وبعدين احمد موافي. احمد موافي ايه ايه بقى? حاجة بالإييه وحاجة بالإم. ده انتوا وبعدوش الحاجة بالإم وواقسم بالله. انا ممكن حصلت حاجة لو يعرف. حق اننا مش نقضي بقى السارة اهم با عائد ماترة السنوزة. يعني انا بتنيل باشر الحيت trovابها مع الماترة السنوسة وبعدين ج DU وي ق LM وفيكو بشارة التي امرEntاتسية يجب مكان يمثل صعب上 مترة السنوسة يا جماعة معي مترة السنوسة طب الいます? نافسوا كده. اوورت لا مش السنوز بقى ايورتك انيوريزم فاكتب انيوريزم بس يبقى ايه الاسباب اللي تعمل هيموطسس ان الكار ده بيه شمس خليك حافظهم بقى بقى من خمسة 2 بالم هايبرتنشن ايه ام معي بس كده ايه ام اللي هي ايه بقى ايه اللي هي ميترا سنوز ميترا سنوز ممكن يعمل هيموطسس قد يكون عاديا وقد يكون ماسفا العاديا نتيجة مين نتيجة مين نتيجة مين الانفكشن العادي لا اي مرض في الجهة اليسرى بيعملو طب امتى يبقى ماسفا سمعتوا على حاجة اسمها برونكيال او بالموناري ابوبليكسي ابوبليكسي لو سعاد تيجي في الامتحانة على فكرة اقولك ابوبليكسي والطالب قاعد ابوبليكسي وابو اللي اللي حاطت ابوبليكسي ردو ايه حاجة اسمعت كارسة ابوبليكسي دي ايه كارسة يعني بيحصل كارسة اه ايه ابوبليكسي ابوبليكسي اللي هي كارسة او ضمار او حاجة كده امتى يحصل الابوبليكسي اذا انا لسه كتبقول فيه كلاترارز ممكن تفتح ما بين البرونكيال والبالموناري كلاترارز دي بتبقى شطاني ولانها شطاني ممكن تلاقي فرعه في اي وقت فرعه في اي وقت تقوم فرعه كده تقك مرة واحدة تلاقي لدرجة ان انت ممكن ما تقدرش تفرق هل ده اموبسيس طبعا هنعرف نفرق في الاتشيست ولكن من الوهلة الاولى كده تبقى عادت الاجام من وفوره دم وانفتحت كده طبعا يبقى فعلا دم كتير جزء المهم بقى نركع كان عشان ما انتقش واحد مرحلة الاولى مرحلة التانية التالتة طبعا واحد بقى يقوم ايه موضات طالب بقى ان ايه الايكيو مهرجة انتش تعمل ايه يا ابني انا عاد اذكر البلمونة رهيبرتنشا عشان المرحلة التالتة في الميتر الارسولوس يا ابني ما هو ييجي موضوع بعد كده اسمه بلمونة رهيبرتنشا عشان كده في الشافة ولما يقول لك المرحلة التالتة سكة هتشتك من ايه قول له حاضر اول ما هناخد البلمونة رهيبرتنشا هنبقى نقول له معناك كلمة واحدة انت تقدر تأليفها لو كارديك او بط لان السكة هنا واقفة ايه الايه هيبقى قليل يعنش بس في حاجات تانية بقى بتحصل في البلمونة رهيبرتنشا هنبقى نعرفها لما ناخد ايه يا جماعة البلمونة رهيبرتنشا المرحلة الرابعة يلا اقولوا الرابعة بقى رابعة ليه ايه ومين فينا على فكرة يا بقى في طلبة فعلا هم اتذكروا بالضبط خلاص حتى لو انت مش فاكروا ما احنا قلنا قبل كاتف كان له كاردك كاتبوته ايه الساستيم الكونجيش ايه طب ايه بقى الروس ايوا tauب اييه ايوة 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 والزبط معي خلاص. طب هو الرابع. تعب في واحدة كده. انا بحب انبوص انا حب الكلام. فهذا كده اللي هو بوسه يا جماعة. طيب ندخل بقى بعد كده نتكلم عن ايب خلينيكا البيتشا. سهل ولا صعب? سهل لا. خلينيكا البيتشا تخدو بعى اللوكاي الاكزام. يلا اقولو يا جماعة المفروب بقى او السعراء. ليه بقى? عايز بقى اداء سريع جميعا. لا لا. بتبص. تلاقي فيه? خلاص. هنا بقى انت عارف بيحصل في المحورة التالتي. يبقى بلسيشال في ساكند ليفت انتركوستاليس بيس. اللي هو اناكسه بالموناري هايبرتنج. خلص الكلام. طب البالبيشان. سلابنج. طبعا عارفين بقى ليه? سلابنج يعني ايه سلابنج? يعني خلطة فاكرين انا مانا قرصتوا راحوا ملقى سريعة وضعيفة. راحوا لبتاع الاسامي. بتاع الاسامي يا بتاع الاسامي. حاجة سريع وضعيفة نسميها ايه دا كلام دا زمان بقى هم ناسا بيسموا الحاجة. قالوا حاجة ضعيفة وسريعة ضعيفة وسريعة وامدوب بكل واحد اقلمين. قالوا الاقلم. قالوا الاقلم ازاي؟ قالوا الاقلم بيمتاز بانه ايه؟ سريع. طب ممكن تمسك واحد دي خمس ست اقلم في ثانية. وفي نفس الوقت الاقلم ما بيموتش. بش حاجة باخد بالاقلم بيموت يعني. انما ممكن تاخد زمانة او بتركو قبي كده شنوت في فقيم تموت. فعشان كده عليك ايه خطة سريعة وضعيفة بازال اقلم. دا كمان في حاجة. قلناها الحصة اللي فاتت ان الميترالستنوزس احدى تلات اسباب يعله الفيرستهارتساوند. فلما الفيرستهارتساوند هي عليك يومي طرقة تحس بيدك بالباب والفيرستهارتساوند. فقال لك ده هو سلابينج دا اسمه دقيق قوي. لان بيبقى الايبكس في الحالة دي يا جماعة غبطات سريعة وضعيفة وبالطرقة. المقصود بكأن انت تطرقة ايه؟ بالباب والفيرستهارتسا هلو تيجي تحط هناك كده هتقوم يا جماعة تحس الفيرستهارتسي يقولك ايه في الامتحان يقولك والفيرسترساوند اخباره وهي تقوله عالش في دا كاترة كده في شافوي اللي هو موخ صغير اوي هو مش موخ صغير هو فيلسوف على فكرة. قولك تعرفت منين ان ان هو عالش. على فكرة سؤال دا بتسيل كتير اويش انت عرفت منين ان هو عالش. اما هو عارف ان الطالب عارف الحالة اصلا. فقام سألك انت عرفت منين ان ان الفيرست عليه يا حبيب. هده في ايجابتين على فكرة في اي مع أنها صحة على فكرة دي الإجابة الصحة وفي إجابة وفي إجابة اللي هو اللي عايز يسمعها فعلا الإجابة المستفزة دي ما نفعش يبقى أول سؤال تتسأل و تجاوب الإجابة دي تقول له وهي دي صحر فكرة الإجابة اللي عرفت من إنه هو عالي والله دكتور الخبرة بس هو فعلا على فكرة و دكتور كبير ما يعرفت من إنه عالي من خبرة إنه أسمع بكده نوربل مليون مرة ما بيبقاش كده المرة دي لوبتك فعرفت من إنه بس ما بقاش معلش طالب لسه بمرت في الطب وقف أول سؤال يتسأل وعرفت من إنه هو عالي وقم إيله يا جماعة هقوله أنا برضو من خبرة سنيني أو برضو متعود مع مسألة كده صفر اللي هو إيه جماعة فأول هي إجابة صح بس إيه إمتى تبقى صح لو سألك مليون سؤال قبليها وإنت بتجاوبه أو ممكن تقول الإجابة دي تبقى ساعتها إنما إجابة هاش أول سؤال ما تبقى شقرة معي إجابة اللي هو عايز يسمعها إيه هي بقى؟ عربت من إنه الفيرس عالي قصة يا دكتور حسيته حسيته عطيت جيدي هنا وطبعا انت عارفين بتحسوا البالبابول زي أنا عقول برضو كانت بزا زي السريل كده فالمهم ده كده لسألتوا فيه هو لا على فكرة بس أنا أقول لك الحاجة لأن في قولنا ممكن معلاش في حالة أو لو حصل كالسفكيش يعني ممكن حصل كالسفكيش أو كالسفكيش أو كالسفكيش طبعا كالسفكيش طيب فده كده اللي هو يا جماعة ده اللي هو الانسبكشن بالبيشن هو سؤال بقى ليه سلابنج بقى؟ عاز الإجابة للصبحية الرم خليكوا يا جماعة ليه سلابنج؟ عشان تبقى سلابنج ايه؟ 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 ولما الدم اللي خارج في الأورطة يبقى قلية اليوم يعمل إيه؟ وعشان كده بيمتازى بأنه يا جماعة؟ سريعا والله العظيم يتطلب الدونسي ايه؟ والله العظيم يقول لي الملامة ليهوموا يا جماعة يتحزن وقوله سوايا لان غير دلوقتي اللي الأول ما بدأت بحصل على فكرة نفسي كلام مولاش حاجة جديدة غير ان يبقى صغيرة جدا معي ولا مش معي انسبكشن خلاص بركشن 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 ايه؟ هنعمل ايه يا جماعة؟ سريعا اقوله دلوقتي لكن نخد بالك البركشن اللي هو ايه بقى؟ ضمنس في الساكند ليفت ايهتركوزثل اس بيس لو حصل ده المولار اللي هايبرتنشك وبالمولار بركشن في الهارت بيبقى ايه؟ عايز كده يا جماعة معادة معادة مواجد مواجد اللي يقوله يا ناين ايه ايه خلبوص ما هو الهير بوردر الهير بوردر هادي الهير بطن مواجد بركشن ما هو هم 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 هتحدى تخش عمسكراتيشن كم حاجة بقى ثلاث حاجات نورمال هارد ساوند هنا هيبان بقى لحنا زرعناقب لكرة هنحصود دلوقتي وجايز من فنيش ونحصودها هنحصود نورمال هارد ساوند أديشناد ساوند ميرمار مبدأ بالنورمال ولا بالأديشناد ولا بالميرمار نورمال يالله بقلولي النورمال فرست هارد ساوند إلا إذا إذا طابل الميترا وكارسيكيشن ليه؟ ليه كارسيكيشن ما يعليش الفرست لأن الباب هيقفل بطب طب ليه الميترا وكارسيكيش لما يبقى موجود الفرست ما بيعليش بلاش رجابة المستفزة في طالبة كرة والله يا جماعة لا يفعص يا دكتور وبرائة الأطفال والله عظيم بيبقى الدكتور واقف مش عايز أقولك بيبحث بيه أولا بيتخيل الفوتة وهي على دماغ هيتفوتة المعرجة الهنديوية على دماغة ليه طالب واقف ايه يا جماعة وبرائة الأطفال في عينيها يا دكتور أصل الميترا وكارسيكيش بيعلي الفرست الميترا ورجيش بيقلل الفرست يبقى يا دار ما داخلك ايه شرط اللي هي حبايب يعني اللي هي نظريت حبايب على فكرة ايه اسمع هايون هالكو دي يا حبايب عريطة فين قلنوا عريطة فين انجلة طبيع اسمع للملي العوم والنبيع اللي هي مجلة اول اللي هي حبايب ونظريت حبايب لا مش كده ليه الدب الميترا بيقلل الفرست أو ليه لأنها مصكت باي ميرمر الكلام اللي احنا قلناه بكزه الميرمر اوف ميترا ورجيش بانسي ستوليك ميرمر فييجي يعمل موسكينج عليه على الفرست ساعد ساعد عايز حد يقولي بقى القديشنا بساعد وبسرعة بقى جماعا لاني لسه شرحناها مبارك خلاص اوبنينجسناب حاسئل سؤال طبعا عارفين اوبنينجسناب بقى وقولنا بقى وممضوح وميرفت فاكرة اسمع الكلام ده او لا مش اصدي فاكرة ما كنت بتاقطع لا انا اصدي الميرفت ممضوح وميرفت والطرقاعة بتاعة الوبنينجسناب والحاجات دي كلها امتى ما يبقاش فيه اوبنينجسناب في صوت الفرز هو بيفتح لو فيه كالسفكيشن طب سؤال كلما زادت السؤال ده بيجي في الامسكيو على ظهور عارفين كلما زادت زادت السيبيريكو كلما زادت كلما زربت اوبنينجسناب فاكريني يا جماع البوق اي ده طب اللي يخليكو بقى اكتبوها بالعربي عشان دي كيفيكو كالبنان بارة طب عشان خطر اكتبوها تانش هنا بقى في الميترارسنوس كلما زادت كلما زادت كلما اقتربت السيبيريكو سؤال ده مش حافظة السؤال ده ما بيجي في الامسكيو بالله اطربة كتير غالط فيه اقتربت من ايه بقى كلما اقتربت من الس 2 كلما اقتربت من الس 2 يبقى كلها مزادت يعني هو اصلا كل ما يزيد كل ما يفتح بدريه لانه الضغط في اليترم بيباعاني اوي فسهل انه يفتح رطول فبيفتح بدري فا هو الامر ايه غير ان صوت الباله هو بيفتح اصب فعشان كلا الوبينج ستاب كان في حاجات تانية اديشنال ساوند بتحصل اوله بقى اس تلاتة انا عايز بقى واحد معلم يقولي اس تلاتة في حالة ايه؟ استيتس فوت طب هو ايجيكشن كليك في حالة ايه؟ ايه بقى بالمونر يهيبارتنش شفتوا يا جماعة فهنا اس تلاتة هنا اس تلاتة هنا اس تلاتة من ايجيكشن كليك سهلة رمي صعبة طب يبقى اذا الوديع اللي بتحصل في بقى 1 رقم ، elevated رقم 12 König جريك طريقة البصماجية انا ايوه فنكتب هنا طريقة البصماجية لانها هتفيد من الغرضة في كل البنزل ايجيكشن سيستوليك واحد بصماجي اكيد عارف اسامي المربوات جهاز تحتها الحرف الال ده استوليك مت ده استوليك اي ام احمد موين في احمد كون بس كده يلا بحث ايجيكشن سيستوليك تبع ورتيك استوليك تبع ما يترون ايه. ما علمى؟ ايجيك. يعنого العمر مكادقة ع peleدة للحياة بسهولة دي ولا عمر مكادة الطب بلايه�데 والصبر . هو ده اللي احنا بنجاوه ومالله يلا خصとか؟ طيب ايه اللي ديا استوليك تبع Orte ايه عشان تعرفوا ان انا شفته معكم كثير يا جماعة انا شفت 1942 في الديناء دي جيدش وانا ب Netflix tomorrow حتة دي. بيه Noes on jumbo اش comdtek ايه الناج عقرقي لمشوshi حل�를 تلك السويوت? احنن رج Pinterest شفت? انا شفت كتير يا جماعة في الدنيا دي دي فتبع أورتك رجاج طب مين ده يا ستولك تبع ماي ترى ليه؟ حتى لو بقلت لك مس علبة مدام علبة مدامة علبة مدامة فالمهم ايجيشن ستولك وايه ايه بان ستولك واحد كزا دي طريقة الايه؟ دي طريقة البسماجية مش عماز ايه اللي احنا قلنا اقول اول ما قلنا في البرارت الزيز ايه؟ ايه؟ انا هي بقى طريقة البسماجية دي لا بصي اهي اصطرت البسماجية ما تفهمش هي كنة اللي هو كتبنا ايه؟ اللي هو المرمرات تحت بعض معايا؟ ايه بقى المرمرات؟ اكيد واحد بسماجي اكيد يعرف المرمر زي عش يعني هو ايجيشن ستولك تحتها ايه؟ بان ستولك وبعدين نكتب الدياستولك مرمر نبدأ بالبحرفي ايه برضو ايه اللي داستولك وبعدين ايه يا جماعة؟ ميه داستولك ونيجي لهم كالبين احمد موافي احمد موافي ايه ام ايه ام بس كده وبالمنطق بقى واس انتو محضرتش عشان انا عايز ازبتلكون الفطرة بالفطرة اولا يا محي يا حاجة ايجيشن ستولك تبقى وورتك ايه؟ ستولس بان ستولك تبقى ميتران ايه؟ رجالش لانا عمر ما كانت الحقيقة بس ستولك انا اسألوات بقى نعليم في اللغة الاول بقى اول الحاجات دي وبعد كده ايه اللي داستولك تبقى وورتك ايه؟ رجالش رجالش ما احنا قول ان السلوس اسفولك؟ عفكرة انت مش لوحدة طب وورتكام من داستولك تبقى ميتران ايه؟ السلوس دي طريقت البصمجية نقول طريقة الفاهماجية بقى الفاهماجية اللي هي تبديمين في كده لاللغ معهم لانا بقى لو سجد يعني نبقى ايه؟ استانوا استول 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 وهنا استول ميتران بيطق فيها في الداستول ايه؟ بس يبقى نسان كدهب ويبقى ليه للأدب ونادله وحقيره فاهمة بشع ندله وحقيره وجبانه وسافر كمونة اللي يقولك ان الميتران بيفتح فاول الداستول وبيفتح هنا الداستول خلاص بقى ما احنا قلنا بقى ودي سمع ايه ايه المهم الميتران بيفتح يالله بقى كلام نجاريين مشكلة اي استنوز طب قولي انت يا بنت عشان انا عايز ازبطوك الفطرة هي مش بل مذاكرة بل فاترة مشكلة اي باب دايق تبانوه هو مفتوح او مقفول مفتوح ام لا DESA هاي اقولạnh ح transform لو مقفوله انت أعرف مين هو دايق افتح وجع افتح وجع عدا لايه دايق مشكلة اي استنوزسher مشكلة اي باب دايق خلاص جديد انت مفتوح بينما مشكلة اي باب يفوت تبانوا هو اي يا جماعة؟ مأفوك فاحنا منتكلم النهاردة عن ميترال ايه؟ ميتراليستنوزس ميتراليستنوزس يبقى تبانوا هو ايه؟ مفتوح ايه ابص على الرسمة هون ميترالي يفتح الدا في الدياستون فعقول الدياستون لا لا وبيبطل فاتح 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 لحد ايه؟ لحد ما بيرفل هنا قبل السستون على رسمة فايقوم اقيل لك ايه؟ هل شفتوا طريقة الفاهمجية تجيبها بالظبط ميت داستوليك بريس استونيك مين ملاحظ حقا؟ ميت داستوليك طبعا طريقة الباصمجية قالتك ميت داستوليك بس المالفاهمجية بقول لازم برضه ايه يا جماعة؟ بس خد بيرك بعض هنا لاحظت ايه؟ ان البريس استوليك اكسنت واش؟ ليه؟ بزبط لان هنا تيه إطرا الانتراكشة الانتراكشة بنزل الدم بسرعة فالدم هو نزل بسق معنى الكمية اقل بس ده من سريع. فيعمل الصوت المرمر يباقي. فتلاقي الصوت عم الزبعة ويقوم زايد كده. ايوة بالزبط كده. اللي هو يقوم زايد هنا كده. طب امتى ما يبقاش فيه ويقوم زاود. او بزبط اترا فاي بريليشن. لعن الا اترا فاي بريليشن مفيش اصلا الا اترا فالمهم ده كده اللي هو بس خد بالك من حاجة. انا فاكر اللحزة دي وكأنها كانت من. ده هي فعلا كاتم بارها. وانا بقول لك ان اي مرمر تعلق عليه. لازم تعلق على كم حاجة. بس بحاجات. قول بقى. قول. ده المفروض ده كله. انا عايز اداة سريعة جدا يا جماعة. طبعا عرفنا ليه الميتر الاريا بنسمعه في الايبكس. معي? طب يلا حد يقول الكاركتر. لا لا لا. انا عايز تخدني على ادعائي. ما هو رامب الانجدين تفكيرها من الامبارح. بس انا عايز تفكر تفكير المنطقة عشانه نصيد في المتحاني. ايه الكاركتر؟ هي اخناقة ما بين مين ومين. اتنين فرافير. واي اخناقة ما بين اتنين فرافير زيتل على صوت ايه؟ ده مانا ارتلقت بعض على ايه وطلق حمادة وطوتو بيتخلقوا مع بعض. حمادة وطوتو بيتخلقوا مع بعض. هتلاقي صوت عمل ازاي. حمادة هي. اللي هو اخره من يصحر بعض الموبايلات. ده هي امفاد. ماسكوا توتو حدفوا على الارض. وطوتو امي يا جماعة منفض ضدومه برضو حمادة على الارض. فعيتل على صوت ترامبلين. طب بالمناسبة لو كانت نون اقوية بيتخلق. حارش ومفشوا كلها كترس. طب واحد قول واحد ضعيف. انا لو نفقت فيك طيارة. يطع صوت درون. هنا الميتر على السنوزيس يقولك بيبقى الصوت عملي زاي بقى؟ طب هما ليه اتنين فرافير. ما هو؟ الرسمة هي جدعة ايه؟ شايفين القلب ده يا جماعة؟ شايفين ميتر على السنوزيس؟ شاف الليفت اتريام؟ شاف الليفت فينتركل؟ هو الميتر على السنوزيس خناعة ما بين مين ومين؟ الليفت فينتركل اسناء الديسطور. مين شطر جدا ليقوله الضغط هنا كامل؟ خمسة. طب وهنا كامل؟ صفر. خمسة وصفر. حمادة وفوتو. والله اكتب كده حمادة. اتنين فرافير. يوم يطلع صوت عملي زاي. رامبلينج ميرمر. طب يلا بقى ده الحتة دي لو ما تجاوبتاش بسرعة. جايزة اسرع اداء. جايزة اسرع اداء اللي هي ايه بقى؟ يقول لك relation to respiration. عايز حتى الراجل في الشافة ويأخصم بلاجة معا يستغرب. هونتوا في طرف تجاوبوا بسرعة عليه كده. لان يخد بالك معظم طلبة يبقوا قفيني ازاي بقى. انت بتقول يا دكتور. ويفضل سنين. استنى يا دكتور يمسك لك الحزبة دي. وجاي اهي. واستنى يا دكتور بس دي. اصبر عليها. اصبر عليها يا دكتور. ومين فينك ورس دكتور. استنى يا دكتور بس دي. وفي الابقاء العزعة اطول الـ relation to respiration بيزيل بالايه? بالـ ex-piration. ايش معنى? خلاص. هو انت يا بنت ما نصحفش جاوبي غير بالطريقة دي اللي هي انا عايز اجابها العالمية بقى. الاجابات الحلماتشية قبناها الحصة اللي هي ليه يا جماعة. اهو. اول قوله اول حرشة كله ايه? يقول لك ايه? يقول لك ايه? يقول لك ايه? يقول لحرف اللي بعديه ايه? يبقى بيزيل بالـ ex-piration. الاجابة العالمية. بالضبط انت رب ينفضل هو يصبح السوطة اكثر مقاءر وصفاءا وما ايه سهاء. بس جاو. فالتفضلت الهو. فابيتل على صوت ايه يا جماعة فابيتل على صوت طبعا. طب في اللي مين؟ يزد بالـ ex-piration. ممكن واحد فيه بقى فالسوف. بس ما عليش يا جماعة هفضل دقيقة بوجه الكلام الفلسفة بس. يعني الطرب اللي عادين في الحقيقة الحتة ديه بالنسبة له مش مهمة. ممكن واحد يتساءل يقول لي هي النقطة ديه مهمة. هي مهمة حتة اننا نعرف الـ relation to respiration. علشان الميز. ولا حاجة كلا عشان الـ MQ خلاص. بميز بها المرمر زي بعض ما حسنت يا جماعة أتصفال. إيواء. ممكن. هنا. بالنسبة لرحلة بعض ما هي المهمة ايه يا جماعة. لقى لي ما يضطر الاريحات. سابت تريكا سابت اريحات جمبها على طوال. طب انا لما حط سماعت بشان اخبرت لكم انت في العملية هتسمع زي تخط سماعتك هنا على الـ Apex تحدد مكان الـ Apex زي شاطر وتقوم حط السماعة أيه على الـ Apex وتتحرك زي علامة المرسيدس. لما عادت لك يا جماعة تتساءل تطلع لفوق تروح نحية تريكاسبت. اخبرت كده ليه شانشوف أك اكتر حتة واعلى حتة انا باسمع فيها صوت المكسبب بالضبط كذا فساعات وانت قاعد كرا على الحالة تيجي تحط سمعتك هنا بتسمع صوت عالي اوش تروح نعيه تترايكاسبت تلاقي نفس الصوت تقوم تورش في دماغك يا ترى هل ترى هو مني الاعلى انت مش عارف هو هنا اعلى او هنا اعلى يا ترى انت عندك ميترال او لا ترايكاسبت يوم الدكتور جنبك بشافة وقالك ايو يا حبيبت انت طرفت ازاي يوم الدكتور يخد نفس يوم الدكتور يخد نفس يوم العيان يخد نفس هنا بقى لو خد نفس صوت المرمرعي قل له روح يا ممدوح انت ايه عندك مشكلة في دينين في الرايت الحرف الاي هو لو خرج نفس المرمرعي وهو بيخرج النفس على فكرة الدكتور لم يسأل سؤال ده في شافوي هو عايزك بس تطلب من العيان خد نفس دي والله العظيم هو انت تقول خد نفس قبل مرعيان اي اخد نفس هتلاقي من دي كترول مارك وبعدين قاعد كرا بيبصلك معجب بيك كده معي ولا مش معيه هو لاني بينه وبينك في الامتحان هياخد نفس مجي اخد نفس الصوت بيه ده هو بس هو الراجل بيقول لك ايه يا جماعة هو عايز يعرف الفكرة خد نفس اول انه هتقول له خد نفس وبينه وبينك اصلا ممدوح مش اخد نفس ممدوح يا جماعة مش عايين فعلا بش جايكش في عندك ممدوح بيمثل فهتقول له خد نفس كده فتبقى يفضل بقى استهبل قدام الدكتور خد نفس عايزة ممدوح جرايو تديره قلمين كده بتاخد نفس عايزة زي من الناس بتخليش بقى اتغاب عليه اللي هو اخليك دايما ايه يا جماعة كده لانه ممدوح طبعا عمره بياخد نفس انت ده خمسين طالب يمتحون عارف اليوم الوقت ده هيموت فيها من كترة ممدوحة بصوا يا جماعة فتاك كده ان هو ايه طب يلا اخدش بقى البروبا جيش بيسمع فين اقسم بالله لوحد من ذاكر الحصة اللي فاتتوا والله يا جماعة هينزل تحت اتفرض عليه تحت بيتحزم كده وبيعض يرقص تحت قدام الكوش كبار دولتو الاثنين هتلاقوهم طب وبعد كده يقول لك ايه بقى ايه ما احنا خلاص قلنا اقول كلمة للزمن بقى انت عدلت انتحان في اخر السنة سكيم بتاعت الفالبراهات عزيز ورجع الاسكريبت بتاعت كل موضوع يعني الاسكريبت دي قم راجع عليها بقى بتاعت الميتر الاسكريبت سمع على نفسك انا فاكرا نفس الكلام لو انت فاهم الاسكريبت كويس بقى حصا فانت تقدر تجيلها كلها ادخل بقى بعد كده عايز اسأل كزا سؤال المرمر ده ايه ما لسا بقى هقول بقى نا قلنا المرمر بيبقى ميت دا يستولك يا جماعة مرمر اكتبوا الكلمة دي يا جماعة بالعرب انه الدايسطولك مرمر الوحيد انه الدايسطولك مرمر الوحيد اللي له اللي له اللي له او اللي له اللي له سريل سريل بالعربي سريل بالعربي سريل يا راجل بس كده اه يا راجل بس كده ليه بقى الكلام ده مهم عارفين سريل اللي هو ايه هولك الحاجب شانا قلتلك قلت كده لو انت حطيت ايدك على سماعة كست بتحس سريل ولا بتحس حاي بس طبعا هو مصور اه شغل الكسط وخطي الى كرة بتسمع صوت بس برضو بتحس ايه حاجة هو ده السريل اللي ولد طب هو المرمر يتسمع ولا يتحس طب هو ممكن يتحس لو كان في شرطين عشان يتحس انه يبقى اول حاجة حاجة جريد كان بقى خدتوا في العمل المرمر في جريد واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ست امتى امتى يتحس لو كان اربعة او خمسة او ست يعني اربعة فيما فوق يعني يبقى عالي قوي تقوم تحسوا بس عشان تحسوا خدتوا في العمل انه لابد ان يكون ايه السستونيك مرمر هل الدياستونيك مرمر يتحس لا الدياستونيك مرمر الوحيد اللي بيتحس هو انه صاحب ماة في الموضوع بيتحس sensory احفة بله خليكوا معي ما فلم يتحس канале السلال الوحيد اللي بيتحس في الدياستون هو ميتراليسوني هنا اصوله بهبقى رامبلنج ممكن انهش اتحس انت عرف في المناسب بالتحس الشرح ده هو ما متسمعش اصلا يبقى يتحسن انما هنا ده لا ده ممكن يتحسن واضحونا مش واضح عشان كده بقى يا جماعة مين شطر يقول في البلبي؟ بصوا بقى ما نرجع بقى يا ما نرجع للبلبيشة هتلاقي في ايه؟ نقول له يا جماعة ممكن تزود كمان سريل بيبقى في سريل دا يستولك سريل في البلبيشة فهو ده كده اللي هو ايه يا جماعة واعتقد نفس الكلام اللي احنا قلنا الحصة لفاتر يلا بقى حد يقول خارجا 3 3 2 1 طب 3 في لاول 3 في اليترية حد يقولهم 3 في الف الف ثلاثة في الفلف اللي هم ايه Infective Endocarditis Rheumatic Activity Calcification Infective Endocarditis Infective Endocarditis Infective Endocarditis Infective Endocarditis العلمين الMild Risk العشان ساعد تيجي في ال MSQ طب وبعد كده يقولك ثلاثة في الاتريم يلا حض يقولهم بقى اول حاجة الاتريم يكبر واي اي اتريم يكبر بيعمل ثلاث حاجات يلا اقول اي حاجة بتكبر في الميدياستاينب تعمل ثلاث حاجات اللي هم ايه يضغط على الوسوفيجس يضغط على التاركية يضغط على ايه يا جماعة الكلام ده جماعة سهل انا عاز احس في عيونكم انتوا عرفين الكلام ده طب وبعد كده يعمل اريزمية وبالذات اترال فيبراليشن وعلى رأي المسأل اهم سببين يعملوا اترال فيبراليشن طب ما يقولوا يا جماعة شوية ميترالستروزيس عن السايدات ثلاثة بالمونري يتقلبهم بالمونري كونجشن انفكشن ايه طب واثنين فيليار اقول هنا اتنين فيليار ولا واحد فليار والي لأس ميترالستروزيس يعمل رأية لما ما بيعملش الف واضح ولا مش واضح طيب بعد كده ايوا بس ليا بس يعملش لف ليه ؟ محن قلنا ليه ما عملش لف نحن قلنا ليه اكتلاق اهه يعمل كنت كنت ده العيب عريب عرفت ره ليه بقول كلام بالعربي عشان الفقر هو بقى اللفت بيتركين في الميترا لسنوزيس عامل بالضبط زي ايه في ميل كوليت الأداب معايا اللي هي بتاقي انتو عارفين في ميل كوليت الأداب زي عارفين ايه ده كده اللي هو ندخل بقى بعد كده في الكلمة المضيئة ايكو معايا؟ طيب نبدأ هم واحدة اكس راي ممكن يباين ايه؟ كارديوميجان مين اول تشمبر بيكبر في الميترا لسنوزيس؟ مين اللي تشمبر اللي عمره ما هيكبر لسنوزيس؟ ممكن يحسر كنال لوند كونجيشة؟ طب هون لوند كونجيشة يباني زي في ال اكس راي ايوه لا مش كده قوي هنقولها في التشيزة احسن لكن ال اي سي جي يباني في الميترا لسنوزيس ايه؟ اي سي جي بي ميترال بي بلمونال بي ميترال اللي هي كانت عامة زي؟ ايوه امي شيف اللي هي نوشيف طب بي بلمونال بي شيفت؟ بي ميترال بلمونال ايوه شيفت بي جد و نوشيفت شفتوا يا جماعة نفس الكلامة اللي احنا قناها لكن فيه حتة قلناها بحصة لفيتر على فكرة انا برده قلتها في الكاستريزيشن في الكاس حاجة اسمها ميترالسنوزيس اندكس هم يخلع تقلل مع ميترالسنوزيس اندكس عيني معظمكو عيني قابل من البسط ده لما بيقيله لما البسط يقيله والمقام يزيد تو مرشو ايه يا جماعة تقل تزيد صح يا مرحب امتى يقف في طاية ميتر الالسنوزس خمسة عشرة مية قال لي من خلص عشير في المية لان انا بشوف الحاجات ده والله تلاقي مثلا ايه ايه في الشافل قول لي يا ابن هو يعني ايه طاية ميتر الالسنوزس تلاقي الطالب واي او دفل طايت يعني انت عارف في يده ايه قوي انت عارف ادفل زي ما تروحت كده تجيب بانطرون طايت عارف يبقى ده سلم اللي هو يعني كده طبعا ده اللي هو كمان هيراك وانا هديكي برضو دار جائيل اللي هو طايت هو عايز يسمع كلمتين اما يبقى اقل من واحد سنتمتر مربع ودي مش مهمة بالمناسبة انما هو عايز يسمع ايه بقى تقوله الاندكس قال لي من خمسة عشر في المية بس كده خش على التريتمنت فيه ميديكل وفي نان فرماكولوشكا الميديكل هنا بروفلاكتك اجنست انفكتف اندوكاردايتس ساعدت على فكرة السؤال ده اعتقد جس انا قبل ان فاتت تقريبا اه صراعي بفاتت فارماكولوجيكال تريتمينت اوف ميترالسونوز لان بينه وبينك وده وطلبه كتير قال لك فارماكولوجيكال هو الميترالسونوزيس يتعالج فارماكولوجيكال ما هو بروفلاكتك اجنست ايه انفكتف اندوكاردايتس اللي هو واحد انت لو في حد فيكو يا جماعة عنده ميترالسونوزيس ما هي بعرف كلامتي ده لازم ياخد بالو جدا من انفكتف اندوكاردايتس صح والغرطة مع انها رئر على فكرة بس برضو موديلت ريسك هي مش ريسك منعادي ما يعني فيقول لك بروفلاكتك اجنست وتكتب ثلاث سطور بتوع انفكتف اندوكاردايتس اللي هو تفاكرينه فده كرا امان ايه فعشان كرا ما هو بروفلاكتك اجنست ايه بروفلاكتك اجنست روماتيك اكتفتي انظروا روماتيك فيفا وايه كمان؟ حكاليكم عاجة معاو ايه كمان؟ كمبليكيشن زي بسألوا حصل هارتفاليا وعادوا حصل ايه ترالفايبرال ليش همعليكها؟ معايا لو بترت حاجات عارف لو انا في مضوعة طبيعية وكرا وحس ان انتم بايين كده كنت على طول دلوقتي امني افتركوا بالقليسم او الله انتقلوك وما هو باين عليكم فعشان كلا لكن لو الناس فيها بتبطلهم طب اي برد يا ريزبك انتعلم زي يا دكاترة يا جماعة ثلاثة ايه؟ عالب السبب وعالب السبب طب اربس اسمه بسرعة في انتريك الارتاكي كارديا وبسرعة ايه بي سي دي وده ايه حوالين؟ ايه 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 انا بحب يا جماعة اقرر لان انا عارف التكرار بي ايه يا جماعة ايه 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 شو صديم طب وبعد كده طب الفنتريك الارتاكي كارديا ايه 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 قلب بس كده المهم ده البروفلاكتك طب نانفرماكولوجيك ده الفرماكولوجيكال نانفرماكولوجيكال يلا حض يقول بقى واحد ايوا في في الاول لو احد عنده ميترا سروزز نعمل حاجه اسمه بالون ضالتيش تدخل ببلونة اسطرة اسطرة لا ما تنفقشو التداخل. اما تقصى لونسوت. تدخل بقى صرف. تنجابل باللون لحد ما تقصى ليلة كده. تقوم نافق هنا. ممكن واحد ما بقاش متخير الوضع. واني ايه ده. الكلام لو بيحصل خارج. تجيب باللونة وتدخل وتوسع او نافقه. السلطة هو ما انت راس نوس يعني. ادي كده. عارف الرنج. اي رنج صفيح لو كانت صفيح. لو حتة منها دخلت كده. طب بقت بدأنا هدايرة بقت عاملة كده. انت محتاج ايه? عشان ترجعها دايرة تنشي. فمحتاج بس تاك كاكرة تاك توم راجعة تبقى دايرة تنشي. صح ولا ولا. هو ده اللي بيحصل. فانت بتدخل ببلونة. اقول ما بتدخل هنا تنفقها تاك توم راجعة تنشي. تبقى دايرة. بس عيب البلون ضليتيشن او لم يزيتها ان يوم شعمل ايه? ديف ثانية يا ابني. تري اخي اللي هننفق لك البلونة عامل حج. يوم داخل بتاع. بس عيبها ايه بقى? عيبها اولا الكرت. حالو كلام ما تجيبش نتيجة. او عيبها كمان. انو انت بتعملها برضو لها عاملها شروخين. يعني لو دكتور هندي بيعملها نازل مع عقل النبي قد يعملها اقول له لا. اتا عقل ببضل الدين. لان هو ممكن عرفك هيطلع هنا كده? يجب ضرب شروخين قاعد يعمل ايه? اولا هيعمل مصبتين. مصيبة القولة ان هو مفعلة ممكن تطلع من عنده عندك الجرش. تلاقيه اوسع زيادة عن اللزوم فالضمفدين بعده عن بعده. فوته. فييجوا افروا يبقى في مسافة بينهم. ما يتراجعش. او ممكن شروخين يعمل حاجة تانية بقى. هنا يقوم دخلك بالبالونة هنا. وينفقه. يقعد ينفق. والعيان طبعا يخد بالك لما مش دم ايه يا جماعة. فيش دم يقوم يتأخر شروخين يتأخر شوالي. ده ده هندش. يقض بالهند. عشان كده يا جماعة هو بيه ايه يا جماعة. يفضل سيبها فترة كبيرة العيان ده ممكن يدخل بشوك ويموت. في عمال يزرق 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 وشالخن بيصروا مالك يا ميتاب. بتاب عمال يزرق 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 ده بسبب ايه يا جماعة? خد بالك بقى خد بالك. اني ما ينفعش عامل بالونة في حالتين. ايه امه? لو كان فيه يعني بالونة هفاقة او مش حاجة. واضح ولا مش واضح? عشان كده ما ينفعش تتعامل فيه? في الاورطة. لان الاورطة قلنا الكالسفيكيشن عاشقة للاورطة. طب ندخل بعد كده يا جماعة. ممكن تدخل بيدك. نسميها فالفوتومي. طب الاول الفالفوتومي بتدخل بتعمل ايه يا جماعة? فتح عيونة كزا. شفتوها? اه بالصباح. اسمع فالفوتومي. بتفتح فتح عيونة كده وتقوم داخل. خد بالك. فالفر بلسمنت اللي هي بتبقى عاملة زي بقى? بتفتح من هنا ميت لايت. عشان كده مين اللي اللي حظوا حلو في الحقيقة دي فعلا. مش زي الكابيج والحاجات دي فعلا عملية قلبي مفتوح فعلا. اه بتفتح عشان كده من اللي اللي حظوا حلو في الحياة. يدخل الشفوي او يدخل العملي يلا المرحوم نايبه ديهم. طعا. عنده هنا سكار وعنده هنا سكار. تصدق بالله عيونة ده انت حظك ده انت اقول ايه بس? لان انت اول حسن شحاتة. او الله حسن شحاتة فعلا. انت فاكر حسن شحاتة لما كان بيدخل بطراته. لو اعمل على عرف وهدو دياتين في بطن جمل دافنه في سايبريا هو مش مدبر بس عمل العمل ده وما انت فالمهم يا جماعة حسن شحاتة ده انت عمدك سكار هنا اسكار هنا. ده نقص تغني بالعيان كده تلاقي مكتوب على ايفاء ايه? ميترى وتقدر تقول هيستوري كويس او بقى? تقدر تقول هيستوري اللي هو ايه? هتقوم ايه للدكتور? ده هو كان عنده سكار هنا كزا. يبقى هو عمل فالفوتو منه. يحطوا البسكت زي ده بظلط. شايفينو؟ اخدوا الفالف وحطوا البسكت. توم جاب فالف جديد توم ركبوا مكان. معايا واتخيط. انا حبيت اقولها برضو اللي منكم انترسن بالضراحة. فده كده اللي هو ايه? لا يا فده اللي هو ايه يا جماعة الوبن هارد ساشن. بصوا باجماعة ده اللي هو موضوع الميترى السلوسيس. معايا انتبني فيه. معايا والاشعائز. ده اللي هو الميترى السلوسيس. ده اللي هو الميترى السلوسيس. ده اللي هو الميترى السلوسيس. عالفكرة اقولنا فيه معايا كنت فاكرنا احنا اللي هو اسرع من كده. بس طب ندخل على الميترى الرجاج. ميترى الرجاج. اول حاجة. الاسباب. الاسباب ايه بتاعت الميترى الرجاج. يلا يا شباب. يلا يا شباب. ميترى الرجاج. السبعة اسباب. ايه هما السبعة اسباب. اول تلاتة. بعدها نزود اثنين. بعدها اثنين. بعدها اثنين. بعدها اثنين. ما هو الصور؟ ايه هما الاثنين الاثنين الثباشر بسببتك الماثنين الثباشر ايه ؟ قولنا الي هو... والداهون على السنوكس هناك في الميترار جالج بيت ناثنين الاثباشر ايه هما ؟ اول حاجة انتوا عفية يا جمال ميترارف ذدة ممسوك هنا بحاجة اسمها ايه ؟ وبالسجل وانا حتى وانا باشرح الحاجة دي في المائنكارد يعود تلك يابني انت مش حاجة من غير البابيلارف مصر وهو انت ايه من غير البابيلاري ماصل ده البابيلاري ماصل دي هي اللي مسك الميترال بالفل التخليق في الكده لان يخد بالك انت تحت في نفت بنت التلبيان قبض فلما بينقبض بقوة يقوم الميترال بالفل المفروض نظريا يعمل ايه؟ يومطلع لفوق كده صح ولا غلط؟ انما هو ما بيطلعش الفوق شكرا يا بابيلاري ماصل عشان كده يا جماعة الناس اللي عندهم ميوكارديا الانفاركشان ممكن مثلا البابيلاري ماصل تموت يوم يحصل ايه؟ بابيلاري ماصل ديسفانشان تؤدي الى ميترال الجاش صح ولا غلط؟ اذا اول سبب هنزوده من السبابين الاسبيسيفك رقم واحد بابيلاري ماصل ديسفانشان واكتب كده وده بتحصل في الميوكارديا الانفاركشان وقلناها قبل كده تاني حاجة عايزين نزودها حاجة موجودة في الفميل وقمن جدا في الفميل بالمناسبة اسمها ميترال فالف بورولابس اسمها ايه بقى يا جماعة؟ وعايز اقول كلمة ان معظم او او فى فميل نسبة كبيرة جدا من الفميل لو راحوا عاملوا ايكو هايخا قاحوا ايه باعكما بارلوب بورولابس تحس ان الميترال فالف مش مظبوط او فى الفميل بيبقى دايما في ايه فى فبوس كده شوية هزى البرولابس على فكرة يخليه تشتكم من ايه برضا حتى ان تبقى عارفين مثلا بارلوب بارلوب невض trial خلق لكم سيسению ان تسجب مش قريبين هذا الفميل تجي تقول لك انا عندي واجع بالسدر بالذات بيجي اكتر اجاد دخل انام كده اناقي فيه واجع يقعد معي بالساعة ساعتين حسا السدر بيتطبق كده وانا قلت لكم لما واحدة تجي تقول لك الشكوى دي بتطلع حاجة من اثنين من همش تانت بالذات لو كانت صغيرة في السنة صغيرة في السنة فمش اطلع اسكميك هارت ديس غالبا بتطلع اي بقى يعني انت اقول لها يا بنتي طب انت شمعنا الواجع ده بيجي لما بتنفرد مع نفسك طب وانتي قعدة مصحابك في كلية الصبح والكلام ده كله ليه ما بتحسيش بالواجع ده تجي تقول لك هو يا دكتور انا باجي ادخل ساعتها وهي تجي تنام تفضل ساعتين او تلاتة حسن السدراء يا جماعة لازم هنا تسألها لسؤال تيش طب ومع الواجع ده هل في اي كمان لاني ساعات بيبقى فيه كمان بالبتيشن تقول لك يا دكتور عندي واجع في صدري جامد جدا وقلبي بيرزع جامد جدا في المخدة وهذا الواجع ساعاته البالبتيشن ده والجانرال سروبنج اللي عندي تخليلي مش عارفة نين دي لازم تطلب منها اي بقى قولها روحي اعمل لنا اي كو تعمل اي كو لان انا بقول لك اهو يا اما هتطلع قردح نيروسس يا اما هتطلع ايه غالبا بقى ميترال فالفو بورولابس لو تلعت ميترال فالفو بورولابس او اللي عملها كده انت بتطلب منها حلها اي يا جماعة ري اشورانس او الحاجة قولها نسبة كبيرة جدا من الفيميل كده بيبعندوهم ميترال فالفو في الحكاية دي و لو ممكن تكتب لها كونكور او بيتا بلوكر عندها لزوم بس عندها لزوم لما تحس ان عملية دي جامدة معاك او ممكن تاخذي بيتا بلوكر اللي هو كونكور وخلاص فالمهم هنزود هنا في سببين ايه وما السببين بقى واحد يلا اقول لها جناعة بالضبط بقى بقى بلالي مصر ديسفنشن ورقم اتنين ميترال فالفو بورولابس يبا الاتيولوجي او ميترال رجيرجي ايه مين يقوله بسرعة انا بحبتك مال ادائي سرعة واحد روماتي اتنين كونجينتر بلاتر الريلاتيب او فونكشنل هنا اربعة سيرجري انفكتب اندوكارديس بعدين نزود سببين ايه هما السببين دول ايه بالضبط كده حلو الكلام اللي هما ايه بقى تانى بس كده طب ندخل بعد كده نتكلم عن ايه بقى هيمو دينامكس عزوني لا داعي ان انا اقولي الهيمو دينامكس ليه لا داعي ان انا اقولي الهيمو دينامكس Yak Genesis المفروض ديورنج السيستول مين اللي يبقى فاتح الاورتل والميتر اللي اللي المفروض يبقى مقفول بالضبة والمفتاح لكن هل هو هنا مقفول بالضبة والمفتاح لا، شوية دم اولاة الادب حيعدوا في السيستول طول ما الميتر القافل هو مش قافل كويس فهيقولك ايه يا جماعة مرمر شوية الدم بيرجعوا لللفت اياترام يومو يعملوا ايه فيульт اياتريام حوال يقول بقى يزاود الضغط هنا يومو يعملوا ايه يوم يعملوا ايه؟ يوم يعملوا ايه؟ شوفتم بقى يا جماعة؟ على الصعيد الاخر او من الناحية الاخرى وقول لك الكلام ده طبعاً كلكم عارفين بقى الكلام ده بالأول حصة على الناحية الاخرى شوية الدم وقلالات الادب اللي طلعوا فوق دوله هل بيتبخروا؟ يعني بتبقى بخار ماء احمر خارج من الانتركوستان لا طبعاً بيستنوا الفرج ايه هو الفرج؟ اول ما ييجي الدياستور يقوم الميتر اللي يفتح يقوم الدم اللي رجع يقوم نازلة مع الدم اللي بينزل كل مرة يقوم اللي يفاجأ بايه؟ بحاجة اسمها و لما اقول كل اللي عايز اقوله وصل خلافه احياناً يكون الصمت قبل اك مليون مرة من اي كلام لاني انا نفسي بعض متلساني قبل كده في اول حصة في الكارديولوجي قلت من الحاجات اللي بتعمل ما يتررجش و قلت عشان كده عشان الـ كان بيحصل هارتفاليا حد الاول مش فاهم حتة الـ اللي هو يا جماعة ليه بيحصل هنا بنيا مفلود؟ لان الدم اللي رجع بينزل تاني مع الدم اللي بيوصل كل مرة تقول لي مش فاهم اقولك زي بالزبط لما انا كل يوم قديك عشر صفحات حلو الكلام؟ تروح تذاكر العشر صفحات جيت النهضة عملت ايه بقى؟ ذاكرت تمانية بس يبقى بقى كم صفحات؟ هل الصفحتين دور هتدخل من غيرهم؟ لا طبعاً هتيجي بكرة مين شاطر يقول بكرة هتذاكر كم صفحات؟ العشرة بتوع كل مرة شوية الدم اللي بنزل كل مرة ساعد الشوية اللي انت فاوتهم اللي هم كان يبقى انت بكرة هتذاكر 12 صفحات تقوم تيجي على اخر اليوم وايه؟ وتتعب وهو ده اللي بيخلي القلب ييجي على اخر اليوم وايه؟ ويدخل في هرتفليار وعشان كده الميترار كلمة واحدة بقى ميترار رجال جي يعمل صح ولا غلط؟ صح لانه بيعمل فونيام اوفاللود ولا بريشر اوفاللود؟ فونيام اوفاللود صح ولا غلط؟ صح المهم نفس الكلام ان احنا قلنا في اول حصة يا ابني الاساس هي اول حصة معايا ولا مش معايا قلنا الاتيولوجي قلنا الهيمو ديناميكس يلا بقى الكلينيكالبيتشار يا حمادا بالجلزابيل اول كلينيكالبيتشار اي رجالجي مش فيه فوليام اوفاللود؟ طمحنا اي فوليام اوفاللود يعمل اي يا جماعة؟ خلاص خلص الكلام يا جماعة خلق ده الميترار رجالجي ده اقسم بالله اللي يذاكر فيه حرف يبقى لا يصحك هتلاقي ده مكانه محجوز فين يا جماعة؟ في القاع الجحين الطالب اللي بيرجع والله هو عظيم تلاقيه يبتسأله ده الدم ايه؟ قولك انا بذاكر ميترار رجالجي ده ايه ده يا جماعة بقى؟ تنخذش بعد كده عبنوك الاجزام انسبيكشن انا حسنا ليه ناس برضو لسه الاداء مش الليها عايزوا انسبيكشن اللي هو اي يا جماعة فالسيشن في السكندليفت انتركوستان اسبيكشن لو حصل بالمونري هايبرتانشن بالبيشن ماترا رجالجي بيعمل ايه هلنا؟ اي رجالج هايبر ديناميك ايبكس مش فيه فوليوم اوبلوت؟ هايبر ديناميك ايبكس يعني الايبكس ما له خطة قوية وسريعة بس كده قوية وسريعة ده فيه هايبر ديناميك سيكوليشن ده فيه فوليوم اوبلوت؟ طب قولولي بقى عندنا فيه كمان اللي هو البركشن خلاص الكلام فالبا انما الاسكنتشن يلا نبدأ بالمرمر بقى المرمر بتاع الميترا رجالج كلمة سكريبت السيد خلاص الكاركتر يلا عادي واحد بقى واحدة تقول الكاركتر لا متقوليش الكاركتر ايه غلما اي اول تقول الطريقة هي الميترا رجالج اخناقة ما بين مين ومين؟ خناقة ما بين خناقة ما بين قولولي بقى الاسناء ايه؟ الضغط هنا كم؟ خمسة، طب الضغط هنا كم؟ مينة وعشين، ايه ده؟ خنائمة بين واحد قوي واحد ضعيف اللي هو يا جماعة، انت عارف اللي بيحصل انت رحطيت اصلاً ودنك على صدر العيان ده إلا هيحصل يا جماعة؟ هتلاقي الليفت فنتريكل بيقول ايه الليفت إيتريام؟ يا الليفت إيتريام خد شوية الدم دول اللي هو من الليفت إيتريام يقول له ايه؟ يقول له لا يا الليفت فنتريكل انه اسف ممنوع اول ما يقول ممنوع تسمع ضحيقات شريرة انت رحطيت وتنكرة على صدر العيان اللي عنده ميترا ريجاج والله تسمع الصوت ده ها 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 الوقت احكا شريرة متقطعة اردل ارجاع المكان كله جرائيها ليفت إيتريام، شوف عودك وشوف عودي على مية وعشرين يا ابن انت خمسة ده انا لو نفختي فيك ايه؟ اطيارة وقلنا لما واحد قوي تخلي مع واحد فرفور يطلع صوت عمل ازاي؟ صوت بلوينج ادل الكاركتر يلا الحتة اللي انتو بكعشقوها بقى خلاص بقى ما اعتقدش بقى ان حد لسه قاعد في الحقيقة يا طب قولولي بقى ايوة شفت قوكليت برضو في المم انت قاعد بتفكر في المم لاني قلت لكم ميترا ريجاج هتقول لي بيسمع نحية الأجزلة هقول لك مانت لو جبتين هتقول لي هاي قلتين يبني تميز تميز اي حاجة هقول لك نحية الأجزلة قلنا كان ضرفة؟ ضرفتين واحدة انتيرو ميديل اللي احمد مواكي هات والله اجمع انا بسيب البطن وتتكلم عنه والله انت عفين انا الوحيد في الدنيا اللي مانتكلمش عن نفسه انا الوحيد والله يا جماعة مانتكلمش عن نفسه بطن هاي ايه ام احمد مواكي وفي واحدة بصيره لانت ريصغيرة كده معيه ولا مش معيه اهو بقى لما يقول لك هو المرمر با يسمع فينا قول له يا دكتور على حسب على حسب ايه يا جماعة لو كان الانتيرو ميت انتيرو بقى يسمع لحية الاجزلة بقى وانه ايه انا قلت كلمة مبارح وارتاب العرش انه المرمر الوحيد اللي انه يكمل الجنة انه المرمر الوحيد اللي اللي يسمع الايبكس ويسمع لحية الاجزلة عشان كده ساموس اللي اكتب مرمر معيه طب لو الجستيرو اللي اطرر هي اللي فوتت اي حتة فيها بي اي حتة بحرف البي والجسم كله مفوش الى حتتين بحرف البي اللي هو الباك والبيزو طبعا حتسين في المنطقة هنا اللي هو الباك وممكن يا جماعة البيزوزار يعني لو حطيت سماعتك كده اسمع بقى حطيت سماعة هنا ركزوا معايا جماعة سماعة هنا وبعدين انت بتطلع للبيزل ايه الصوت عمال ايه لسه مسمع معاك بيقل 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 بس لسه مسمع قوله يبان انت عندك مين اللي فوتت البسيرو لاتر طب لو سمعتها في الباك قولنا الحتة دي مهمة ليه مهمة فاكرين اه ولهج ويجري والاسمسير فاكرين كلام ده فاكرينه باسجر معايا هدنو ولا لا صار مهم اذا كده يبقى ازا في الانتلوميديا بيسمع ناحية ايه يا جماعة الاكزيلا في البسيرو لاتر بيسمع ناحية ايه الباك او الحتة دي على فكرة بتيجي في الامس كيو طب ندخل بعد كده باك ايه الباسمج ده ده بطريقة الباسمجيي الباسمجي ده اللي هو اني لازم على اوره لا يتكلم قعد في الحياة قعد في الحياة او مراسم البطالة تبقى فضيحة لو انتوا طريقة الباسمجية مش فاهمينها اصلا. طب الفاحمة جاية. يلا عاس حد يقولي الفاحمة جاية. هنقول الملمور اي معا. يبانه هو مفروض بيكون اللي مرحول امتا؟ يبانه هو مرحول. عايزة في النار بطوقة. في البلكون على كورسيك الهزاز وطن. يبانه والغول بمعقول. اوه انت اقولي الكلام ده. ادي الفيرست. وادي السكن. الميترال بيقفلح امتا؟ في الديا ستون. الاول نرسل بسكل. الميترال بيقفلح امتا؟ في الديا ستون. بس بشكاية اول دا ستون ويبقى كده. طب الميترال بقى بيقفل امتا؟ اس وان. الوقت هنا ميترال بيقفل. يلا حد يقولي بقى. ريجرج يبقى المشكلة هو هو مفروضة ام المفروضة؟ مفروضة. يعم. بقول لما اقولك الباب ده بيفوت. ينفع هو مفتوح. هقولك الباب بيفوت ده؟ ده بهندي يا ابني. طبع اي باب يفوت نفوت. اولا اي دا مشكلة اي ريجرج تبانه هو ايه. اولا اصفي ناس الاحظة هم تفكروا في الحيطة اللي مستلخفضين فيها. مشكلة اي ريجرج تبانه هو ايه. مقفول. انا اولا بس اسلوق ومعرفش هو ابيه في الانتر. بس لما بص الريجسما. اهو دا الميترال بيقفل بقى. ده هوا يا جماعة. وبينضى القافل قافل قافل طول فترة الايه. عشان كده يقولك الميرمن بيبقى ايه بقى. ايه بقى. مين يا ولد الفاهمة جيدة. معي ادي كده اللي هو يعني كاركتر. كل مرة تبدأ يقول له. خلاص بك? اللي هو خلاص. على حسب. تقول له على حسب. انا عايز اتشافه كده يا جماعة. كل الناس هيقول اجزالة. انت اقول له يا دكتور على حسب. يقول لك على حسب ايه? قلو ما عرفش يا دكتور. بس يا اشترك. على حسب. على حسب لو كانت انت بقيت لهم هيدة يا لي بل الأجزالة. لو كانت بصيره لاترار. تبقى لقى يا جماعة? بيزا دا. الله يا جماعة فعلا. وايه الطب ده? وايه البطنة دي? وايه الكارديولوجي ده? ميش. ابتلكوا قبل كده قبل كده قبل كده قبل كده قصعب حاجة في الدنيا. الله مش عارف ببتلكوا بكلام ده قبل كده ولا. بس فعلا قصعب حاجة في الدنيا بداية العلاقات. يعني عما بتكون بتبدأ علاقة وبتنهي علاقة. ليه بقى? حتى لو كانت العلاقة الجديدة يعني هي بتبقى كده فعلا. مش عارف ممكن يبقى الشباب الدولسي فميليا ولا فعلا. بس يا فعلا بتبقى يا يا محن. بتبقى يا كده. انت واحد بقى لك. ليه بقى? لانه انا بقول كده بقى كده ايه? العلاقات العديمة او الدفعات القديمة. لابا كنت اقول مسلا وايه البطنة دي وايه الكارديولوجي ده ده. هم نفسه بيقوله وايه احمد موافق. بس المرة ده بقوله هسكيت كده? محدش ايله يا احمد موافق ده ولا حد اثنائي بقى الحق. والبطنة دي وايه الكارديولوجي ده? اه 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 ده كده اللي هو يا جماعة. ده اللي هو الميتراريجج. ندخل بعد تلاف كومبيليكيشنز. لا واحد يقول لي ده انت لسه ما قلتش النور مهارت ساونز. ده انا اقول له يا راجل بس كده. لان النور مهارت ساونز ثلاثة لو حصل هارتفينيار. وهو انه هارتفينيار بيحصل هنا. اللي هتو ولا رايت. قال لي اللي اتنين. كومبيليكيشنز. حداشر حاجة. اثناشر حاجة. خلاص بقى مشانا اقوله بلاني انا نعفره. نفس البروفلاكتك. نفس البروفلاكتك بتاع الميتراريجج. طب ونان اه هينفع عامل بلون دايليتيشا. نانفع عامل بلون دايليتيشا. نانفع فيه من發م مجموعة طبيعية. وده بطلبة. طبيعيين المفروض و اذا بشرح الاورتغسنوسس. كلكم تقولو لي ايه. لا اه مش الادراجاتي بس. انا عايز اقولك كلمة ان الاورتغسنوسس فعلا 98 psychologist بمعنى الكلمة. ولا كلمة بره الحصى دونك. ولا كلمة بمعنى ولا كلمة. يعني انا هشرحه كله. انتو مش هتلاقوا ولا كلمة فعلا ره. فعشان كده الاورتكسنوزز يعني نبدأ. اورتكسنوزز يعني ضيق في الاورتكسنوزز. طب احنا عندنا ايه الاسباب اللي تعمل كده? مع نفس الكلام? اللي هما ايه نفس الكلام? اول ثلاثة اسباب مش ايه لهم لان انتوا عرفانهم. روماتيك و ايه كمان? وطبعا كونجينتال ماشي و ايه كمان يا جماعة? بالزبط. وبعد كده هنزود سببين اسبيسيفك. ايه هما السببين اللي اسبيسيفك بقى? مين يقولهم? هنا انا كنت قلتهم في الاسكين وانا مارت مارتهمش مع طبعا. طب ايه هما السببين اللي ممكن يعملو اورتكسنوزز? فيه سبب مهم جدا اسمه ايه بقى? كالسيفيكيشن. خد بالك الكالسيفيكيشن دايما عاشقها للاورتكبان. واكتر صمام يحصل فيه كالسيفيكيشن هو الاورتكبان. وعشان كده يقولك ايه? كالسيفيكيشن ممكن تدايق المسائل شوية. انما سوف يظل اهم سبب في الدنيا لازم تزوده هنا وبيجي في الامس كيوم. حاجة اسمها ايه بقى يا جماعة? حاجة اسم ايه الاهرة اهل هنا هيكيشنوزز؟ ايه الايه اتش از اس از. ايه الايه الق��게? فاسعة الاورتكحاد ايه هنا من الاسم واضح اي اتش اية اي اس اي سافة. آي ايه اللي هي ايه حاجة ابتتamanكيشن. لن يكونerneiet to batching. نحو ايه؟ نحو الاورتة. وبالتالي يحصل اورتكسنوس. ده مرض اسمه IHSS اللي هو اسمه الاسم الاقصر شيوعا هيبرتروف الكاردوميوباسي. اللي هو نوع من انواع الكاردوميوباسي. وبالمناسبة ده بيجي في ال MSQ لانه السبب رقم واحد لمين بقى الوافاة مين. اللي بيعمل sudden dis في اخواننا مين بقى الرياضيين. فاكرين محمد عبدالوهايب وفاكرين على بدون. اللي هو الرياضيين ممكن لما بيموت sudden dis السبب رقم واحد اللي موته هو ايه؟ انه من كتر ما هو بيشغ لسنبساتك وافرازاتك كاتكولامين وبيلعب رياضة فبيحصل تضخم في عبرت القلب. وعلى فكرة الحتة دي غمضة تفسيرها العلمي مش معروف اوش. انما يقول لك اما بيبقى عندهم معظم الرياضيين يجي يعمل ايه؟ تلاقي عنده فعلا هيبرتروفك ايه يا جماعة كاردوميوباسي. ما فيهاش مشكلة الا لو زادت قوي عن الحد. انما هو بيموت ليه بقى لانه بيحصل صاد ايه؟ والحكاية هنا مش معروف تفسيرها ايه؟ قد يكون عشان السنبساتك عنده حامي شوية. متعرف مرحش التفسير يعني محدش من علماء قدر يفصل الزاهرة دي لكن ممكن يحصل ايه يا جماعة؟ اريزميا وقد تؤدي الى الوفاة مرة واحدة صادن ديس ممكن ايه انسان رياضي بس مش معنى كده من كل الرياضيين عندهم كده بس هو والد ان هو يحصل كده هو السبب رقم واحد اللي بيعمل صادن ديس في ايه يا جماعة في الرياضيين خد بالك بقى ان هو برضو لما بيحصل تضخم في الليفت بنتريكل هيحصل ايه يا جماعة هيحصل اوورتك ستيروزيس وعشان كده بقى يقولك اسب الاولتك ستيروزيس دي السكيم انما هنزود سببين اللي هم ايه والاهم واتلاهم موجودين في السكيم عشان اللي منكو مش هيذاكر غير بس المهم الهيمو ديناميكس اقول ايه في الهيمو ديناميكس خلاص بك؟ يعني انا اعتقد الكلام هيبقى مملي جداً لو قلت انه بيحصل؟ عادي كده القلب اهو وادى اللونج وادى البلمونري فين وادى البلمونري ارطري اهو وادى الاولتة اهو عندنا الليفت بنتريكل ايه اللي بيحصل بعض عندنا هنا في اولتك ستيروزيس طبع طبعاً لما يحصل في الأورطة يبقى وكأن الليفت فينتريكل بيشيل ايه يا جماعة؟ حديث. حديث لأن المقاومة عاني اول افطل لود عاني اوش. فيبدأ يحصل الليفت فينتريكل ايه يا جماعة؟ أيبرتروف. طبعاً موماً بقى. طبعاً لما يتضخم الليفت فينتريكل طبعاً قلتلكوا قبل كده بيجر نوت ايه؟ نوت بيجر. يعني ايه وعد تفتكر ان دي حاجة حلوة. حاجة حلوة في البدايات بس. بس في النهايات هيدخل في ايه؟ ليفت فينتريكل ايه؟ يقول واحد فيكو يقول لي قديم على فكرة. لأن انت نفسك بعض متلسانك قلت ان كل الفنترال هارتزيز بتعمل ليفت صايدة هارتفلير ما عادة الميترالسنوس. وده مش ميترالسنوس. وبالتالي مبدئياً هنا بقى ممكن يحصل ايه يا جماعة؟ ليفت صايدة هارتفلير برضو لو لا في مجموعة طبعية. مفروض وانا بكمل انتوا نفسكوا تقولوني ايه بقى؟ لا اه خلاص بقى يا جماعة كلام هيبقى ممين لأوجه. ما هو اصل هنا الدم مش عارف يطلع. من السكة مقفولة. هيروح فين بيتبخر؟ تلاقي بخار مية احمر تاريخ الانتراكوستاني بيسيز. لا يا جماعة يا فتار مدارس يبتعلمين بيفضل هنا. يوم الدم مش هيعرف ينزل يوم الضغط يزيد ايه؟ هنا يوم يعمل 중 Determination يوم يعمل يوم transition بكم ميكانيزم اللي هو اول ميكانيزم like BASV وبعد كده الهو يفك ويقفش يفك ويقفش وبعدين يقفش وما يفكش اللي هي حاجة اسمها ايه فاكرين الكلام ده غير انه ممكن لو فيه استجنيشن او في لارد و سرومبو ايبولياز ممكن يحصل ايه يا جماعة اكيوت او باستركتب بالموناري هيبخنشن الكلام ده هو الحصة اللي فاتت لكن مش وقته المهاردة فالمهم ده كده هو الهيوم ده يلا بقى الحتة اللي انتو بتعشقوها ايه كلمة المانفستيشن تحملها بالجنزبين يا جماعة فالمفروض انا بشرح الموضوع ده والله العظيم تقوموا كده تتحزنوا كلكم ترسوا وتعديد لان فعلا الكلام ده ايه يا جماعة اوورتكستنوزس يبقى نزود حاجة بالايه وحاجة بالاس حاجة بالال اللي هي ايه انجنة وطبعا انا فاكر وانا بقى ده انا بحب كده بقى اللي ماسك خيوط اللعبة في ايده اللي هو رما اجا قوله ليه اوورتكستنوزس يعمل انجنة تقوم انت ترد علي وتقولي ايه تلات حاجات على فكرا انا فاكر كويس جدا وكأن اليوم ده كان امبالح وانا بشرح الموضوع ده اتركوا تلات حاجات وانا ارتكمش بس اتركوا لما ايجي اليوم اللي بشرح فيه الاورتكستنوزس لازم انتو تفكروني انهم كم حاجة تلات حاجات وبرضو مش ااينهم على فكرة ليه مش ااينهم لان انتو المفروض المفروض تعرفوا منهم على الاقل كم على فكرة تعرفهم التلاتة المفروض تعرفوا التلاتة يعني شغالوا دماغك وكده فيه ولا مفيش فيه يبقى المهم اما تعرف ان الاورتكسنوزز يعمل انجرة عشان ثلاث حاجات اولا فيه سبب رابع على فكرة حلما انتيشي مش عايز اقوله بقى لان المفروض بنتكلم بصورة عجلية النهاردة ان اي اورتة بالايه تبقى بتعملي يا جماعة انجرة وبرده بالايه التفسير ده مش عايز اسمعه النهاردة عايز اعرف ثلاث تفسيرات مين ايه هم الثلاث تفسيرات بعض مين يونهم واحد على فكرة رقم واحد ده مرتهوش انا مش بعيد يحصلني تضخم في الليفتفينتركل انا شخصان انا وايه اهو الليفتفينتريترار هايبيرتروف يوم يزود الدماندوف ايه يا جماعة اوك الاورسوجين وبالتالي يحصل ايه انجرة ما هي الاورسوجين غير يا اما السابلاي ال يا اما ديموند ايه هو اللي ايه هو اللي زين رقم اتنين ايه السبب التاني اللي ممكن يعمل ايه مش فيه لو كارديك اوت بوت ده تاني ايتم في اللو كارديك اوت بوت كان ايه انجرة صح او الغلط طب مين يقول التفسير التالت بقى السبب الانجرة ايوه طيب انا قلتها قبل كده ان الاورتك السينوزيس مست بروبابلي بيبقى اسوشييتد وز ايه يا جماعة ايورتك رجلش غالبا اللي بيبقى عنده ضيق في الاورتك فالف بيبقى كمان بي ايه يا جماعة طب الاورتك يعني بيفوت طب الاورتك رجلش هنعرف كمان شوية انه برضو بيعمل ايه يا جماعة انجرة يبقى لما يقولك ليه الاورتك السينوزيس بيعمل انجرة قوله شوف يا دكتور تلت حاجات ملهمش رابع يقولك ايه هما قوله رقم واحد هايبيرتروف ورقم اتنين لوباردك اوتبط وبعدين بصله كده وعايز يبقى فيه برعة من الصمت الرئيد لمدة تلاتين ثانية في شافوي اتعلم تجاو شافوي زيه ومبصص له كده وكانك بتفكر وبعدين قوله ايه يا جماعة وعينك في عينه مباشرة وقوله وبعدين يا دكتور ليه ما بتقولش انت سبب تلك هو انت بتشوف معظم حالات الاورتك السينوزيس اللي انت شفتها كانت اصوشيتد وز ايه خليك بنج بونج تجنيك كده انا بحب الايه يا جماعة ما يبقاش اللي هو قوله بتبقى اصوشيتد وز ايه يقوله هو موراجل ايه يا جماعة اعلني اياته يقولك مع الاورتك رجلش قوله انت اللي قولت ايه اعرف بقى ليه الاورتك رجلشي بيعامل ايه بيعامل انجينة قوله هنرفع حالا كمان شوية بس كده ده كده اللي هم يا يا جماعة التلت تفسيرات المهم انا برضو يا جماعة القضية وش ان انت طرف ليه الاورتك سينوزيس بيعامل انجينة انتوا برضو مش تهمين برضو على رأيي ما اقولتلك انا شايفة انت هتعرف كلامي هو الامتحان بقى ان انت اصلا هي مشكلتي في الحياة انت ممكن تدخل تنسى تكتب اني فيه انجين اصلا طب وعرف تفسيرها اه طبعا عرف تفسيرها طب جوة بتاها؟ لا عرف تفسيرها بس لعنى ده التامل بيع ايه دي اه يا دركتي خد بالك خالي الدرب يا كنة تبع ايه يا جماعة فالمهم يعني طب الحاجة بالاس اللي هي ايه وطبعا انا مش جاي النهاردة اقول ليه الاورتك سينوزيس بيعامل سينكو مش للدرجاتي بقى بس انا عايز اقول حاجة تانية هو ليه بيعامل سينكو يعني ازا اهو البرادة ممكنتش عارفها وفيتها اه الله ممكنتش ليه يا جماعة لاني فيه لوك كاردك اوتبوت لا ده لوك كاردك اوتبوت سيبيرا كمان ده انت عندك هنا ايه يا جماعة بس المسائل هنا ده يا اول تقدم مش عارف يطلع بس هنا هزا السينكوبة يمتاز بانه اجزد شنا السينكوبة ليه بقى لان احنا خلنا في السينكوبة يمتاز بانه ايه اترست تم مرة واحدة تدلعت وموقفة قم مرة واحدة واقع على الارض انما هنا بقى وانتوا قاعدين دلوقتي هات فيكو عنده أورتكسينوزيس في حد عنده أورتكسينوزيس على فكرة تلاقي قاعد دلوقتي بيسمع بطنة عادي جدا هل هيتفضح مش هيتفضح امتى بقى يتفضح لما ييجب معلومة جاندة دلوقتي يدخل في اخر الحصة ويبدأ يشغل دماغه قوي 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 ويبزل مجهود رهيب يقوم يتفضح بقى لان لما بيبزل مجهود رهيب او يعمل مجهود محتاج ايه؟ محتاج كاردك او بط يجي بعد كاردك او بط يجي يطلع الى الأورتة ايه يا جماعة؟ مقفول وبالتالي تتفضح هنا هتبقى في وقت ما انت محتاج دم اكتر الأورتة بتاعك مش ايه يا جماعة؟ بالظبط مش ايه عايزة يقوله عشان تطلع المهمني يا فيقول لك ده كم يتازة هذا السينكوبة بأنه ايه يا جماعة؟ بأنه اصل السينكوب بقول له كده في الشفاء برضو بقول له يا دكتور اصل السينكوب انواع يوم هو يالك انواع يا ابني بقول له فيه اللي هو الاترست اللي احنا قلنا بحصل فيه ادم ستوك سينكوب اللي كان بيحصل فيه؟ في الكمبيليت هرتابلوك وفيه ده اجزيرشنة انما كان فيه سينكوب تالت قلناء قبل كده يمتازة بقلوه في اول حصة على فكرة او تاني حصة في السنة أنه بقلناه ايه؟ ده مرتاش بتاع تبكزونها يعني السينكوب ده اهم علم في الدنيا يا جماعة علم الاوضاع او اعطيناك الكلام ده لان في ده كاتر اصلا ما بيسألوه ولو معرفتش جاو مش عايز اقول لك هو هيعمل عشان كده اخد بالك انه لازم بوزيشنال يعني ايه بوزيشنال اللي هي في المكزومة ده هي دي اللي بتشخص المكزومة جماعة واحدة تيجي تقول لك ايه يا دكتور انا بلاحظ ان انا بيحصل مرة واحدة بدوخ وموعها على الارض ولا دين يا سود تفوشي وشكشكة في جمعي جامدة واللوها مش شايفة اللي قداني في وضع معين لو هي زكاية با تقول انت اقول ما تقولك في وضع معين ترفع مدارتك كده وتبصرها اني هو وضع بالزبط تقولك عارف يا دكتور لما بابقى باتفرج على تلفزيون مسر على جنب الينين عادي جدا عارف يا دكتور لما بابقى على جنب الشمال لأعلق نفس دخت ومش باهم فتقول لها طب روح يعملي ايكو يطلع تعمل ايكو ويطلع عندها ايه بقى ميكزومة وطبعا عارفين ليه او مش عارفين ليه هو مش موضوعنا النهاردة لو طبعا عشان تيومر نفسه ساعد بيسد ايه يا جبقى الميتر وظل في وضع معين اه مروافق اهم ايه يعني يقفل يعني ايه ايه بيجي هنا يقوم اعفل لها كم وساعد بيجي فرائد بس نادر اوش هنا كده في وضع معين تلاقي اعفل لك الميتر عارفة مكتوبة تلاقي رجع تاني المكان تلاقي متعيمة وتنفض بس تبقى ايه بقى لو ايه ايه من تركع في نفس الوضع لا معلش دي اقول لها ايه فالمهم ده كده ايه يا جماعة طبعا لو فيك واحد دولسي يقعد بقى والله يا جماعة زمان وقعد دلوقتي الفرحة مش سيعاية لان اوورتكسنوزس هو اصلا مغير ما اذكر الكلام الهاري اللي بقوله ده كل مجزة اوورتكسنوزس حاجة بالالالهي حاجة بالاس اللي هي سينكوب واسهل حاجة انت تجي في اخر السنة هتلاقي في دماغي تبقى في بطنة اللي هي هتبقى اسهل حاجة في الدنيا هي ايه لما اصعب انا عشان كده دايما بعتم بحاجة اعرف ايه ليه دي انت كده كده مع الوقت يا جماعة هتكى نفسك اي تفسير اي حاجة في الدنيا البطنة اللي بتخليك تفكر بالمنطق ان انت تعرف تفسير اي حاجة حتى لو كان تبرا الطب معايا ولا مش معايا زي بزبط مبارح وانا بنتفرج على المطش لو واحد مش وطب كان خلاص اللي يأس انتابه وقعد بقى اللي هو خلاص يا جماعة الاهل مش هاخد الدوري الاهل قصلي مش هاخد يكون الفيدرالية همش هافي يبطلس كدفائل بس هو عموما يعني انما ده كانترا كلهم اي طالب فعلا وعارف ومزاكر كواس جدا هو قاعد كان يا جماعة ثقة غير عادية ان المنطق بيقول لازم الاهل ايه يا جماعة بيكسب في الاهل فالمهم ندخل بقى بعد كده نتكلم عن عن ايه يا جماعة عن الحتة اللي انتو بتاعشقوها وبرضو على فكرة والله لو في مجموعة طبعية تقولولي لا خلاص بقى لوكال اجزان يعني ده حاجة تضحك بقى يعني خلاص بقى بلسيشان في السكند ليفت انتركوستان لو حصل اللي ايه في الاخر خاص او قبل الاخيرة طب البلبيشان يعني اقولوا واحد عنده تضخم في يعني انت ما بتشير حاجة طبعا هتبع ايه يا جماعة في ياتاورس كسلوسوس ليه ساستينت يعني قويه 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 ضعيفه قويه وبطيئة انا احلم عليك احلم عليكgus منظري ايه يعني انا من بالعب كده متأثروش علي مده قويه وبطيئة ليه قويه يعني دي اجابة اللي انا شايف 0 طب و ليه بطيئة يا رادي بس سكة مش سكة فبتقعد سنين على بال ما تقدر تدوء الدم فين؟ تدوء الدم في الفلف الدايئة فاللي هو تحط الألم أو تحط إيلة كرة تلاقي يا جماعة تلاقي سبعة اكتلع و سنين وبعدين ينزل تنشي طب واحد ممكن يقول لي طب وان أعرف منين هي بطيئة ولا سريعة يعني هل هي هايبر ديناميك ما هي بينه وبينكم السنين يعني لان انا ببالك قوي عشان تفتكر ان هي بطيئة أعرف منين هي خطة قوية وسريعة ولا قوية وبطيئة اقول لك مش هتعرف انت عشان تعرف محتاجة عامل الخضرة هنا بقى يعني هازم تسمع كتير ان هو او تحس كتير تعرف السريعة والبطيئة بتبع عملة ازاي؟ المهم يعني يالله بقى الأسكنتيشة طبعا بركشة مش اقوله لانه كلام كبير أسكنتيشة نورمال نبدأ بالهارت ساونت النورمال هارت ساونت اس وان اه دكتور بركشة مكتوبة اه البركشة سهلة بقى ايه؟ اه مش مكتوبة ايه سهلة يعني ايه يا بلوشة وقسمينه وبنك البركشة مش مهمة اصلا اه هم موجود اعم احنا قولنا البركشة ايه؟ كلهم بيعملوا ايه؟ ممكن يعملوا ممكن يعملوا دارلس انتركوز ثالث بيس ما حصل برمونا راهي برتنشة بس ايه مش مهمة او رومكتب تايش هنا البركشة اصلا الحاجة يعني ايه؟ اه خلاص يعني طبع دي الأسكنتيشة اس وان اخباره ايه؟ وانا ليه علاقة وانا ليه بعملش علاقة؟ ليه بعملش علاقة؟ انهم عن واحد قاعد كده لان اللي بيعلل فلسط ثلاث حاجات واللي بيقلل فلسط حاجتي ايه؟ واللي بيخلوه فرية بل ثلاث حاجات وما بجدش سيلة خالص الايه؟ الاورتكسونوس ده بقى الطالب اللي هو القاعد ده open mind ده يا جماعة يعني وحاجة اللي هو يبطالب ايه؟ فايزا الاورتكسونوس ما بيعملش ايه يا جماعة؟ بعض المذكرات الصفرة ميكانيزم طبعا النظري انما مش وقعي اللي عندهم اورتكسونوس ما بيحصلش حاجة في الفرسط انما يقول لك ايه بقى؟ يقول لك اصلي انت عندك الليفتك الميلو اه يعني ممكن هيبرتروفي ده فممكن برضو هو بيضغط جامد قوي ومرزعلك يا جماعة لالخبطة قوية فبيرزع الميتر الفلف جامد فيعمل يا جماعة الفرسطارتساوندي يعني هي ممكن نظريا انت بقى مهمعة بس هو وقعية ما بيحصلش فلما ييجي بقى يقول لك لا ده الاورتكسونوس بيعلي الفرسطارتساوندي قولنا دكتور انت سمعت وليته عالي فعلا يقول لك لا والهم قال ايه والهم قال ايه انبال عايز ايه يعني هو نظريا فعلا انما هو وقعيا انا بقولك الفرسطارتساوندي ما بيحصلوش حاجة انما انما ادخل على مين اللي بيعلي طب الساكندارتساوندي اخبروين وبسرعة ليه بيوطى ليه بيوطى في كلمة واحدة لان الدم هنا ايه قليل مش احنا قلنا في كلمة واحدة ايه اللي حاجات اللي اتعلي الساكندارتساوندي لان هيبقى الدم كتير سواء في الاورتة او فين او في البلنونة ما هو اصل الساكندارتساوند اورت كومبوننت وبلنونة كومبوننت صح؟ فاحنا عندنا هنا هنا في دم قليل بقى يا بالعكس يعني بتقول الساكندارتساوندي ايه يا جماعة قليل دمه قليل فالاورتة بيقفل بايه بالراحة وعلى ميله يقوم يعمل لك جدا انساهد نورمل انما اديشناهد على رأي المثل انما مسكت خلوط لعبة على رأي المثل كل ف varying hearth is this كانوا بعملوا حقتين لجاكشن كاليكو اس 3 صح ولا غلط وعارفين ليه جاكشن كاليكو لو حصل ايه بالمونر هيبرتنشن اس 3 لو حصل ايه انما الميترى السنوزي ازود ايه opening snap طب الاورتك السنوزي سيزود ايه اس اربعة خد بالك لما انت افتقي تقول لي باس اربعة سببها ايه? انتو مفروض على كم? في الكلمة ايوة. اسر بعض اللي هو ايه اصلا? اتلا الكونتراكشن. تبش قول لجماعة كلمة بكلمة ورسمناها. اللي هو ده ايه? ده اسرون. طب ده ايه? اس اثنين. وهنا اسرون اللي بعدين. هقول لك بقى هنا. طبعا طرفين هنا. والدم بينزل هنا بقى. سبعين في المية بينزل تأثير البرشار جريديان. يتبقى تلاتين في المية محتاجين ايه? اترا الكونتراكشن هيدا كده. عشان كده. هل الاترا الكونتراكشن في الانسان الطبيعي بيعمل صوت؟ لا. هو الاسر البعا بيحصل في ايه انسان فيسيولوجيكال كده؟ نفهر. انما انت ايعمل صوت بقى؟ لما هيجي الاترا ينقبط يلاقي الليفت بنتركل تحتي ايه؟ متنح. دا يستولي الدسفانجشن. يلا الله ليفت بنتركل دا يستول بقى عشان تاخد الدم دا يلاقي الليفت بنتركل الناشط. توه بطحتين. يقوم يبدأ ايه يا جماعة؟ ينقبط جامد قوي فيعمل صوت. وعشان كده ايه الاسباب اللي بتعمل السربعة؟ انا اقلتقك كلمة على فكرة. واحسس سنوته مش فاكره. ايوه. دا انا اقلتقك والله يا جماعة. ايوه انا كنت عايز اسمعها دا انا عادة طوفة الحتة دا عشان اسمعها منه. وعلى رأي المثل. وعلى رأي المثل. وهقوله تاني. اي حاجة تزود الافطر لوت. دا عمل السفور. ايوه. انما اي حاجة بتزود. اكتبوا جنة تاني. اكتبوا تاني التكرار بقى. يبدو ان احنا كل حصة نقول اي حاجة. اي حاجة. اي حاجة. تزود الافطر شوف الارهوت لوت. بتعمل اس سربعة. طبعا انت عارفين تفسيرها ايه. بس اعمل اتكامل المثل وبعدين نرجع لقول لو حد مش عارف. لبينما اي حاجة بتزود ال بري لوت. بتعمل اس سري. حتى ما قولنا بري سري. يبقى اي حاجة بتزود. عشان كده يا جماعة ما في طالب ايه ما راجع ايه دي ايه عادة. بتذاكر ايه انا بتذاكر اسباب اللي تعمل اسكالاتها. وهو نفس ذات الطالب اللي كان من يومين بزادة. تذكر ايه. الحاجات اللي بتزود البري لوت اللي هما الثلاث حاجات. فأي حاجة تزود الافطر لوت تعمل اس اربعة او اس فور. واي حاجة تزود بري تعمل اس سري. دكتور ليه اس وان النورمال هو في نفس الدم الولاي. لا بس اللي بيتحكم في اس وان ملوش علاقة بالمنطقة دي خلصة. اس وان قوة رازع الميتر البرف. فهنا نظرية مشاكلة ارتك نظرية ممكن بيزود ايه. اس وان بس واقعين ده ما بيحصلش. يعني مهما برضو الليفت بنتركشن. حتى لو هو هيبرتروفي جامد. بس ما احنا ادفعنا الليفت بنتركشن مباشر قوي قوي يعني ده ممكن في الاول بس يبقى قوي. بعد سرا بيبدع يضعف. بيجر دول بيتر. انما قصر بقى سببه ايه. سبب ان القطرة بيجي انقبض. يلاقي الليفت بنتركشن. طب سؤال. هو ليه ده يستولد دي سفنكشن. لان العضلة كل ما تخنت. فاكرينيه لما انا قلت لكم. ها. العضلة كل ما بتدخن. لما امتروفت العب جيمة معه. والعضلة تدخن. الكنتركشن بيه بحيه. لكن الريلاكسيشن ايه. وانا قلت لكم مين الريلاكسيشن عنده احسن. الفرافير ولا الريلاكسيشن احسن. الفرافير الريلاكسيشن احسن. شفت بقى اه هو الريلاكس الاصر. معايا. طيب ندخل بعد كده. يلا بقى المرمار. المرمار بقى يلا يا مرمار. عادية لستخدوا بقى ده المرد التالي. فلازم اقوله بسرعة ليه. لان الكلام ده بقى خلاص قلناه يا فلسكين. وطب ما عنا براضين قبل كده. فالمفروض لما اجي هقول بقى اسكريبت السايت. طب اذا انا اقصي عايز ادكم. نبدأ بالطايمي الحد. طايمي. طريقة البصماجية لو. طريقة البصماجية. اهو. ايوة اللي هي. اي ولا هي. اي لا. في الاول. لدي استوليك بتاستوليك. تحت بقى. وبعدين اي ام. احماد من فاقت بقى. اي جيشن سيستوليك. بتاورتس. طريقة البصماجية. طريقة الفرماجية. ما عرفك ترا فيها حاجة للناس المتفكر ما هي يا جماعة الفاحماجية اتتواصلوا للنفس نتيجة انا رحس الجيناس متفكر اتقول حاجة تانية غير المياه انها بان سيستوليك بان سيستوليك قرية الفاحماجية هاي نعم رأس مهي هو هورطة بيفتح امتها هو استينوفيسيب هو فاتح ولا هو دا هو مفتوص لان امتها تقول الباب دا اقولنا مشكلة ام باب دا امتها امتها اطبع الاورطة بيفتح امتها تعال اشوف في السيستول، بس يقى في مزان كالW يقول لك في أول إيه؟ السيستول لأنه بيفتح هناك كده هادي S1 فين الـ S1 و S2 و S1 البعضي بعد هو بيفتح في السيستول هل بيفتح في أول السيستول؟ لا، إنما بيفتح فين يا جناع عشان كده يقول لك ميد سيستوليك يقول لك إيه دعاً؟ عشان كده الإنجليز بيقوله ميد سيستوليك إنما الأمريكان بيقوله إيه؟ إيجيجشنت سيستوليك احنا ماشيين ورا الامريكان وساعد ضمير ضيفوقن وماشيين ورا الانجليز اتواخد بالك اللي هو شوية كرة وشوية فعشان كرة بعض الكتب هتلاء ايجيكشن سيستوليك شوية بابلي يقولك ايه ميت سيستوليك الاسم الاضق طبعا ميت سيستوليك بس ايجيكشن زي ما انا قلت لكم الحصة اللي فاتت لاني لما بتجيب ام بوبة وتقفلها من اولها فيطلع الصوت عامل ازاي فيقولك ايجيكشن سيستوليك مادة حد يقول طبعا بقى ايه بقى الحاجات كلها؟ طب اتكار اكتر الحد يقول لا ده بقى اتنين اقوية انت عارف انتو بتقولوا هرش لازم تكون عارف ليه؟ لان الاورتك السنوز الشكلة ما بين مين ومين اثناء ايه؟ اثناء ستقول الضغط هنا كم؟ مين وعشرين اثناء اتنين اقوية بيتخلقوا مع بعض في عربها صفيحة لو في القفصة يطلع الصوت طبعا مصر كلها تسمعه ده انا حتى وانا بشرح الموضوع ده في اول حصة قلتلكو ايه؟ قلتلكو ده انت لما يقول لك اسم على اورتك السنوز السحط سماع ايه؟ على صدر الدكتور ومش العيان يقول لك تفتعمل ايه يا ابني؟ يقول له دكتور صوت عالي جدا مصر وكلها بتسمعه ده انت بحدي تسمعه على السيليل جنب العيان على فكرة على السيليل ممكن تسمعه فعلا فيقول لك اثنين اقوية بيتخلقوا مع بعض ما هي ولا مش معايا طب حد يقول اظن بقى اتحمدك الجنب بقى بقى خلاص بقى خلاص بقى معايا؟ يقول لك بيت اشاكل وشايف دايموند انه بيبقى عامل زي الجوهرة يعني ايه عامل زي الجوهرة؟ يعني بيبقى عامل زي يا جماعة؟ بيبقى كده يعني حتى بعض الناس اللي بتفازلك ويقول لك ايه بقى انت لها اللي عايش لاليعمة الأوبرا يقول لك ايه؟ رزيججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججizableججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججج عشافة الاول والدم لسه طلع يبقى يا جماعة جامد وبعد كبه يبدأ يقول اللي بقى بيه بتدريب بس فبيبقى كريشندو دي كريشندو او شكل الجوهرة زي الرسمة اللي عندو دي المهم لغاية دلوقتي انا اقولت كلمة في الاورتكسنوز ولا كلمة والله يا جماعة ولا كلمة يعني انا مش عارف بعد كل ده برضو اعرف انه في طالب قعد بيذاكر ايه راجع نهاردة اذاكر الاورتكسنوز الفرح توقف ده مش كلب علم ده اقول له ايه ده الاثنشر حاجة الامبيسجيجيشن زي نفس الكلام اللي احنا عارفينه الكلمة المضيقة في الامبيسجيجيشن زي ايه؟ كلمة المضيقة في الادوبلر ايه كموز فاكرين في الميترالسونوزس كان في حاجه اسمه مترالسونوزس اين؟ إمدكس يعني ايه طائدة مترالسونوزس اقل من 15% ده طائف مترالسونوزس هنا في الاورتكسنوزس ببص علي ايه بقى علمنا عالكلمة دي اللي هو ايه يا جماعة الـ gradient اللي هو فرق الضغط ما بين هتلاقي في الـ investigation ده ايه؟ لما ينبه واحد عام به اورتكسونوزيس هتلاقي الضغطة يقصنه في الـ زي طب هو في الاورتة انا لازم عشان اعرف الـ severity بتاعت الاورتكسونوزيس لازم ابص على حكاة دي اللي هي سيبير اورتكسونوزيس عشان اعرف سيبير اورتكسونوزيس لازم ابص على ايه يا جماعة؟ على الـ gradient اللي هو الـ gradient ده اللي هو ايه؟ فرق الضغط ما بين الـ وما بين ايه يا جماعة؟ وما بين الاورتكسونوزيس اخر موضوع؟ طي ندخل بعد كده اخر موضوع ركزوا معايا انتخذوا الكلام ده في العمل ولا لا؟ خذتوا في العمل ملا احسس كده مش؟ ممتين؟ لا والله يا عطبي لان عمل الكارديو عمل الكارديو ما هو الا بالفل اورتكسونوزيس يعني مش حاجة بها موضوع يعني اه يعتمد مسع في الـ رهماسكسونوزيس برهولك وماله اريزميا ما يدورش انما بارفر هارتتتس اورتك ريجيرش الي اورتك ريجيرش يلا بقى الاسباب هي الاسباب اللي بتعمل اورتك ريجيرش اول خمس اسباب اللي هما ايه يا جماعة؟ الحمادة بالجنزبي الحمادة بالجنزبي اللي ماشنسكين يعني ده خلاص يا جماعة اللي هما اللي هما ريجيرش بنزود حاجتين اللي هما لكن قولنا بنزود مرضين في كل ايه في كل مرض ايه هما المرضين اللي هنا ركزوا معي ركزوا معي في حاجتين هنزود ايه هما الحاجتين هنزودهم بس ابني ما قولهم انا بحضر برضو يا جماعة عايز اخليوكم مسكين خوط اللي هبقى ميترا سونوس خلاص اورتك سونوس سرعة انا عايز اداء سريع ميترا ريجيرش مورولكس لكن احنا النهاردة بنتكلم عن ايه؟ الاورتك ريجيرش والاورتك ريجيرش هنزود حاجتين ايه هما الحاجتين بقى؟ في حاجة مشهورة جدا جدا سيفلس وحاجة اسمها مورفان سندروم طبعا مورفان سندروم ده خدتوه في الاطفال وبيجي في لمسكيو كتير عن فكرة في الاطفال كمان كان بيجي سنة اللي فاتت في الاطفال ايه هو المورفان سندروم؟ طب انا اشوفكو فاكرين او لا المورفان سندروم كان مرض بيجي في كونيكتف تيشل طعف جسم كله كان اوتوزوم الـ ولا اوتوزوم الـ عن فكرة السؤال ده السؤال ده ما بيجي انا بقولك اهو تسعين في المئة من طلبة بيغلط فيه لان المورفان مش كومان اوي فكل الناس يخطوه ايه فيقولك لا 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 اتصدق لا 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 انا او عمرو بكاتر حياة بسهولة يقولك باع المورفان اوتوزوم الـ شفتوا يا جماعة شاكرا عالساعات بيجي سؤال في المسكيو يقولك ايه اس رجارسو مورفان فاقوم جاب لك كذا اختيار فاقولك مثلا مورفان اوتوزوم الـ اللي بديه اللي جابها دي صح ور غلط غلط ان ما نعنسه اقول اهو المورفان عبارة عن ايه بقى المورفان ده كان عبارة عن او كونيك تفتشه حتى تخطو ان هو بيعمل حاجات كتير اوي طبعا عن شكل العيان طافين بيبقى طويل اوي الليمس القبى الليمس والله هو الليمس بيبقى برضه طوال جدا الصوابع بتبقى رفيع وطويلة وكل ده مهنينيش على فكرة انما هو اخطر حاجة المورفان كان بيعملها ايه اخطر حاجة ان هو في القلم كان بيقصد حاجتين في القلم مين يقوله؟ طبيعي انه بيعمل اوورتك رجلش بس اوورتك رجلش بس هو اهم في الايهورتك رجلش لانه معروف اذا ذكرى المورفان ذكرى الاورتك رجلش هو عشق الاورتك رجلش وبرده بيتجبر الفلوارت لا 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 هو بيعمل ده هو بيضعف بيضعف الكولاجيند زيس في كل الجسم وبالذات الاورتك رجلش اه وكمان كان بيعمل حاجة تانية في الاورتك مهمة جدا الاورتك ايه اول ما تلاقي واحد عنده اورتك اميوريزم بسبب المورفان طلطم لانه قاتلة وكمان بيبوز الفلف يعمل ايه يا جماعة؟ طب انا اسألكه سواء اقسم الله اللي يجاوبه ومش هرجع في كرامي فموضوع تخلطوه في الاطفال السنة اللي فاتت واكيد لو خدت الموضوع ده لازم بتقف قدام حيث تانيه لان على الرغم ان هو بيعمل اورتك رجلش الاسف الاسيف من يكامل الجمع؟ عشان ده الفلف على فكرة مش هفقد من الزقيته والله اللي يجاوب فعلا سؤال ده اللي ذاكر الموضوع ده وقف اكيد قدام الحتة ده ان هو بيعمل اورتك رجلش ولكن ولكن بالاسف الاسيف وانت بذاكره في الاطفال اكيد عادت طلط وانت بذاكر اورتك رجلش ما هو بيعمل تسكت ان ده اورتك دي وقاطلة طرعه وبتموت انما انا بتكلم على اورتك رجلش نفسه بيعمل اورتك رجلش ولكن انه كانت بتريدد على فكرة صحيحة رجلش بيبقى رجلش لو ما عارسوهش لكننا هو بيخبط اي حاجة تسدق بس هذا اورتك رجلش ما بتعاركش اسمع بقى اي اورتك رجلش حال الوحيدة انك تعمل فلف ايه؟ هنا الفلف ما ينفعش ليه؟ لان هنا الفلف انك تبقى ضعيفة جدا رينج ضعيفة جدا فلو عملت الفلف مش هيزفت شاكل اقول لك بقى هنا يعني خلاص بقى تصرف انت ايه حاولت ايه؟ تزبطوا على قد ما تقدر بعملاج راحية انما انت تعمل بالفلف لا في المرفان ما كانتش بتجيب نتيجة شاكل الاساعات يجي سؤال في الامسكيو قولك اس رجال تو مرفان سندروم ويجيب لك الجملة الاولى غلط لانه غلط يجي في الاختيار يقولك انه هو عورتك غلط برو لان دي ما بتجيبش يا جماعة نتيجة يعني المهم خد بالك من ايه؟ من المرفان ده بس ما عندك كلام الكلاب العلم قوي هاش انما يبني وبرك حتى لو مش عايز سعرف المرفان بس سعرف ان المرفان بيعمل كم حاجة اللي يهميني بقى في الالف سيبكنا حاجات تانية اللي كان بيعملها في الاصران ولو ان احنا هنقولها في الروماتولوجي بس هو عموما اعرف ان اخطر حاجة هو بيعملها المرفان هي قلبه اي حاجة تانية مقدور عليها انما قلبك هي دي الحاجة اللي ايه يا جماعة بيعمل ايه في القلب بقى؟ حاجتين والحاجتين بيجوا فين؟ في الاورطة ايه هما الحاجتين؟ اورطة اورطة بص يا جماعة بص يا جماعة برضو المحب سيبنا قلتلك شايفة كلية المتحان اعرف في البوق ده بس في الامس كيولا انا قلته لكن اعرف في المرفان بقى لك اعرف ان هو سبب من اسباب الاورطة للجاجة ايه يا ابني طب المرفان ده؟ قوله صندرومة ده طبعا صندرومة عبرها من كزا حاجة مع بعض ايه هو؟ قوله مع راشقه اصلا لا اعرف في الوقت اللي بتفسيشه ديه وطبعا تؤكد عرفين من المعلومة؟ اه بص النخلة انتوا اعرفين معلومة ان هو بيبقى ايا يا جماعة طويل وبيبقى مش عرفوا ايه طويلة ورجلية طويلة وصابة وفياة وطويلة ايه كلام يعني حانا ده بجانزبين المرض التاني بقى انتوا لازم اتعرفوه اللي هو سيفلس والسيفلس جد سيرته قبل كده فيه كورونار اذا السيفلس لحد دلوقتي بيعملينا كم حاجة دا يا الكوروناري اه لان فعلا ممكن يقولك سيفلس بيعمل كل الحاجات اللي اتيها معادة فلازم تبعارف السيفلس ده على فكرة واشتنكوا قبل كده فاكرين لوه بينتقل زه ريبا نقول له على فكرة بعد كده في الاخر بس خد بالك السيفلس اه ولكن الله انا يانسا فاكرين سيفلس بيجي عن طريق سيكشن فاكرين يا جماعة مرحلة الاولى قلنا شانكر هنقول الكلام ده بعد كده شانكر والمرحلة التانية المكان الكونتكت معي فان هو شوف ايه شانكر بس وبعد كده المرحلة التانية اللي ايه باتش في الميوكاس المبريد اللي ايه بتعط معك اسبوعين ثلاثة وعلى فكرة تيجي بعد شهور وعلى بال ما بتلو تروح للدكتور اصلا تروح تروح وبعد عشرة خمستاشر سنة لما تنسى غلطتك بتاعت زمال ولكن الله ايه لايه تبدأ كل حاجة كنت ماشي بقى تقول انا هنا كل حاجة كنت متفتخر بها لكده كلها فعلا سبحان الله والله جماعنا ما تذكر الموضوع ده كل حاجة كنت ماشي تقول انا هنا وانا بفتر هفتها بس من ضمن هناخده في الاخر بقى بلجي نشح الجلدية والحاجاتش بس اللي هو لازم تعرف ايه يا جماع المرحلة التالتة كل حاجة اللي يهمني النهاردة القلب ايه اللي بيحصل في القلب كوروناريك تبوستيدي والقورتة يتني ما انا قلت لك ايه حاجة بتفتخر بيها تبوظت فالقورتك هم يتني بيتني يعني بيحصل ايه يفوت ويتني يعني مصبتين يفوت يعني اورتك رجاج ويتني اللي هو اورتك انيوريزم برده اللي اتنين واخد ده لك اللي اتنين فالمهم ده كده ببقى يوم بقى سيبك بقى برده ايه يا جماعة مع الاورتك رجاج هم زود سببين اللي هم ايه سيفلس ومارفان صندوق جالها بقى حتة بقية الكلام والله كله حمدها بالجنة هي مو ديناميكس مكتوب ده يديش انه في الاسمدين اه معهوق على فكرة فكرتيني بحاجة بقى المارفان بيعمل بس دي بحاجة بقى ده مش كلب من كلاب عيني عايز اقول حاجة ده كلب بقى دي من كلاب العيني والله فعلا لا 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 الانيوريزم الانيوريزم بس عاد بقى دكتور ايه انا مريع اصلا حتى ربار في سؤال ده والله متجاوبه يقولك يا الانيوريزم مع الناس عب تيجي في المسكيوب المناسب مص بروبا بي تيجي في الاسمدينج ولا الديسمدينج ولا ليه يعني اصلا تتحمد ربنا ان انت عرفتيني اصابد غالبا اسمدين اسمدين رب وده بقى قولتك تبقى اسمدين بس ليه اسمدينج عشان قولت اه قولت اه انتو عندما يتفوق الاوما انت علينا اسمدينج ممكن بس انا انا خلاص معاله التفسير اللي اقصر اه 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 ده فعلا كلب من كلاب العلم مبصر عم فالمهم بقى ادخله والله على كلين الكنبتشة اقوليه في كلين الكنبتشة خلاص بقى كلين الكنبتشة اقوله انتوا يا جماعة ايه ورطة انشت ايه بيحصل انشت ايه بيحصل انشت اقوله بقى ام 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 ايه ام او عورتك الرجاجي عن المشكلة هو مقفول العورتها بيبقى مقفول إمتى؟ في الديا ستوري بس هنا بيفوت فتلاقي عوجة شوية دم والأكتب كنا حتى بالعربي عشان تبقين كل اللي حصل في الإيمو دينامكس إن شوية دم ألالات الأدب رجعوا ثاني مرة أخرى إلى الليفت بنترد وإن عودتهم وإن عودتهم أو عودتهم عودتهم صوبة بإنك وإن عودتهم وإن عودتهم تعمل ثلاث حاجات عودت الدم مرة أخرى إلى الوراء عمل ثلاث مصاب المصيبة الأولى مين يقولها ما يرجع كده أولاً أولاً نرجع في الديا ستور فوريوم أفلوت عشان كده الفوريوم أفلوت طبعاً هيعمل إيه يا جماعة ليفت بنتر الفيليار عشان كده إرجع 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 زمان في أول حصة قلنا الإيورتك رجلش بالأسباب اللي بتعمل هارت فيليار وميها قلت لكم إيه عشان بتعمل فوريوم أفلوت طبعاً واضح فوريوم أفلوت خد بالك بقى طب لما يحصل فوريوم هو رجع فينه في الدياستول لأنه رجع في الدياستول فعمل إيه؟ قلل لك الدياستوليك بلات بريشر صح؟ يبقى الدياستوليك بلات بريشر إيه يا جماعة؟ قليل لأنه بدل ما الدم يمتوزع في الجسم وفي الدياستوليك بلات بريشر إيه يا جماعة؟ رجع لتاني فقلل الضغط في الدياستوليك بلات بريشر إيه يا جماعة؟ خد بيانا كده اللي رجع ده بيتمخر؟ ولا بي... هايجي بقى في السيستوليك بقى الدياستوليك بقى ميه؟ يجي كله مع شوية الدم اللي بنزله كل سيكل فتلقي الدم اللي خلطوا السيستوليك عالي أو شي فيقول لك نتج عن عودة الدم 3 مصائل المصيبة اللي اقولك اللي هم التسع ساينز اللي خدتنه في العملlere هو اخدتوه في العمل اللي هو ديني ايتك ورجلك ورقبتك وانه عرفت عندك ايورك الهو بعيد خمس اهل هي الحاجات دي بقى كلها بيسترشوتس والحاجات دي التسا حاجات دي هنورون دولتش واضح ولا مش واضح طيب يبقى عندنا فيه كم حاجة بقى يا جماعة تلت هي كلها ديمو ديراميك سينة في كل ما واحد بس عودة تضم مرة اخرى الى الوراء نتج عامها كم حاجة تلت حاجات ايه هم تلت حاجات زيادة سطولة بلاد بريشر وايه كمان الحاجات التابعة يا جماعة اللي هي الهو بعيد يقولي طب اكيليني كالبيتشار قاله يا راجل بقى اي اورتك نجاج اي اورتك سبب الانجناني على فكرة فيهم سبب تقولوه نتحق سبب الانجناني ده افصد سبب غير بقى اللي بحرف الايه والكلام دي معا زيادة دي النهارة ايوة لانه اصوشيتد واس اورتكسنوز قلتو نتحق كلها لا اصوشيتد واس اورتكسنوز عن minority스러س زيادات قلت مع الاورتك رجاجي قلت حقا الاورتك رجاجي قلت له دكتور لان الاورتك رجاجي استوشيتد وي ايه قلت له Throughout Say Our předs طب ايه الاورتك رجاجي يعمل التاني بسبب Wei على فكرة في كزا سبب له سبب الرتج البقى او لو سمعوا والله لا ممكن يجله سيفليس واحد سيفليس متوчиس قول له طبس لأنه مزول الأسباب اللي بتاع الأورتك رجرج سيفلس والسيفلس ياخد الكورونالي شعصة بس كده. بس ده ده مش سبب مهم طبعا لان ده حاجة ريدي يعني بس هو لما تقوله يبال انت طالب غير عادي في زمن ايه؟ غير عادياتش طب ايه كمان؟ اللي خلي الأورتك رجرج؟ تقوله يا جماعة هو كوروناريك بتتميري امتا؟ في السستول ولا في الدياستول غالبا؟ في الدياستول؟ طب ما تقول لي اللي عايز اقوله وصل او لسه؟ خلاص لان ده استولي بلاد وليشا لكل الريحة وله هتبقى ايه؟ 뭐 fits حسنا؟ لكن ده Vir Insolo بيعني ده استوليب الدياستولكه بجعل contra voltage قولي نيه؟ لان الدم رجع لان عودة الدم او dictم يرجع في الدياستول فعل يعني كرة ده استوليب ملقد في الدياستولى بيبع قوليه لان freue ورى ده مرة اخرى ده في مرة اخرا lazy بدل مflows ط lain الدم اللي غير احض؛ القارف بالدع هذا الدايستول تقوم بمس ؟ الدايستول تقوم بقلي وهي الانجنة اغري ان الكوروناري بلاد فلوت المعولية فالحد يقول تفسير تنشي يعمل انجنة افسط حاجة ما تقول هارتفيلير معايا؟ ما تقولوا مش الهارتفيلير يعمل انجن عشان نوكر دي بقى تبط؟ حوية التفسيرات دي التلاتة اللي انا قلتوه من دول يا جماعة اي حد يقولهم بس يا حتة السيفلس فعلا مش طلبة كتير بيقولوها فلما تقولها في الشفاو بس مش تقولها لأقول واحدة يعني مشيدي يقولك وليه بيحصل الانجنة تلاقي طالب قاعد بقى عن ذكرات صفرة سيفلس 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 يا دكتور ايه سيفلس ايه بني بتقوله في الاول قوله لانه اسوشياتد مع نورتك سلوس قوله لانه بيحصل ايه يا جماعة ده ستولة بلاد بريشهر بيقل فالكوروناري بلاد فلو بتقل قوله لانه ممكن يحصل هارتفيلير انما ايه سيفلس في الاخر بس لما تقولها تبقى طالب جامد اوش ادخل بقى بعد كده في اوش كم بيحصل حاجة ثانية في اي ريجرج قلناها لانه مرتوش يا جماعي بانكم مش بذاكرين او الحصة اي ريجرج قلنا بيعمل بالبيتيشن جينرال سروبين بالبيتيشن جينرال سروبين بالبيتيشن جينرال سروبين حاولي ايه دراتف معايا بالبيتيشن وجينرال يا جماعة وجينرال سروبين واضح؟ عشان طبعا هنا فيها مين بقى يقول وزودنا في اليورتك ريجرج بريفرال ساينز مين يقول البريفر ساينز؟ حمز مصر ساينزا ايوه لا احنا قلنا همش ايوه ما تسع حاجات بقى اقولوا بقى واترامالبوس واترامالبوس اه كان تلاتة خليك بقى منظمة تلاتة في الراس تلاتة في الابا اللم تلاتة في الولم في الراس في الراس كان في حاجة اسمها كان فيه يا جماعة حاجة ابدأوا كده فراقول كان في ايه ايه الكورجان ساين دي؟ المنزل كان فيه يقعد كده اللواء ايه ليه هو؟ على فكرة بس أول فديريا الاول بالمناسبة خلاص خلاص هو بصوا بقى يا جماعة كان فيه تلاتة في الهد تلاتة في الابا الليم تلاتة في اللواء تلاتة في الهد اللواء ايه على فكرة قال بس أول فديريا بقى لو كل شوية لا يحد يقولك ايه طب هو ليه بيحصل الصين ده؟ ليه يا جماعة بيحصل كده؟ اه لان كلهم نتاج التسع حاجات زياد السنطول ونقص ايه؟ الداستول. كان بيحصل 3 حاجات في الراس. اللي هم هاي? نوتنج وفت. كان بيحصل كمان ايه يا جماعة? اللي هو يعني... هاي عبا? لان يا جماعة.. خد مالك ليه? لان الداستول البلاد بريشل فاضي اوشي. مرة واحد يجي سستول العالي اوشي. تلاقي نفسك كنت قاعدين يا جماعة. سستول العالي ده على داستول واطي اصلا. تلاقي نفسك يا جماعة. على فكرة لو روحت ترعى ماتشكورة. بالنسبة الماتشل الان عبا نهار ده. اول ما بتقعد وانت مش تقعد اصلا ايه مع طبعا سنبساتك هتتسمى بقى قعد كده وركز مع نفسك تلاقي راسك ايه ده راسك تنسك اللي هو كده يا جماعة اللي هو ايه في الاول خالص في اول ما هتقعد هتلاقي نفسك اللي هو عشان ايه بس هو عنده اللي يورتك رجال شتا ايه قاعد بقى اللي هو قاعد عدم كده اللي هو نودينج افت اللي حتى كنو بسموه زمان لو انت فاكر دومو سي صين سيبك من اسامية ايه ما تمنيش تعرفين يا جماعة مكلاب العمل فاكرينها في الاطفاءات سيبك من اسام المهم بعد كده كان بيحسن كمان كاروتت ايه ايه هتلاقي نودينج وفت اللي هو بقاعد صين طب وفي حاجة كمان اللي هو عشان السستول عالي اوي ودأسطول الواطي اوي فالدأسطول فاضش وما روح نجي دم كتير اوي دوم الدم الجامد ده يوم يخلي راسك ايه يا جماعة تندفع معي هز المائة ما نودينج اللي هو بيهز المائة كده دون مسينا كان أول واحد يعمل كنا ندخل بقى في حاجة كمان اسمها الكاروتت ايه؟ ملسيش وفيه كمان سيستونيك سريل طب سبب السيستونيك سريل ايه؟ في الكاروتت دم كتير بيطلع مرة واحدة والكاروتت فاضي أصلا كاروتت في الدستول فاضي ومرة واحدة دم كتير أوجي كله نتاج ان السيستول عالي والدستول واضش كم بيحصل ثلاث حاجات في العبا الليم؟ موتة كمان بلتفاشة ويه كمان؟ ولو سيستونيك سريل اطلاقه والدستول واضش كان فيه واحدة اللي مهم قوي أيوا كابلاري بلسيشن تعرف كابلاري بلسيشن الجدين بداخل البطن احنا معهم دايما يقولوا كابلاري بلسيشن انما الرومانسيين اللي بيزاكر البطن احنا معاهم لا لا حاجة سرية الكابلاري بلسيش انت عارف كابلاري بلسيشن يعني ايه؟ عارف انت شايف باغفركم لما بتضغط على ضغطا كده شايف بلاحظين نص الجواني والنص البراني لأ فيه اللحظة بواحد جامد يا جماعة ما اللحظة دي لو جبت الهمبي ما هيلحظك بطل في الهم بصوا يا جماعة اللي هو ان اللي هو بصوا يا جماعة ملاحظين ايه ان الخط الأحمر الفصل ما بين الأحمر والأبيض سيفت على فكرة مش رزم انت تبصوا علي اما انت عملوها انت ده موضوع تاني اللي هو تلاقي الخط الأحمر ايه يا جماعة ما بتحركش هنا بقى تلاقي مع السستول دم كتير او يوم الخط الأحمر ده يطلع لقدامه ومع الداستول بيرجع بقى كله عشان يرجع للقلب بتانش فتيجي تعمل الحركة دي تلاقي الخط الأحمر اللي في نص ده بيطلع لقدام على السستول وبيرجع لورا مع مين الدستور يوم الرومانسيين اللي بيذكروا الجدين سموها ايه كبيرا ببسيشن خلص ده دول الجدين انما الرومانسيين بقى لما تعرف المعه والحالمين يوم يسموها ايه بقى موفينج ريدلاين عندما يتحرك الخط الأحمر الى الامام مع السستول و الى الخلف مع الدهي ستول بتكتب ايه يا بني؟ فالمهم ده كده اللي هو موفينج ريدلاين واضح ولمشاهدة كان فيه ثلاثة بيحصلوا في الرجل طبعا الثلاثة اللي في الرجل دول ما اعرفين بيستورشوتس طبعا ايه بيستورشوتس ايه بس ان شو انت يا ايه 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 تسمع ايه طلقات طلقات الرصاص اللي هو مع كل الدستول بيبقى ايه يا جماعة الدستول فاضي الفمرر فاضي احنا قول له الدستول اكبراد بريشة قولية وكل شو هي جدام جاية في السستول فيقوم ايه اللي يحصل في الفمرر ارطري طبعا لانه بيفتح بيبقى كل لبسد مش كل لبسد على الاخر طبعا ومرة واحدة السستول ايه؟ كتير او فايد دا ايه يعمل ايه يا جماعة فيمرور ارتري تاك تاك وهو البسطل وطلقات الرصاص ايه تغير التاك تاك تاك كما تتبع عندكم ديه البسطل شتس هو انت في خطأ قاطر على الفكرة وانما بحط السماعة بحط سماعة الفمرور وضغط ولا حطها بس لا البسطل شتس ما تضغطش معارف بقى انت لو ضغط تقوم تسمع ايه؟ تسمع مرمر بقى مش طلقات رصاص مرمر اللي هو إيه لانك ضغط ودم كتير اوي بيروح في السستول ودم كتير اوي بيرجع في الدياستول فدق تسمع بقى هايا يا جماعة مرمر المرمر هنا يبقى السستوليك ولا الدياستوليك ما الكلام دبقى انت هو عملين سستوليك ولا poisستوليك عم التقرانت وهو إبيت Mode في إمرارجو في دم كتير بينروح في سستول وضع، طب الضغط أعلى في يافو الإيد أو في الرجل في اليتنيه شوفوا الإجابة ماذا انا ندكر بياخذ مساكل لحن نعلمين الازحام ايوه ازحامان ما يحوطش كده ما بيلفش وما أيه كمان؟ ايه كمان؟ اقرب يه لأن عضلات الأسفل أقوى عند عضلات البيت طويل فعشان كده الضغط بيبقى أعلي دايماً بس الفريق هدي ايه؟ 10 ايوه 10 15 انما هنا في الاور تكرجل لع ممكن بالفريق يا جماعة أكبر من كده ذلك كان اسمها هيلس ايه؟ سيط مش مهمنا على فكرة لسامي بص في ناس الوقت اقول لي يا ابني البريفرس اقول البريفرسانزوفيورفت ديجرج تلقى طالب ايه يا جماعة دوموسي ساين بيستورشوتس كوريجان ساينز طب يا ابني اللي هم ايه بيستورشوتس اللي هو ايه يا ابني انا عندي بقى مطرف اساميهم اعرف ايه يا جماعة اني بيحصل اما اهمنيش اسمه ممضوح ولا ميرفت ولا بتاع اما ايش كلم لا طب سؤال اسأل سؤال شاف الكوبلية عندوك تحت الاني بي الاني بي امت البريفرسانزي متبقاش موجودة انا عادي الفكرة مش عايز اللي جاي ايوة اه فرق مش عالي ايوة اي فرق مش عالي يعني اي حاجة تزود الديستوليك او تقلل استوليك ايوة الهيبرتانشو اشان كنة يا جماعة في اليورتك رجاج اكتبوا الكوبلية ده لزوي الامخاخ الجامدة اه لزوي الامخاخ او لزوي زوي الامخاخ اللي ايه متكلفها لان اللي مش متكلفها هيقعد يحفظهم طبعا يحفظهم ولا يفتكرهم انما لما يجي يقولك ايه الاسباب اللي تخلي البريفرسانزي مش موجودة امت ما تبقاش مش موجودة اقول لها دكتور هو سببها ايه اصلا خليك ايه لا يا جماعة في الشافة يقولك امت ما تبقاش موجودة اقول له شوف يا دكتور تعالى انتكلم او انفكر بصوت عالي مع بعض امت هي اصلا سبب البريفرسانزي ايه 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 يقولك ايه؟ دًا وريرق اوهم انت عيل له دكتور ان النصار سبب البريفرسانزي وضع السبب الموجودة يبقى انت بتسأل سؤال امت البريفرسانزي كنتبقاش موجودة كittedو ان الفض Permet vacancy قوله يا اباس السبب البرumber او ان خدقى الاصطول الاصطول ايه كنت كان أورتكسونوس مهم من الفكرة ان المالي اتدم بيطلع في الأورتكسونوس فلا واحد عنده أورتكسونوس اول واحد عنده أورتكسونوس أو ممكن يبقى عنده ايه كمان أورتكسونوس ندخل بعد كدة نتكلم عنه يا جماعة أو طبعا لو كان مالد مالد أورتكسونوسوس ندخل بعد كدة بلفورة هارتزيس لان الباقي كله زي ايه انسبكشن بقى الكلام ده كله حمده بجانزبين وكله عملي اصف بصوا بقى جمعة كل ده بقى نفس الكلام اللي احنا قلناه قبل كاسا ندخل بقى النهاردة في موضوع الاساسي بتاع النهاردة يبقى الفالفرار هارتتزيس يا جماعة هتو كده كده مش هتذاكر فيه إلا بياتي شنات برضو اللي جدتوه الفالفرار هارتتزيس وقت يجي تذاكر طبعا بس الاسكين تذاكره كويس اوش يعني يا جماعة اقدر اقول بكل سرطة كومبليكيشن خلاص ما تذاكرهوش في اي مرات خلاص كلمس اي جايز بس ما عبر الميتر ارسنوز تذاكر الميتر ارسنوز اي يا جماعة اندكس بس كده بص عليها المهم يا جماعة هتيجي في الميتر ارسنوز مابش حاجة برضو تذاكر إلا إيه إلا اللي هو الكوبليل أخضر الميكانيز بسقبالونا را هيبرتنشن اللي هتذاكر دا لانه مش مموت في الاسكين اللي هو ازاي كونجيشن عملت هايبرتنشن وتذاكر كمان ايه بس هو دا كفاية طبعا اسكريبت في كله بس هي معروفة يعني تقدر تجيبها وقت طبعا تغضف العملية اصلا هكتر اي 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 ارسنوز شبابا اي اي واحد فيه هتتيولش بدا اي واحد فيه وهخص بالذكر على فكرة كله ممكن يجي بصراحة وأنتم حافظينه اصم зай على المفروض حد واحد بس يارث يهم هي السبتيفيكات بطاعة كل الامراض ايو اللي مترر أرسنوز اي عارس lizard كالتفكيشن اي اتشاسي انا ملاحظ مصطوك عيلي متساعد اوضا طب الاورتك رجاج طب الاورتك رجاج سيفلس و مورفين عز دي جار دو مورفين سيندروم موتوزومن دومينات يعمل ايه في القلب اورتك رجاج و اورتك انيوريزم عفكرة القاتلة الحتة دي بتاع الانيوريزم طيب ينفع تعمل ضغطة? لا تخبطها كرة ان هو متعريش مش فاهم فعلا بجاد ولاك تعريها بكده بس مش فاكل سابك تاعف سابك لان كونك تبكيش ضعيم فيه في الميترال تعال كنا الميترال فالفو برولابس المناسبة الاسباب بتاعت الميترال فالفو برولابس بس يلا طرف الاسباب اللي هو طبعا اديوباسيك ده اهم سبب معايا شوف بقى في عايزك بقى مارفان سندروم وفيه سندروم تاني اسمه بس ده بقى من كلاب عين مين ده دا ينصورات علم على كلاب عين ده ده اللي هو اديين ما بقى اقول ايه ده اللي هو مارفان سندروم وسندروم تاني اسمه ايه يا جماعة الاردامل السندروم ده ده بقى لما تقولوا حد فاكت الاردامل السندروم ده عبر عين ده ده مهم جدا مهمة في الاطفال جماعة على فكرة انت شاكلوكو كنتو بركزين على النظر يبنامش امس كيوم لان الاردامل السندروم ده مفيش متحنق اطفال امس كيوم ما بيجيش في الاردامل السندروم ايه الاردامل السندروم كان جملة بسقية حتى حلو قوي يقولك ايه طب اكتبوا الجملة دي اكتبوا جملة ايه اي ايه جملة بسقية فكرة يا جماعة يعني يا جماعة عشان كينا يا جماعة صرته اكيد في ايه طب و اللي ما بتيجي تشد كده عارفين البتزا مين يا جماعة بيت زي المتزريلة حتى الجبلة المتزريلة بتبع ليه حتى تشوفه في التفزيون اللي هو واحدة يجيب لك واحدة تشد كده وليه يا جماعة والمتزريلة بتتعرف لما تشوف المنظر ده تقوم تفكر الانردانو السندرول فيجي تشد الجلد كده تلاقي بيطلع معاك زي المتزريلة زي الجبلة المتزريلة بزرق أو تشد حتى من عند الرقبة هنا يا جماعة تلاقي دايماً اوه فيه تتلع معاك مش كيل الدرجات دي يعني بزرق السندرول اوه بيطلع فلا كده اوه بيشد كده اللي هو سكين الاسيستي ايه لاردانو السندرول مشهور اوي اه في حالات التبع فبقولك بيه باي يا جماعة سكين الاسيستي وكبير يا رفرجيرتش عشان بقى ما نيجي مش راح البلد واقولك فيه حاجات بتاعه الكونجيريتات بيربرا خلتوها في الاطفال اللي مش مميزة في البطنة تقولولي ايه بقى تروتوا عليها وتقولولي ايه ايه لاردانو السندرول ايه لحاجات اللي بتاعول اول حاجة التاني حاجة اللي هي ايه بس ظهر والسستامة كلوباس بس خدوا براكم حاجة علملي على المارفان والالاردانو السندرول السستامة كلوباس وبوني ارترايس ندوزة ايه حد هيقولها فيه كمان بقى ايه مشكلة التجميع دي تجميع فيه السؤال ده جاي بس صعب دلوقتي لأجل الامراد كلها انتا مش اخدها يعني فيه حاجات ماصل بسورتر فيه حاجة اسمها دوشين مايوباسي شوفتها احد خدني يقوله اه 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 فيه نوعين من انه هو مايوباسي مايوباسي بيظهر فين في البلفس وبعدين كده بيروح فين عالشولدر وهو طالع من البلفس للشولدر ياخد اغلى عضلتين عبدك اغلى ما تملك ايه اغلى عضلتين عبدك من اول هنا اللي هي حد هنا اول واحدة الاسباراترو مصر تبطين واحدة ايه؟ بيعمل ايه بقى في القلب بقى بيعمل ميتر الفالف وغلالبس وبيضع في العضلة القلب كمان ده اللي هو دوشين مايوباسي كان فيه الاخدين نيورو عارفيني الكلام ده وفاهميني كواسا كان فيه حاجة اسمها بيكر مايوباسي بيكر مايوباسي ده؟ ما كانش بقى ولا بياخد الاسباراترو ولا بياخد ال ايه يا جماعة عشان كده ابتاع نيورو حد بيخد المبادة في نيورو؟ السنين اللي فات كانوا بيقوله كلمة خلص دوشين كان عبارة عليه يقولك نوع مخيف مايناما البيكر نوع لطيف في كل مايوح يقولك بيكر نوع لطيف وخده لما تشين هنطل في نيورو؟ حاجاتني مخداش فيه حاجاتني مخداشة ايه ايه اه عندما يتصلك الانسان نفسه ولا خريف اه جاورساين طبعا انت اه 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 اعرف ايه ايه اتصلك ترميلو مثلا ايه ايه حاجة جدا عشان يجبها اللي هو عاملة زي بزرطة جماعة فتصلي مثلا انت بصلي تلاقي باقي الماسي عن سبعمائة سنة طيق جمبك بيصنعه عن سبعمائة سنة زاد لقي برضو عندي ميوه بس يعني عدلاته. تعرف تبقوم من السجود للي ايه يا جماعة بتقوم اين في خطو واحدة انما دا يقوم ازاي بقى ازاي بقى ازاي بقى في رمضان بقى فيه اه اقعت فرق طبع بيبقى تعملين تلاقي ايه ازاي يركن الاول يقوم سند على رجبته وطرق وبعدين سند علي جنب اموها عصر في كله ومتشفوش المنظرة يا جماعة قوم سند عليك امو قاعت يا عم الحج مش كده مش كل بقى فبيبقى عنده بعرف انه عنده مجور صحيح بس جول بقى اللي طرفه تقنوني بقى على فكرة جماعة الامسكيو انا ده انا بقول كلمة اللي بيفرق انطالبه التاني طالع يا جماعة في طالب تاني بيفزي الموجود رعيب في النظر وسام معي ابني وقى انه مش عارف ايه ومع ان كل ده في الاخر كلام فارغ اللي بيفرق هو ايه يا جماعة امسكيو لان هنا بقى اجيب لك سؤال في الامسكيو وقولك ايه كل الحاجات التي بتعمل ميترالفالفورولابس اكسيبت طبعا هنا الطالب هيوقت مهما بقى تقولي اللي بيزاكي ميترالفالفورولابس اكسيبت ابصن بلاقي اتفرج على السؤال وبصص له السؤال بصص له وقعت ويطلع بقى الامسكيو وصعبه جاب منها غير المنعك بس في حاجات فعلا مهمة في الامسكيو كل الحيالات التي بتعمل ميترالفورولابس اكسيبت ايه ناردالو سندروم دولشين مايوباسي دولشين مايوباسي مارفان سندروم كوردالا شفتوا بعد شفتوا بعد شفتوا الاختراع مش متخيل وبعدين يجيب سؤال مارفان سندروم ما الفين هارتفاليال كتعة تذكروا فيين الهايبرتنشا عشان كنا لازم تغرب من امسكيو تقول لك فعلا انا دايما بقول عايز اطلاله ادفع امسكيو هو ده اللي هيفرق وبعدين في ناس يا جماعة بذكروا الامسكيو كأنه بشوف حاجات ببطنة طب ايه بتعملي بس لا اذاكر بقى الامسكيو يابني الامسكيو ما هو البطنة ايه؟ مع الحل كتير بس عايزوا انا بحل تكونوا معارفين يعني ما تيجي السينة مثلا ايه يابني ما بيعمل او كسيناريو هات كتير ندخل بقى تشتب عليه تشتب عليه ايه لان اي الصمان في اليمين مست بروباب ليبقى ايه؟ كونجينتا لانه كونجينتا يبقى الاحسن يتشرح مع مينة لانه هيبقى بره بقى اسكيمة ايه؟ اسكيمة اللي 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 انا قولناها في الفلباب دكتور روبرو اللبس يعني يبقى فوق اه بيبقى سقط اه سقط كده لا اللي عدني اقصم بالمنط بالمصر كده ليه فتفتك لما انقبض اللي يحصل ليه؟ لا بيقوم طلع كده ليه لا اهو مبطلعش كده يعني ليه ما بيطلع يعني يبقى بيطلع لانه ممسوط بيه؟ بقى بيلة لمصر هنا بقى بيلة لمصر فهمش كده بيقوم ايه بقى عامل كده بس بس فانتو في الميتر الفلبر ملافس يا جماعة علموني بس على اسباب بس خلاص؟ عشان امسكي يوكتبو جانبية امسكي وبيجي نظر على فجر بيجي قولك ان يموريت كوزز في الميتر الفلبر ملافس دي الحتة روح دلتيني في الموضوع ده